موسيقى بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان وتغطية خاصة للقاء القمة أهلي وقع الزمالك القمة 115 الاسبوع الـ 17 لعمر وزمن الدوري على العام المصري هذا الموسم كابتن حسام البدري وإيهاب جلال وجها لوجه للمرة التانية في الدور الأول ودي أحد المفروقات اللي بتحدث هذا الموسم كابتن إيهاب جلال كان ماسي كنادي إمبي واجه كابتن حسام البدري يتفوق عليه بأربع هدايا في مقابل هدايا ولكن يشاء القدر أن يتولى كابتن إيهاب جلال نادي الزمالك وواجه حسام البدري أو كابتن حسام البدري مرة أخرى في دور واحدة كابتن حسام البدري ويسعى والنادي الأهلي أنه يعود مرة أخرى لصدارة الدوري العام المصري نادي الأهلي في المركز الثاني ب36 نقطة ونادي الزمالك في المركز الرابع ب25 نقطة لكن دائما وأبدا لقاء الأهلي والزمالك ملوش علاقة بجدول الترتيب هو لقاء خاص وخلينا نتكلم على مدار الدوري العام منذ انطلاقته في 1948 والنادي الأهلي ومشواره إلى لقب أفضل نادي في القرى وبطل القرن كان من تسايد هذا اللقاء واحد من أقوى الدربيات في العالم من أقوى خمس دربيات في العالم دربي الأهلي والزمالك دربي القاهرة مناصفة مع الريال والأتليتيكو والأندية الكبيرة في العالم ولكن في مكان واحد في القاهرة الأهلي والزمالك اللي اتنين من أقوى الأندية على مستوى القرى السمراء الكل يتابع بشغف ما ستصفر عنه نتيجة هذا اللقاء دائما وأبدا من غير ما تقولي حسابات هذا اللقاء له رون خاص له طابع خاص الكل يعشق هذا اللقاء لأنه مليء دائما بالنجوم خلينا نستعرض مع حضراتكو إحصاءات الفريقين في هذا الموسم ونبتدي نشوف مع حضراتكو على شاشتنا كل ما يدور حول كواليس هذا اللقاء الزمالك والأهلي زمالك هو صاحب الأرض هذا اليوم لسه مستنين بقى نقول صاحب الأرض والجمهور لأن حتى الآن الجمهور لم يعد ولكن إن شاء الله يعود مرة أخرى في الدور التاني نادي الإسماعيلي يتصدر الجدل 37 نقطة من 16 مباراة النادي الأهلي 15 مباراة عنده لقاء مؤجل و36 نقطة ونادي الزمالك في المركز الرابع زي ما حركوا شايفين به 28 نقطة أنا كنت قلت 25 وهو 28 نقطة نادي المصري في المركز الثالث برصيد 30 نقطة الفارق ما بين النادي الأهلي وما بين الإسماعيلي نقطة واحدة وفي حالة إن شاء الله فوز النادي الأهلي اليوم هيتخضى الإسماعيلي في جدول المسابقة قبل أن يواجه الإسماعيلي في اللقاء الموجه نادي النصر في الغد أمبي في المركز الخامس عنده 28 نقطة صموحة في المركز السادس بـ 26 نقطة المقولين العرب في المركز السابع بـ 25 نقطة والإنتاج الحربي في المركز الثامن بـ 22 نقطة طلع الجيش في المركز التاسع بـ 22 نقطة ومنافسة ساخنة جدا في أندية الوسط وأندية المؤخرة حنكمل مع حضركه الداخلية في المركز العاشر بـ 21 نقطة مصر المقصة في صراحة في مركز لا يليك تماما بإمكانيات المركز الـ 11 بـ 20 نقطة فترو جيت في المركز الـ 12 بـ 20 نقطة والأسيوت الحصان الأسود هذا الموسم مع كبتن علي ماهر في المركز الـ 13 بـ 19 نقطة من 16 مباراة الاتحاد زعيم الصغر في المركز الـ 14 بـ 16 نقطة ووادي دجلة في المركز الـ 15 بـ 15 نقطة وعيدا علامة استفعام كبيرة الناصر في المركز الـ 16 بـ 13 نقطة وطنطة في الـ 17 بـ 13 نقطة أما الرجاء في المركز الـ 18 والأخير بـ 9 نقاط منافسة قوية جدا 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 ما بين أندية الوسط وأندية المؤخرة نشوف هدفي بطولة الدوري العام حتى الآن جون أنتوي المهاجم مصر المقصة المهاجم الغاني بـ 11 هدف أمر السعيد طبعا لاعب ونجم الإنتاج الحربي بـ 10 أهداف وحسين الشحات مصر المقصة 9 أهداف كالدرون الكولومبي فيه الإسماعيلي بـ 8 أهداف أحمد جمعة من المصر 8 أهداف ووليد أزارو النجم المغربي وهدف النادي الأهلي برصيد 8 أهداف دول أبرز هدفي الدوري حتى الآن ووليد أزارو من اللعبة اللي كل اللقاء بيستطيع أن يحرز أهداف ومن المتوقع أنه يكمل فيه جدول الترتيب حتى آخر موسم ممكن تتفاجئه وتلاقى ووليد أزارو هدف الدوري عبدالله السعيد هدفي في بعديهم برصيد 7 أهداف عبدالله السعيد دائما متوسط أهدافه في الموسم 13 أهداف وصلاح محسن أهداف أمبي الصعد الوعد موليد 98 واللعيد دوت هيكسر الدنيا مؤخرا يبقى عنده 7 أهداف والآخر إبراهيم حسن من الإسماعيلي أيضا عنده 7 أهداف ينفس كالدرون في النادي الإسماعيلي على التهديف أحمد علي أهداف المولين العرب العائد بقوة لمستوى هذا الموسم برصيد 7 أهداف ومصطفى محمد مهاجم نادي طنطا الصعد الوعد برصيد 6 أهداف واحد من الفراودة الصعدين أيضا في الكرة المصرية ومعار من نادي الزمالك من نادي طنطا تناله التوفيق في هذا الموسم مشوار الأهلي في الدوري الممتاز البداية كان التعادل أمام طلع الجيش بهدف مقابل هدف ثم تفوق على التحدي بهدفين مقابل لشيء قبل أن يواجه الرجاء وأربع أهداف مقابل الهدف ثم يتفوق على الإنتاج الحربي في لقاء كان صعب بهدفين مقابل هدف ويستمر مشواره في التألق أمام الدرويش بهدفين مقابل لشيء أبرز منافسي في الدوري الممتاز ثم يتفوق على الدخلية بهدفين مقابل لشيء قبل أن يتفوق على المصري أحد المنافسين هذا الموسم بهدفين مقابل لشيء ثم يتغلب على إمتي مع إيهاد جلال بأربع أهداف مقابل هدف في واحدة من أمتى لقاءة النادي الأهلي هذا الموسم استمر تفوق النادي الأهلي أمام الأسيوتي بهدف مقابل لشيء قبل أن يسقط أمام مصر المقصة في مباراة غابت فيها التوفيق بثلاث أهداف مقابل هدفين ويتعادل مع تانتا مع كابتن أسامة عربي في أول لقاءته مع نادي تانتا بهدف مقابل هدف ثم يتفوق على سموحها بهدفين مقابل هدف قبل أن يسقط في فخ التعادل مع ودي ديجلا وكابتن طاري العشري بهدف مقابل هدف ويتفوق على بيترو جيت بثلاث أهداف مقابل لشيء قبل أن يصحف النصر بربعية نظيفة نروح لمشوار نادي الزمالك في هذا الموسم بداية كانت تعادل أمام الانتاج الحربي واحد بمقابل لواحد نفس بداية النادي الأهلي أمام طلع الجيش ثم يتفوق على الدخلية بثلاث أهداف مقابل لشيء كل ده كان مع المدير الفني نيبوشا المونتونجري وهدفين أمام هدف أمام النادي المصري مقابل هدف أمام النادي المصري ثم يتعادل مع MPB صفر مقابل صفر قبل أن يتعادل مرة أخرى مع طنطة بهدف مقابل هدف ثم يسقط أمام سموحها بثلاث أهداف مقابل لشيء ويتفوق على ودي دجلة بثلاث أهداف مقابل لشيء وبعدها يواجه بيتروجيت وتفوق عليه بثلاث أهداف مقابل لشيء ثم يتفوق على النصر بدافين مقابل هدف قبل أن يسقط أمام المقصة بثلاث أهداف مقابل هدف ويتعادل مع الرجاء هدف مقابل هدف يسقط أمام الإسماعيلي بهدف كالدرون بواحد مقابل لشيء في استاد القاهرة ثم يتفوق ويتغلب على الاتحاد بدافين مقابل لشيء قبل أن يفوز بصعوبة على المقاولين بهدف مقابل لشيء ويفوز بنفس النتيجة على الأسيوتي بهدف مقابل لشيء وبنفس النتيجة يسقط أمام طلاع الجيش بهدف مقابل لشيء والكابتن حلمي طولاد موقف الفريقين في جدول الدوري العام حتى الآن كان النادي الأهلي في المركز الثاني لعب 15 مباراة فاس في 11 تعادل في 3 هزيمة واحدة أمام مصر المقصة عنده 33 هدف من أفجز الأندية التي هدفت حتى الآن في هذا الموسم وده بيعكس طريقة لعب الكابت الحسن البدري عليه 10 أهداف أقوى دفاعات الدوري حتى الآن ولديه من نقاط 36 نقطة في المركز الثاني وعنده لقاء مؤدل أما الزمالك من 16 مباراة فاس في 8 عدل في 4 مباريات هزم في 4 مباريات وده نتيجة بتنعك بتعكس تزبزه بمستوى الزمالك حتى يعانو ده بيوريلك لنبي الزمالك غير المدير الفني من نبوشة وجاب إهاب جلال له 21 هدف عليه 13 هدف ومن النقاط عنده 28 نقطة حتى الآن في المركز الرابع والزمالك وعشاقه طبعا منتظرين أنه يعود مرة تانية إلى المنافسة على أول 3 مراكز هدف الفرقين حتى الآن وليد أزارو عنده 7 أهداف ومحمد أشرف روقة شهير بروقة اللي اكتشفه كان الكابتن فاروق جعفر في طلاقة الجيشفة بيسموه روقة على اسم الكابتن فاروق جعفر برصيد خمسة أهداف ده أبرز هدافي النادي الزمالك والنادي الأهلي خلينا نروح لتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في الدوري العام من بداية 1948 و14 مباراة ده عدد المواجهات إن شاء الله النهاردة تكون المواجهة 115 الفوز كان حليف النادي الأهلي في 22 لقاء في 42 لقاء عفوا 25 فوز للنادي الزمالك 47 تعادل ما بين الفارقين وفارق التهديف في مصلحة النادي الأهلي 139 هدف بالنسبة للنادي الأهلي 98 هدف بالنسبة للنادي الزمالك وهنا بداية النادي الأهلي ومشوار السيطرة المحلية حتى يصل إلى السيطرة القرية ويأخذ وقب نادي القرى تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في كل البطولات عدد المواجهات 230 مواجهة 98 فوز بالنسبة للنادي الأهلي 56 بالنسبة للنادي الزمالك التعادل في 76 مرة عدد الأهداف 334 هدف 200 ده بالنسبة للنادي الأهلي 245 هدف بالنسبة للنادي الزمالك دائماً وأبداً أرقام لا تجذب وهي اللي بتعكسلك كل مشاوير الفرق ومستوها الحقيقي نمبر نيفر لايز وهو ده اللي بيبريز لك كل حاجة في الموضوع عندنا النتائج مباراة الجولة 17 في الدوري الممتاز أبص مع حضراتكم رجاء تعادل مع الاتحاد بدون أهداف كان يوم الخميس مصر المقصة وسقطت أمام مقاولين العرب مرة أخرى يعود المقاولين لألفوذ بهدفين مقابل لشيء وتنطى سقطت أمام امفي بهدف مقابل لشيء ده كان يوم الجمعة بيترو جيت تفوق على الانتاج الحربي بهدف مقابل لشيء أول لقاء لأكد تنطرق يحيى سموحة والمصري كان لقاء صراحة على أعلى مستوى من الإصارة تفوق بتلت أهداف مقابل أدفين ووادي دجلة سقط أمام الداخلية بهدفين مقابل هدف كل هذه اللقاءات كانت في يوم الجمعة مواعيد مباراة الجولة السبعة عشر في الدوري العام النصر والإسماعيلي غدا السلساء إن شاء الله هتبقى فيه تمام التمنى مساء وقبليه بنصف ساعة طلق الجيش والأسيوتي لقاء مهم جدا في الساعة السبعة والنصف من مساء السلساء في ساعة يناير نكمل مع حضركم مباراة الجولة الثامنة في الدور وبدأت الدور الثاني المقصة أمام الأسيوتي في ساعة 2.5 يوم السبت 13 يناير الرجاء والمولين العرب أيضا يوم السبت 13 يناير واجهة صعبة جدا على الرجاء الإسماعيلي والاتحاد السكندري الاتحاد السكندري مع مكيدا الإسباني والإسماعيلي مع كابتن أبو طالب العسوي هنشوف هيعمل إيه أما النصر وطنطح هيبقى أيضا يوم السبت 13 يناير هتبقى في تمام السبعة ونصف والإسماعيلي هتبقى في تمام الخامسة نكمل مع حضراتكم يوم الحد 14 يناير بقية المواجهات بيتروجيت أمام الداخلية هتبقى في الساعة 2.30 وصموحة وإمبي لقاء صعب جدا في تمام الخامسة والزمالك الصديف الإنتاج الحربي اللي اتعادل معاه في بداية الدور الأول في تمام الثامنة ووادي دجلة والمصري في تمام الخامسة يوم السلساء 16 يناير وطلع الجيش أمام الأهلي في تمام الثامنة يوم السلساء 16 يناير هل يتفوق الأهلي مرة أخرى ولا حيكون من نفس نتيجة الذهاب بهدف مقابل هدف بالنسبة لكل الفريقين كل هذه الأحصاءات بتصب فيه اللقاء 115 بين الآهلي والزمالك أو الزمالك والأهلي الزمالك صحب الأرض اليوم واجهة جديدة ما بين الكابتن حسان البدري والكابتن أهاب جلال يا ترى إزاي هيفكروا في خوض هذا اللقاء يا ترى حيكون الكابتن حسان البدري فيه دماغه النهاردة النهاردة عنده تفكير مهم جدا لقاء القمة بالنسبة للنادي الأهلي جمهوري النادي الأهلي حاجة نادي الأهلي كان مع الكابتن حسان البدري تفوق ذهابا وإيابا من نفس النتيجة بعد فيه مقابل لشيء في الموسم الماضي كابتن حسان البدري من المدربين اللي بيعرفوا يخودوا هذه اللقاءات لقاءات القمة ولقاءات الدربي دائما وأبدا بتدي لك قيمة المدرب لأنه بالنسبة له أهم ماتش في الموسم ومن نسبة للجمهور كابتن حسان البدري بنفس النتيجة كان نتيجة الدور الأول اثنين مقابل لشيء كان أحرز الأهداف اللعب مؤمن زكريا واللاعب جونير أجاي في الدور الثاني سجل اللعب وليد سليمان وجونير أجاي كان الهدف الثاني نفس نتيجة الزهاب اثنين مقابل لشيء هنشوف الاثنين وارد جدا جدا أنه يبتدوا في لقاء اليوم ده مع حضراتكو كواليس مقر إقامة النادي الأهلي في معسكار قبل انطلاق المباراة شايفين أيمن أشرف من اللعبة دي جونير أجاي حبيب كانو مثل الأعلى اللعب النجيري نوانكو كانو واحد من النجوم الموهوبين في الكرة النجيرية سواء أجاي أو نوانكو كانو طبعا النجم اللي دي الارسنل وآيكس الإنجليزي السابق مع طبيب الفريق عبدالله السعيد الماسترو اللي بيقرى الملعب تحس كده أن عبدالله السعيد عنده رؤية مختلفة لملعب المباراة بيعرف يشوف كل الصغرات اللي موجودة في الخصوم تمريناته دائما بتبقى حاسمة للمهاجمين السلاسي محمد الشناوي حارس المرمى ومعه معلول الظهير الأيصر ووراهم وليد أزارو واللعب ميد وجابر رامي ربيعة كل دول داخلين تركيز مهم جدا في هذا اللقاء مروان محسن وحوار خاص مع الكابتن حسين البدري والحوار ده ممكن تشوف منه دفع بمروان محسن في بعض من الأوقات في هذا اللقاء كابتن أحمد أيوب والقيادة الفنية لنادي الأهلي ومساعدة الكابتن حسين البدري كابتن حسين البدري كان أول لقاءاته مع نادي الزمالك كان انتهت بالتعادل ده كان في 2009-2010 مؤمن زكريا واحد من نجوم كابتن طارق سليمان وعمر السولية سولية من اللعبة اللي عليها دور كبير جدا وهي مؤمن المؤمن من اللعبة اللي بتعرف تجري فيه دهر البكات بيعرف ياخد المكان رأس الحربة التاني يجري في دهر الديفنس عشان يحرز أهداف ومؤمن زكريا من اللعبة اللي أحرزت أربع أهداف في لقاءات القمة وأغلبهم في الدور العام ده بيبريز لك دور مؤمن زكريا النهاردة عمر السولية من اللعبة اللي بتجري كبير جدا وناخد مع حضراتكم في خلال تحليلنا التشكيل المتوقع بالنسبة لنادي الأهلي وبالنسبة لنادي الزمالك ولكن بعد هذا الفاصل أوع تروح بعيد لنادي الأهلي حديث اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد مشاهدينا ونكمل كلبنا النهاردة الأهلي والزمالك ديربي الكرة المصرية والإفريقية والعربية في البداية طبعا برحب بي ديفي الكبير كابتن مصر بن نادي الأهلي كابتن فاوزي سكوتي مساء الخير كابتن بن نادي كابتن محمد أهلا بيك وأهلا بيك وأهلا بيك في القناة الأهلي ونهاردة يعني بنقول عيد عيد قمة ربنا يكربنا إن شاء الله ونشوف مباراة قمة بإذن الله كابتن فاوزي مطش الأهلي والزمالك له حسابات خاصة له ترتيبات خاصة له طابع خاص الناس بتبقى مستنيها هذا المطش من مش هنقول بقى من سنة سنة من الدور للدور أحسن مطش فيه الموسم بيبقى فيه كل النجوم وأكيد كان لك ذكرات مهمة مع لقاء الأهلي الزمالك والله المطشات الأهلي والزمالك أنا باعتبرها عيد يعني وأنا كنت صغير حتى وأنا في الناشئين في النادي الأهلي كان بالنسبة لنا المطشات الأهلي والزمالك دي بجد يعني فيه ناس كتيرا بتخف من المطشات الأهلي والزمالك بيبقى فيه لعيبة بتبقى متأثرة مشدودة الجماهير العريضة بتبقى موجودة حتى وإحنا كنا في الناشئين كان فيه جماهير بتيجي تحضر لنا المطشات أهلي والزمالك فكان أنا بالنسبة لي كنت تبقى حب أول المتشاط دي المتشاط دي بتبقى فيها كابت محمد وانت طبعا عصيرة الحاجات دي المتشاط دي جميلة والعلمك بتبقى سهلة بالنسبة للعيب اللي هو جاهز بدنياً جاهز فنياً مركز عامل حساب المتش لا عبدالله السعيد اللي شايفينه دلوقتي في لا عبدالله ربنا وفقه النهاردة والحمد لله يعني برضو الكابتن حسام بدري اداله راحة كويسة ريحوا المتش اللي فات وريحوا يعني الفترة بين المتشين بين النصر والنهاردة الزمالك فكويس جداً ان هو ارتاح لان فعلاً عبدالله من اللعيب الأساسية في النادي الأهلي لعيب موجهد موجهد ماتشات ضغط 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 وبعدين النادي الأهلي مفيش حاجة اسمها ماتشو ماتش النادي الأهلي كل ماتشو محسوب كل لعيب في النادي الأهلي بيمس بيلبس الفنين الله حمرة في النادي الأهلي غير عبدالله والناس كلها ماتش محسوب عليه إذا ما حدش بيرحم حد الجمهور مش هيرحمه كابتن فوزي استعدادا للقاء القمحرك قلت إن في بعض اللعيبة تبقى عندها شد زيادة بيبقى عندها خوف إزاي كنتوا بتقدروا تشيلوا الضغوط ديت وتشيلوا الخوف قبل خود اللقاء والله يعني إحنا كنا يعني قلت لك ماتشات الأهلي والزمالك ما بتقدرش تدخل جوة اللعيب بس إحنا بنبقى مستعدين لها بالنسبة لماتشة الزمالك عارفين إنه ماتشة قمة عارفين إن الناس كلها بتتفرج عليه ماتشات الناس بتتباحها يعني حتى الأندلية كلها التانية بتتبع بتسيب لو عندهم حتى ماتشة كله بيتابع أهلي والزمالك دلوقتي كله بيتابع طبعا في الوقت اللي إحنا فيه ده كله بيتابع كله بيتفرج اللعيبة عارفة كيمة ماتشة أهلي وزمالك يعني كيمة ماتشة أهلي وزمالك ده حتى تلاقي اللعيبة بص يعني ممكن دي حكة بسيطة بتاع حاجات دي بس فيه تركيز عارف إن المطش ده أهلي وزمالك مطش جامد يعني يتمنى لهم النهاردة إن شاء الله ربنا وفقهم واللي عنده برد بقى واللي عنده بتاعه برد بس هي بتبقى إنت وإنت عارف مطش الأهلي وزمالك زي ما بقولك بتبقى جاهز بدنياً جاهز فنياً مراكز بتاعة يعني التوفيدة طبعاً بتاع ربنا إنه بيبقى نازل بيعمل لعليه بيسخن كويس النادي الأهلي مستوا إنه الدكة اللي برة يعني تمالي مطشات أهلي وزمالك لو طعاً سجدها كبير محمد الدكة اللي برة بتعمل فرق التغييرات بتاعة أهلي وزمالك دعيماً وأبداً فرق الدكة اللي برة ممكن في الأول الشادة وبتاع كان الجمهور تبقى موجودة في الأستاذ فبتعمل عملية التسخين في الأول وبتاع فبتخلي اللعيبة تعمل لهم روحة عالية وكله بقى عايز يزبط وجوده وكله جاهزه لما بيجي بين الشوتين بيبتدي بقى الشوت التاني بعض اللعيبة بتكون تعبت الدفنس مسلاً تعب شوية التركيز قل شوية النتيجة في صالح فرقة من الفرق فاللعيبة اللي بينزل بيفرق أرى المطش من برة شاف الدنيا عاملة إزاي بيبقى جاهز برضو زي ما قلنا لازم يكون جاهز طبعاً مش ينزل وخلاص ينزل وممكن زي ما كنا بنشوف عامات متعب طبعاً والنجوم اللي كده كلهم بيفرق نزوله في الوقت اللي هو المناسب يخلص المطش نعم فبرضو أشكرا بقولك الدكة برضو كلها حاجات بتؤدي يعني على كلام حريطك كان فيه أحد اللقاءات ما بين الأهل والزمالك في 78 تمام وكان كابتن معهول خطيب كان ساعتها عنده إصابة وكان له فترة مريح وكان كابتن طهر الشيخ أنا كنت موجود مع أمام محمد في اللقاء في النقاء وتبعت الموضوع ده نعم وفجأت إن الكابتن الخطيب آآ دخل غير نعم ده هو كان قاعد بلبسه نعم دخل غير وآآ ونزل فأنا بقولك هو ده اللعيب اللي هو اللي هو يعني الأهل مطش ده محدش ينساه طبعاً يعني أنا عدت تفرجت عليه المطش ده مطش محدش ينساه وآآ وتوفيق ربنا جامد جداً وإن الكابتن الخطيب ينزل وهو مصاب وهو كان فعلاً كان مصاب والرجال دي كنت يحتاجه في الوقت هو حس إنه محتاجه لأنه ما كانش حينزله لأنه كان شاف إنه مصاب فما كانش عايز نزله فاحتاجه في الوقت المناسب نزل يعني إذن مطش الأهل وزمالك يحتاج للعيبة اللي بتصنع الفارج طبعاً يعني دائماً أبداً عن يعني اللي بيخلص المحشات دي لعيبة اللي بتصنع أصحاب المهارات الخاصة وفيها كابتن محمد لعيبة مخصوصة لأهل وزمالك يعني مؤمن زكريا عبدالله السعيد فيه من لعيبة حظهم بنقول الحظ طبعاً دا توفيق ربنا طبعاً طبعاً عباد متعب وابوتريكا ووركاته طبعاً دول أساسين دول كانوا يعني أنا بتكلم عن الموجود دولوقتي إن دول بيبقى المتشاط أهل وزمالك بتفرق معهم أوي يعني المتشاط أهل وزمالك فعلاً بتفرق معهم محظوظين على الفرقة مثلاً الزمالك بيهدف نادي الزمالك بيعرف يتحرك في المتشاط عمده ثقة في نفسه عمده تفاؤل وتقالوا على الله إنه ممكن يهدف في المتش ده فبيبقى ربنا بيوفقه رعاً فهي فيه متشاط لعيبة معينة كده بالتأكيد من متشاط القمة بتبقى موعد لميلاد النجوم احنا عندنا تقريب مهمة جداً عن أشهر أحداث القمة نطلع نشوفه ونرجع نكمل كلام دائماً ما تشهد مواجهات القطبين العديد من الأحداث المصيرة وعلى مر التاريخ حجزت قمة الأهل والزمالك مكانتها بين الدربيات الأكثر مشاهدة بل وإثارة في العالم والتي لم تتوقف على الإثارة الكروية فقط بل اتدت لإثارة من نوع خاص نتجت عن الحماس الزائد بين لاعب الفريقين كان أبرزها موسم 95-96 بعدما نجح حسام حسن في تسجيل ثاني أهداف الأحمر في الزمالك وهو ما اعترض عليه لاعب الأبيض بحجة تسلل في المباراة الشهيرة التي أدارها الحكم قدري عبد العظيم وانتهت من زحاب الزمالك تحت قيادة فاروق جعفر وتأتي واقعة طرد أيمان عبد العزيز بسبب تعديه على إبراهيم حسن موسم 98-99 في ملعب القاهرة الدولي بالجولة الخامسة والعشرين للدولي حيث كانت أكثر مباراة بين الفريقين في تاريخ الكرة المصرية بسبب انسحاب فريق الزمالك من الملعب بعد أربع دقائق فقط من بدء اللقاء احتجاجا على قرار الحكم الفرنسي مارك باتا بطرد لاعب الزمالك وقتها أيمان عبد العزيز بعد تهوره ضد إبراهيم حسن لاعب النادي الأهل في ذلك الوقت وعرقلته من الخلف وفي عام 2002 انتصر الأهل انتصارا تاريخيا على الزمالك عندما هزمه بستة أهداف مقابل هدف واحد في ختام مباريات الإسبوع الثاني والعشرين من مسابقة الدوري لتبقى المباراة الأبرز في تاريخ مواجهات القطبين حتى الآن والدول 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 الرابع يا يا جاب الساعة خالد ديبو يجي على طول محمد كره حلوة هل هدف الخامس هل هدف الخامس هترك خالد ديبو وفي المباراة التي جمعت قطبايا الكرة في نهاي كأس مصر عام 2006 اعتدى محمود محمود مدافع الزمالك على عباد بتعب مهاجم الأهلي بضربه في وجهه في غفلة من الحكم النيرويجي تيري هوج ولكن مساعد الحكم شهد الواقعة فتم ترضو اللاعب مباشرة وشهد لقاء القمة 107 واقعة مؤسفة باستاذ القاهرة عام 2011 بعد ان اشتبك عمر الصفتي مدافع الزمالك وقتها مع عمد بتعب مهاجم الأهلي وحاول الاشتباك بالأيدي معه عقب المباراة وبعد ذلك تقدم الصفتي باعتذار لمهاجم الأهلي وكانت الواقعة الأبرز لحسام حسن على المستوى التدريبي في موسم 2011 عندما قاد نادي الزمالك في مباراته أمام الأهلي وفي إحدى الهجمات من قبل لاعب الأهلي سبقوا فيها لاعبين من نادي الزمالك داخل مربع منطقة الجزاء وأشر حكم باستمرار اللاعب رغم سقوط لاعب من الزمالك على الأرض ثم عادت الكرة لمهاجم الأهلي دومانيك دا سيلفا ليسددها فسكنت شباك الزمالك محرزا هدف التعادل للقلعة الحمراء وأثناء احتفال لعب الأهلي مع مدربهم منو الجزي زهب حسام حسن ليتهجم على مدرب الأهلي منو الجزي ثم وقعت مناوشة جانبية بين مدافع الزمالك هاني سعيد ومهاجم الأهلي دومانيك مما أشعل المدرجات المليئة بالجماهير وفي عام 2013 في دور الثمانية لدور أبطال أفريقي على استاد الجونا حاول شيكبالا الاشتباك مع سيد معوض لكن سرعان ما أفض لعب الفريقين الاشتباك وكانت واقعة رمضان صبحي اللاعب ستوكسيت الحالي والأهل السابق بحركة استعراضية للوقوف على الكرة في مباراة الدور العام والتي انتهت بفوز النادي الأهلي بنتيجة 2-0 الأمر الذي أدى إلى إثارة حازم إمام قائد الفريق الأبيض يضرب رمضان صبحي ويقوم الحكم بطرده من اللقاء وكرر صبحي حركتها الاستعراضية مرة أخرى في مباراة كأس السوبر بالإمارات مما جعل حالة من الغضب تسيطر على لاعب الزمالك ويتوقف اللقاء قبل أن يتم استئنافه مجددا دايما مباراة القمة فيها أحداث دايما هي اللي بتصنع الإثارة عشان كده بيبقى كل في مصر في العالم العربي في كل مكان في أفريقيا بيتابعها بشغب وتلاقي الدنيا فيها ناس كتير جدا بتبقى مناصر النادي الأهلي ومتابع أحداث ومتابع اللايبة ومتابع حاجات داخل هذا اللقاء زي ما قدراتكم شفتوا طبعا موضوع وقوف رمضان صبحي على الكرة رغم أن هي مهارة في البعض كانت بيشوفها أن دي سلوك البعض يقولك أن دي مهارة عادية أي حد ممكن يعمل احنا نروح لمرسلنا أمير هشامة من مقر إقامة النادي الأهلي ومعسكره قبل الانتقال إلى ملعب اللقاء أستاذ القاهرة أمير برحب بيك الأول وعايزك توصف لي إيه آخر أخبار النادي الأهلي وإيه كواليس معسكر النادي الأهلي وتركيز لعبة النادي الأهلي قبل التوجه إلى ملعب اللقاء تحياتي لك يا محمد وتحياتي لديوفك وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان خلاص ساعات قليلة وتنطلق مباراة مهمة جدا وهي مباراة القمة ما بين الأهلي والزمالك وتظل أكيد هي مباراة القمة قمة القرى المصرية بغض النظر عن الظروف أي ظروف بيمر فيها أي فريق من الفرقتين قبل هذه المباراة لكن خليني بالتحديد أكلمك عن الأجواء هنا في مقر إقامة النادي الأهلي قبل هذه المباراة وله ستقام في تمام الساعة السابعة مساء باستاذ القاهرة الدولي ولو يعود لمباريات القمة بعد بالتحديد ثلاث سنين ونصف بالنسبة مباراة الأهلي والزمالك كان أخذ مباراة ما بين الأهلي والزمالك في عام 2014 لكن بالتحديد الكواليس والأجواء هنا خلاص كل اللاعبين مستعدين بشكل كبير جدا للمشاركة في هذه المباراة والأداء المباراة خصوصا أننا عارفين كابتل حسام البدري إختار 23 لاعب هم المتواجدين في المعسكر الخاص بهذه المباراة وهم اللي سيستحبهم لأرض الملعب طبعا لأستاذ القاهرة الدولي كل اللاعبين بحالة فنية بحالة بدنية بحالة طبية بحالة زهنية جيدة جدا قبل هذه المباراة خصوصا أن مباراة الكمة دايما بيبقى لها حسابات وأمور خاصة تتعلق بكل جهاز فني سواء فريق الأهلي أو الزامري لكن بالتحديد خلينا نتكلم عن فريق النادي الأهلي النهاردة والأجواء بالنسبة للفريق هنا في الأوتيل يمكن خلينا أقول لك يا محمد أن كان معاد الفطار النهاردة الساعة 9 ونص صباحا لفريق النادي الأهلي والجهاز الفني منذ حوالي نصف ساعة بالتحديد كان بداية معادة الغداء الخاص بلعب النادي الأهلي وأيضا الجهاز الفني هيكون فيه أيضا المحاضرة الأخيرة واللي هيعلن فيها كابتن حسام البذري عن التشكيل اللي هتدي به هذه المباراة المحاضرة هتكون فيه تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وقت مبكر شوية واضح أن هي هتكون محاضرة طويلة خصوصا أن التحرك هيكون فيه تمام الساعة الخامسة مساء في اتجاه الفريق لملعب أستاذ القاهرة عشان يوصل الفريق قبل ساعة ونصف بالتحديد من بداية وانطلاق هذه المباراة أميرا عايز أسألك على حالة اللعيبة يعني أنت شايف الحالة النفسية بالنسبة لعبة النادي الأهلي فيه تركيز فيه مبسوط يعني فيه حالة انبساط الحالة النفسية دي بتفرق مع الجمهور ما أنا لسه كنت أقول لك دلوقتي يا محمد الحالة بالنسبة لعبة النادي الأهلي الزهنية والتركيز واضح جدا بالنسبة لعبة النادي الأهلي يعني النهاردة هم نازلين سواء على في طهر أو على الغداء فيه تركيز على وجههم بس برضو في ارتياحية عند لعابarnaدي الأهلي واضح على وجوه لعاب النادي الأهلي ارتاحية مصاحبة للتركيز الشديد قبل هذه المباراة المهمة لكن خليني ايضا محمد اطامن جمهوري النادي الأهلي على الحالة الطبية لبعض اللعاباء النادي الأهلي وامكانية مشاركتهم في هذه المباراة بجد معك بمحمد الشنوي محمد الشنوي جاهز بنسبة 100% لخود مباراة القمة النهاردة خصوصى انا عارفين كان محمد الشنوي بيعانم بعض الاجهات في العضلة الضامة لكن وضح خلال تدريب أمس طبعا بالمناسبة كان سري جدا وكان في ملعب المقاولين العرب وكان فيه بعض الأمور التكتيكية اللي استقار عليها كابتن حسام البدري وبالنسبة طبعا مران الأمس لكن بالنسبة لحالة اللعبين لشن نوي جهز خلاص بالنسبة 100% خلينا اتكلم بالتحديد عن سعد سمير سعد سمير أكيد متميز أو في خلال الفترة دي جاهز بشكل كبير جدا ليه خد المبرة لكن عايز أكد أن بنسبة كبيرة كابتن حسام البدري مش هيبتدي به هذه المبرة بكل من أيمن أشرف ورامي ربيعة في خط الدفاع ده بالنسبة لسعد سمير لكن سعد سمير بيتم تجهيزه بشكل أكبر لمباراة السوبر إن شاء الله في حالة طبعا احتياج الجهاز الفني بكابتن حسام لسعد سمير في هذه المبرة حسام عشور وعبد الله السعيد أيمن أشرف وأيضا رامي ربيعة حسام عشور ما أنا بكمل معك يا محمد حسام عشور طبعا خلاص جاهز بنسبة 100% أيضا أنه هو يشارك في هذه المبرة كانوا عارفين أن حسام عشور برضو عنده بعض الإجهد في العضلة الضم لكن حسام عشور أكيد عنصر مهم جدا هيعتمد عليه كابتن حسام البدري لخد هذه المبرة بشكل عام ما فيش غير حالة إصابة واحدة بالنسبة لعاب النادي الأهلي هو محمد نجيب واللي مش موجود في معسكر الفريق النهاردة ومحمد نجيب يتم أيضا تجهيزه لما هو قادم من مباريات مع النادي الأهلي الأمور كلها ماشية في شكل جيد بمناسبة مران الأمس يا محمد والخليين يتكلم عليه سريعا يمكن إن برح طبعا المران كان سري جدا وكان بعيد عن أعين كل الإعلاميين فبالتالي كان فيه تدريبات مهمة جدا هي تدريبات يمكن كيتخفيفة لكن كان فيه تركيز تكتيكي واضح جدا من كابتن حسام البدري على بعض الجمل خصوصا إن شكل فريق الزمالك مش هيكون المعروف لكابتن حسام البدري في شكل كبير طبعا اللعابين أكيد معروفين لكابتن حسام البدري لأسلوب مش هيكون معروف بسبب طبعا تواجب مدير فني كبير وجايد طبعا زي كابتن إيهاب جلال مدير فني جديد لندي الزمالك لكن كابتن حسام البدري كان مركز على تنفيذ بعض الجمل التي تكتيكية ليحاول يستغل لها أو يحاول يشتغل عليها خلال المباراة بالمناسبة تألق في تدريبات الأمس كل من علي معلول وعبدالله السعيد ووليد أزار أدوا تدريبات يمكن جيدة جدا ووضع خلاص إن شاء الله فحالة تركيز عالية جدا جدا إن شاء الله لخد هذا اللقاء والأكيد يا محمد وأكيد كل جمهور النادي الأهلي بيتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي النهاردة عشان تكون خطوة مهمة وخطوة جديدة نحو الحفاظ على بطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ولا سيما إن مباراة الأهلي والزمالك هي أكيد بتبقى دافع معنوي ودافع مهم جدا قبل مباراة السوبر طبعا مباراة المصري في السوبر المصري واللي حتى قام في الإمارات وإن شاء الله نتمنى أيضا النادي الأهلي يقدر يفوز بهذه البطولة ويرجعها إن شاء الله أيضا لدولة البطولات النادي الأهلي يا محمد لو في أي استفسار تفضل أنا معك بشكرك زميلنا عميري شام من مقر إقامة النادي الأهلي ومعسكره قبل التوجه إلى ملعب المباراة خلينا نقول مع حضراتكم إن النادي الأهلي سيبقى فيه محاضرة تانية بخلال دقائق قليلة بالنسبة لكابتن حسام البدري سيشرح فيها العديد من الأمور الفنية كابتن فوزي أمير قال لنا إن التمران الأمس كان سري للغاية وكان بيقام في ملعب المؤمن العرب في بعض الأوقات المدير الفنين بيحبوا يبعدوا عن الأعيب بيحبوا يبقى فيه التركيز الشديد خاصة إن لقاء الأهلي والزمالك هو لقاء القمة ودايما القمة لا حسبتها هو طبعا يعني كل مدير فني كابتن حسام وكابتن إيهاب الاثنين كل واحد طبعا كابتن حسام عارف لعيبته وعارف الطريقة اللي هي لعب بيها وعارف مين اللي هيبدأ بيه لازم بيعمل شوية حاجات اللعبة بعيدة على الأنظار للناس كلها بعيدة عن أي صحفيين بعيدة عن أنا إعلان بيحاول يعمل حاجات معينة فاولات بسيطة حاجات معينة الكورنال مثلا عايز يعملوا بطريقة معينة حاجات بيبقى بعيدة عن أعين للناس عشان محدش يبقى عارفها فطبعا يعني نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق بإذن الله في المبارات النهاردة وأنا شاف فيه تركيز كويس يعني لعيبة النادي الآلي هي عاملة حساب الماتش ده يعني أعتقد من الماتش اللي فات حتى يعني بعد ما خلص ماتش النصر كل اللعبة مركزة على أساس ماتش القمة بإذن الله سلام عزيزين كابتن فوزي يعني لعيبة النادي بقى عندها ثقة ولكن ما بقاش عندها تعالي إلى حد ما لأنه ملقاش علاقة بحالة يعني الفنية اللي بييصل فيها نادي الزمالك قبل هذا اللقاء دائما يعني وأبدا لقاءات الأهل والزمالك لها حسابات خاصة ملاش علاقة بالترتيب تمام زي ما تقولها كابتن محمد أي تعالي في الكورة بييجي ضده على طول يعني لعيبة الكورة دلوقتي قطعا لعيبة النادي الأهل هي فاهمة الكلام ده عارفها الظروف نادي الزمالك كويس جدا عارفها الظروف الهزيمة المرة عارفها الظروف تغيير المدير الفني طبعا كابتن حسام قال لهم الكلام ده وكابتن سعر وحفيز قال لهم الكلام ده وكلموا معهم في الموضوع أن ما يبقاش فيه أن الثقة زي ده أن نادي الزمالك لا ده اسمه باردو نادي الزمالك اللعيبة عايزة تنزل تثبت وجودها مدرب جديد جاي لهم هو عارف اللعيبة كلها لأن شافهم وتفرج عليهم ولعب أمامهم ولعب أمامهم وعارفه محافظ وهو حافظ النادي الأهلي ولعب قصاد النادي الأهلي فالمطش مش هيبقى سهل يعني عشان كده لعبت النادي أهلي أنا شاف أن حسام بادري طبعا قلل لعبته أن ما فيش طبعا أن إحنا مطش جامد مطش هيقده كويس جدا الكرة لا تعرف أن أنا فيه تعالي أو أنا راكب المطش أو أنا دلوقتي أصلا الفرق اللي قدامي ما فيش مدرب كان مهزوزة مهزومة لا ما فيش كلام ده بيتلاعب على حساب فعلا مطش قمة على أقصاص فرقة نادي الزمالك يعني فرقة أصاد نادي الزمالك ما فيش تهون ما فيش وكل اللعبة ما شاء الله يعني أنا لعبت النادي الأهلي فيه سكة جامدة لأن هم تملي في المطشات حتى لو نقول لما النادي الأهلي بيحصل حتى لو حصل عنده حاجة وييجي مطش جامد بيلعب فرقة جامد بيبان بقى المعدن بتاع لعبت النادي الأهلي بيبان التركيز طبعا أنا أريد أن أسأل حضرتك أهم العوامل اللي محتاجها النادي الأهلي النهاردة لتحقيق الفوص أول حاجة التركيز بتاعهم نعم ما فيش استعجال ما فيش نرفزة لعب الكرة كويس هم زي ما قلت محمد أنا قلت لك أن اللعيب اللي بيبقى جاهز فنيا وبدنيا ومركز بيبقى بالنسبة له المطش سهل بيبقى الصعب النادي الأهلي بيبقى عارف الطريقة اللي بيلعب بيها اللعي بيعرفة بعض عشان كده كابتر حسام احتمال كبير هيبقى نفس التشكيل اللي موجود زي ما كنا منشوف في الأيام اللي فاتت لأنه بيحافظ على التشكيل ده ده الأساس إنك يكون عندك أساس تشكيل وبعد كده بتدعم بالموجودين عندك وبيبقى ليهم تأثير برضه فالمطشاط اللي هي المطشاط أهلي وزمالك زي ما بقولك فيه لعيبة معينة بتعتمد عليها عشان كده كابتر حسامة تلاقي انبرة عمل تمرين في المقولين في السر كده إن في حاجات هيبقى حارف طبعا لابتنادي الزمالك برضه وبيشغلوا دقائق الشريطة كان زمان كله بيخبي ويعمل دوقتي كل حاجة معروفة يعني كله خلاص ما ببقاش فيه حاجة يعني بتعرف تدريع عن حد بس على الأدى ما بيقدر زي ما بقولك بحاول يعمل حاجات صغيرة كده للعيبة يحفظها لها فيه تفاهم فيه ده هيلعب جنب ده بيبقى باين فبتبقى ليها تأثير حلوة قوية في المطش اخر فوز للنادي الزمالك على النادي الزمالك في الدوري كان في مسم 2007 نهاردة احنا في 2017 خلاص دخلنا في 2018 اذا دخلنا في 11 سنة هل ده بيدي ضغوط على نادي الزمالك ان الفوز اصبح صعب على قسم زي نادي الزمالك بوزة كده محمد نفس اللي احنا قلناها للنادي الزمالك التركيز والحاجات دي نفس الكلام اللي حيتقال كابتن اهاب اللي مش يقدر يعمل حاجة في اليومين اللي فاتوا دول ان هو يقعد مع لعيب النادي الزمالك هل مش يبقى له بصمة فنية كبيرة لا بصمة صعب يعني صعب هو هيحول على قد ما يقدر يجمع الناحية النفسية نحية النفسية دي مهمة جدا الناحية النفسية ان هو يطلحهم من المود اللي هو فيه يعني قاطعا متخيل ان هو هيتكلم معهم ان نقدي الموش زي اي موش عادي يعني عايز كل العيب يبين اللي عنده كل العيب يقدي اللي عليه وطبعا هو حافظ لعيب النادي الآن فنفس الكلام اللي يعمله كابتن حسام نفس الكلام اللي يعمله الكابتن عيب في نفس المود نعم وكله بيركف وكله بيركف نشاط الهي زمالك طبعا يعني التوفيق فيها يا محمد بيتقى مهمة يتفرق كده بتختلف من لعيب لعيب من شوطة من تحرك لعيب من لعب الإجناب يعني كل الحاجات دي بتفرق إنتشاف كابتن فاوز إن النادي الزمالك هينزل عنده حماس كبير جدا لإثبات الزات إنه أنا كلعيبة إنتو دلوقتي عليكم إن انتو تثبتوا نفسكم لجمهور ندي الزمالك ده قطعا ده اللي حيقوله الكابتن نهاب ليهم النهاردة إن أنا النهاردة عايزكم ما تخافوش عايزكم تلعبه كل واحد يبزل المجود اللي عليه ما تخافش من حاجة النتيجة دي بتاعة ربنا ده الكلام اللي حيقوله الكابتن نهاب طبعا ليهم نعم وكل العيب هيحاول برضو يثبت وجوده عشان عايز يستمر مع الفرقة في الفترة الجاية نعم لإنه هيبقى طبعا ماتشاف جاية بالنسبة لنادي الأهلي أواجه أنا حماس النادي الزمالك إزاي هل أدور الكورة هل أبتدي أحط من الأول لنادي الزمالك في الصورة إن أنا الأفضل وأنا المسيطر هو طبعا اللي بيحصل في بداية الماتش كل مدرب بيجسل نبض الفرقة لأقصاده نادي الأهلي من اللي أنا بيشوفه إنه بيهاجم على طول يعني مبداية أول ما بيبدأ الماتش بيهاجم وده يبتبقى حاجة كويسة جدا إنك إنت بتوري الخصم لأقصادك إنك إنت عايز إيه النهاردة أنا جاي النهاردة عايز أفوز بالماتش أنا هضغط عليك اللعب مالي ونص الملعب مقفل الظهر كويس جدا عارف الخطوط عارف الفرقة لأقصادك الناس اللي بتلعب الفراودة اللي موجودة هل فيه فيه ناس بتجري سريع لازم أقفل اللعب اللي نادي الأهلي على الجناب مهم جدا عنده اتنين أهل معلول وحفظ فرقة هو دايما كانت حصل بدري بيعتمد على تقدم الأجناب لضرب الدفاعات تمالي موسى محمد تمالي تلاحظ مطشط الأهلي وزمالك اللعب على الجناب بيجيب منها جوان نعم بيتيجي منها فرص نعم دا حقيقة حتى الفاولات حتى الفيزن اللي فات زيابا وإيابا يعني على طول فأحلى حاجة للمدارب لما يكون فرقته عنده الجنبين وعنده ناس في نص الملعب برضو تحركات على الجناب وبيعملوا كور عرضية جميلة جدا بيفرق بيجيب فيها جوان نعم فطبعا النادي الأهلي الهرب ده هيدغط هيدغط على هيدغط على هيدغط بتتكلم عن الجناب وشفنا الأهداف كلها بداية الأجناب ما دي ده الأساس في الكلام بيكون عندك العنصر اللي ينفذ لك الكلام ده محمد ومشانا علعب بلأجناب وخلاص يعني عندنا معلول وعندنا أحمد فتحي هيبقى لهم دور مهمة جدا في لقاء اليوم وكابتن ممكن كابتن حسامي ما يخلهمش يتقدموا شوية لغاية لما يشوف الدنيا ده هدف الأهداف طبعا الأهلي الزمالك في 96 وكان الهدف التاني لنادي الأهلي كابتن حسوح حسن ضرب الأفصايد وكان مغطي الأفصايد كابتن نبيل محمود النهاردة وفي جهاز الفني مع كابتن إهاب الجلال وكان بعد كده نادي الزمالك انسحب بسبب أن الكرة مش أفصايد دي كانت من المباريات اللي لها ذكرى مع نادي الأهلي حتى نتيجة احتسبت بهدفين حسام حسن وفليكس ما احتسبتش به هدف اعتبال خلينا كامل معك كابتن فوزي النهاردة نادي الأهلي بيواجه نادي الزمالك الأهلي عنده سيستم خاص يمكن بالنسبة كبيرة جدا ممكن نتوقع مع كل أستاذ المشاهدين المتوقعين التشكيل انه مثلا هيبقى محمد الشناو أمامه أيمن أشرف ورمي ربيعة أحمد فتحي ومعلول السلية وحسام عشور عبدالله سعيد أجاييه مؤمن زكريا أو وليد سلمان ووليد أزارو في الأمام من نسبة لنادي الزمالك أعتقد الأمور هتبقى صعبة حتى من جمهور نادي الزمالك أنه يتكهن بالتشكيل هو برضو خلي بالك محمد حيبان جدا إهاب برضو هو حفظ الفريق نادي الزمالك نعم عارف العناصر الموجودة عنده هيحاول يستعين برضو بالعناصر الأساسية اللي بتلعب نعم يعني مش هيقدر هو يدخل حد من بره العناصر الموجودة يعني واحد زي باس المرسي بقاله فترة كبيرة ما بيشاركش هل ممكن يبتدي بيه ويغامر على حسب هو شايف إيه بتختلف يعني النظرة بتاعت يعني أنا ممكن و أنا في التمرين شايف فوزة و شايف محمد نعم إن فاي ممكن أبدأ بيه مع النهاردة إهاب هيغامر هيغامر يعني إهاب برضو هيغامر بس هيحاول يقفل على قد ما يقدر الطرق اللي هي عارف اللعيب معظم ماتشاد بيلعب مفتوح نعم هل هيستمر في هذه الطريقة وأمام نادي الأهلي يعني أو هزن بأربع أهداف مع أمبي هل يغامر بنفس الطريقة مع الأهليب والله دي هيغامر بس هيب تبقى مدرسة فيه فكر مدرب بيبقى بيقولك أنا هلعب بلعب كورة ماتش عادي أصاد الأهلي أصاد الزمالك أصاد أمبي أصاد فيه مدرب يقولك أنا هلعب بطريقتي نعم بس مع أمبي والمقصة أنا ما فيش جمهور ما فيش ضغط فممكن أعمل أي فلسفة ولكن الجمهير في بعض الأوقات أنا بسأل حضرتك هل ممكن يبقوا أعمل ضغط على إنه هو يغير فلسفته على حسب سر الماتش يعني أنا مدرب دلوقتي وشايف أن أنا فرقتي مضغوطة جمد جدا لازم أقفل شوية لازم أقفل ونشوف الكلام ده في الفرقة الكبيرة في برشلونة ريال مدريد بس أنا ممكن على الهجمة المرتدة واجيب جون واجسب به الماتش فالمدرب بيدور يا محمد بيدور على الطريقة اللي أنا حكسب بيها أنا هلعب بإيه هلعب مدافع هلعب اللعبة مفتوح هغامر واضغط على الخصم عشان ما تدلوش فرصة إنه هو يضغط علي كل الحاجات دي بتبقى هي هو إمكانية لعبته إيه نعم إمكانية لعبته اللي عنده اللي نفزله أنا ممكن أقولك إيه لأ أنا هلعب ثلاثة فرودة بصد النادي الأهلي طبعا عندك الثلاثة فرودة اللي هم يقدروا ينفزوا الورجبات اللي انتعايزة أوه لا وينفزوا ويكسبوك ولا هيبقى الفرق الثلاثة دول هيعملوا لك فراغ ورا هيقدر النادي الأهلي مثلا يضغط بها فهيبقى يعني كل مدرب هيبقى له طريقة لأن النهار ده طبعا نادي الزمالك إيهب برضو لسه داخل مرحلة جديدة نادي كبير شعبيته كبيرة هو عامل حساب طبعا فلازم حيكون في فكره إنه قاعد زاكر كويس قوي النادي الأهلي يعني قطعا هو قاعد زاكر النادي الأهلي كويس وشاف بيلعب إزاي لأنه لازم ينفز طريقة مش هنزل بقى زي مكان مثلا في الأند لأنه مقصة لو كسب أو إنبي لو كسب من الأهلي أو من الزمالك بتبقى عادي جدا لكن العكس بقى لما يكون هو في الأهلي أو هو في الزمالك هتفرق جميل جدا معا دي كلام ده هنشوفه وهسعى الكابتن فاوزي كيف يفكر الكابتن حسام البدري في هذا اللقاء وأيضا كيف يفكر إيهاب جلال في هذا اللقاء ولكن نطلع لتقرير عن الملعب المحبوب الأستاذ لكل جمهور الكرة المصرية بعشاكه وأستاذ القاهرة والقمة تعود إليه مرة أخرى بعد غياب دام للسنوات نطلع نشوف تقريرنا ونرجع نكمل كلام اشتركوا في القناة لا زالت تسكن كثير من سنين ومن صيحات ومن أهداف هنا يبدو في شوق إلى أن يعود ليعود أستاذ القاهرة بيت الكرة التي اشتاقت لعودة الكبار أصحاب الدار هذه المدرجات لم تنس بعد أيامها الخوالي وتلك الشباك مزقها الحنين وهذا الملعب الأخضر بات يابسا من فرط العطش الأهل والزمالك يعودان إلى حيث كان إلى حيث كتب أروع الذكريات عبر الرحلة السنين استاذ القاهرة الدولي بيت القرى المصرية والشاهد على تاريخها وإنجازاتها وسجلها الحافل بالذكريات والبطولات والألقاب استاذ القاهرة بيت الجماهير التي غابت عنه وغاب عنها منذ أن أطفئت أنواره والتي تعود اليوم لتصطع من جديد في سماء العاصمة عبر القمة مائة وخمسة عشر بين المارد الأحمر النادي الأهلي وأبناء القلعة البيضاء الزمالك ضمن منافسات الجولة السابعة عشر لبطولة الدور الممتاز بعدما يقرب من سمانمائة وثمانية وثلاثين يوما وتحديدا عقب الرابع عشر من سبتمبر الفين واربعة عشر موعد القمة الأخيرة التي أقمت باستاذ القاهرة في السوبر المصري والتي حسمها الشياطين الحمر برقالات الترقيح خرج استاذ القاهرة الدولي للنور عام 1960 في عهد الزعيم جمال عبد الناصر تحت اسم استاذ ناصر وتم افتتاحه في احتفالات ثورة يوليو كواحد من أفضل وأعظم الملاعب المصرية يعتبر استاذ القاهرة الدولي هو الأول من نوعه ذو المعايير الأولمبية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والذي قام بتصميمه المهندس المعماري الألماني فورنر مارش وفي عام 2005 طور استاذ القاهرة لكي يلائم المعايير الأولمبية القياسية الجديدة في القرن الحادي والعشرين حيث شهد بعدها بعام بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 ويمثل استاذ القاهرة علامة هامة في البنية الرياضية المصرية حيث تقام أهم المباريات المصرية على استاذ القاهرة حيث يشهد كل عام مباريات القمة بين الناد الأهل وناد الزمالك ومباريات منتخب مصر لكرة القدم ويشتهر استاذ القاهرة الدولي بساعته الضخمة وقد اتضح ذلك أثناء مباريات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 حيث لعب المنتخب المصري مبارياته على أرض استاذ القاهرة وكانت الجماهير تملأ مدرجات الاستاذ عن آخره أول مباراة بعد أربع سنوات عجاف الحمد لله المباراة صعبة بدون جمهور مش مشكلة إن شاء الله المباراة تدرب في النص التاني بين الأهل وزمالك حيكون بجمهور بإذن الله وفي بداية النص التاني هيكون في جمهور إن شاء الله يا رب يا رب أنا بأمل كده الآن الأوان العام ده عام رياضي مسمر حققنا فيه حاجات كتير جدا استعدادات زي أي مباراة ولكن عشان هي الدربي وعشان هي مباراة القمة بين فريقين كبار في مصر بين الأهل وزمالك يعني زي ما انت شايف كده بنحاول نعملها في هي صورة كارنفال يعني إن جيدة بتتغطى بمكت زي ما شفنا في الأهل وقتلية كومادرية كل الأمور اللي هي التأمينية اللي خاصة بالفيفا زائد مطالب النيابة العامة بعد الأحداث ربنا ما يعودهاش يعني كلها محققة فيه ده بالعكس ده أول استاد يحقق فيه مطالب النيابة العامة سواء كاميرات سواء فواصل بين المدرجات سواء الفاصل ما بين الملعب وبين المدرجات كل ده موجود ناقصه بس والجمهوري يجي ويملى المدرجات ويمتعنا ويعتبر استاد القاهرة علامة مميزة في البنية الرياضية المصرية حيث تقام أهم المباريات المصرية على استاد القاهرة حيث يشهد كل عام مباريات القمة بين نادي الأهل ونادي الزمالك ومباريات منتخب مصر لكرة القدم أهلا بكم من جديد مشاهدينا ويسعدني ويشرفني إنه نضملنا واحد من الفراودة المهوبين جدا واحد من الناس اللي تعلمنا منه كتير هو فيلسوف في تحليل مباريات القرات القدم كابتن مصر وكابتن نادي زمالك كابتن أيمان يونس سيخيرا كابتن ومنور قناة ربنا يخليك فيل وسعيد أن أنا موجود معاكم في خناة النادي الأهلي المنافسة العظيمة ومع كابتن من الكابتن المحترمين أو كابتن فوزي أعتقد حاجة جديدة في حياتي أن أنا أتواجد بس في يوم مهم في يوم قبل المباراة بنتكلم على أساسيات العلاقات الرياضية في يوم قبل ما بنتكلم عن النتائج بنتكلم على المفاهيم الرياضية اللي كلهم مبنية على الاحترام وعلى الالتزام وعلى الحب وعلى المنافسة جوة 90 ديئة وفي نفس الوقت بنحارب التطرف ومنحارب التعصب ومنحارب حاجات كتير عشان كده الرسالة كانت عجباني أن أنا بقى موجود معاكم في قناة النادي الأهلي صعب الدخول عندكم بصراحة وأنا داخل عندكم كابتن فوزي العملية صعبة كلها أحمر وأنا متعودها بيضة فالعملية تقيلة لكن محاولة كويسة مني بس أنت البست أحمر كابتن مع المنتخب مع المنتخب باشي آه طبعا وكمان تحياتي أو يعني تمنياتي الكابتن محمود الخطيب يوم بالسلامة من الناس الحبايب قلبي يعني الكبار ومنى يوم جميل منافسة راقية أخلاقية كروية ما بين الأهلي والزمالك الزمالك والأهلي ويطلع يوم لائق كروية لكل بصراحة بالصراحة بنشكر قناة أونس بورت والأستاذ أسامة الشيخ على السماح لواحد من النجوم نادي الزمالك ورموز نادي الزمالك الجميلة كابتن أيمن يونس بأنه شرفنا النهاردة في قناة النادي الأهلي رسالة كابتن أيمن ابتدأ أنه يتحدث عنها أن كرة القدم دائما أو أبدا هي بتبعث البهجة في نفوس المشاهدين والمتابعين آه جوه الملعب في تنافس في حماس في قوة ولكن بره الملعب الكل على فكرة فيه أسرة كرة القدم يعني شفين كابتن أيمن بتتكلم إزاي على كابتن محمود خطيب وأيضا نجوم النادي الأهلي بتتكلم إزاي على نجوم نادي الزمالك هي أسرة واحدة هي أسرة الرياضة المصرية وفي الأخير بيجتمعوا فيه المنتخب وإيه الحمد لله وصلنا إلى كأس العالم كابتن أيمن هبتدي مع حضرتك بنادي الزمالك نادي الزمالك تغيير في القيادة الفنية تزفزه في المستوى معرفناش نبوشة جيه ليه وهو ميشي ليه وفي الأخير مباراة صعبة قمة 115 الأهلي والزمالك أمام نادي الأهلي كيف ترى؟ نبوشة ميشي مش عشان بس النتائج نبوشة ميشي عشان التطوير بتاعه الإسلوب الفني الحية للهجومية الجمل للهجومية ما كانتش مميزة في نادي الزمالك رغم أن الزمالك بيمتلك أفراد على المستوى الفردي تقال قوي لهم قدرات لهم إمكانيات لهم فرديات عالية جدا لكن نبوشة مقدرش يستغل ده أعتقد قرار موفق من مجلس الإدارة أنه هم يجيبوا إيهاب جلال لقدراته جوا الدول المصري لسه كنتم أتكلم مع كابتن فوزي عايش جوا الدول كتير حتى الولد شجاع جدا قالك من النهاردة المطشف تحت إدارة الفنية بمنتهى الشجاعة وقدم نفسه بشكل كويس جدا حتى إحنا اللي هو يعني قدامى نادي الزمالك مبسوطين لإيهاب جلال وحندعمه ونشجعه لأنه التحدي بتاعه رائع وجيد وإحنا في عصر الاحتراف خلاص ما بقاش فيه التعصب حتى في المنطقة دي إيهاب جلال له كل الدعم مغامرة من إيهاب جلال إنه من أول لحظة في يومين يقول أنا ساحب المباراة أو أنا المسؤول عن المباراة أعتقد مغامرة كبيرة لكن إيهاب جلال عشان يقول كده هو شايف كمان أوراق الزمالك كتير مميزة من واضح أو من النتائج الأخيرة النتائج كلها بتصبه في صلاح النادي الأهلي يا كابتن فوزي الأداء النتائج كلها مميزة كابتن القمة ملاش حسابات لسه نعايز أقصد كده لكن القمة المراضي صعبة قوي على النادي الأهلي لأن الزمالك فردياته خطيرة وإذا كان الزمالك حلعب بفكر الانتقال المتكامل في نص ملعب النادي الأهلي هيسبب مشاكل فرقتين عندهم مشاكل في مناطق كتيرة مين هيستغل النقاط الضعف في الفرقتين فيه نقاط ضعف السرعات فيه الرقابة فيه الأسلوب التحول الهجومي أو السروب الارتداد الدفاعي كل دي نقاط مليانة مشاكل في الزمالك وفي الأهلي طب إزاي حتتعالج أنا مدير فني قدر على السيطرة عليها قالي معاه مدير فني قدير أنا حسام البدري من الناس اللي أنا بحبهم جدا وراجل لي قدرة وأنا حابب الكابتن فوزي يخش معي في الحوار معرفة سبل الحوار إيه طبعا بشكرك إن أنا نضيف عندك النهاردة سيملي قوي كده لكن بريس خش في الحوار معاك أنت عرف أكابتن أيمن لازم تاخد فورسنتك في الكلام لا 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 ما فيش برصة وإحنا أول محمد لازم أرحب بالكابتن أيمن وحتة محسوبة له أن ييجي برضو في مارش زي ده مارش الأهل وزمالك لأنه ده بيته الثاني يعني بيته الأولين الزمالك طبعا بس ده بيته الثاني وإحنا أخواته تمام أنا أكبر منه فمش عايز أعجزه إحنا أكبر منه وده بيته وبنرحب به وهو جميل أيمن وربنا يكرمه ووفاءه إن شاء الله وصراحة برضو شكر مرة تانية للمسؤولين في قناة نادي الآلي وأيضا في قناة أون سبورت هي رسالة ضد التعصب النهاردة احنا بدي رسالة للكل ضد التعصب واحد من رموز نادي الزمالك ومن كتيبة الموهوبين في نادي الزمالك موجود بشرفنا بتكلم على فريق نادي الزمالك بتكلم على فنيات النادي الآلي بنستمتع بتحليل هو فلوسوف في التحليل كابتن فوزي كابتن أيمان تحدث عن إن نادي الزمالك قد يكون شرس في طريقة الفنية في هذا اللقاء إزاي يواجه كابتن حسين البدري بسيستمه بأسلوبه حماس وشراصة نادي الزمالك في هذا اليوم زي ما احنا قلنا كابتن محمال احنا كنا تكلمنا قلنا إهاب عمل خطوة جريئة وهو مش غريب زي ما قالت كابتن أيمان دولاتي هو مش غريب يعني على النوري دي ميزة كمان إنه هو حافظ الفرق وليعب قصاد الأهلي ليعب قصاد الأهلي مع فرق تانية مش مع الزمالك بقى مع فرق تانية فحافظ الأوراق اللي عند النادي الأهلي وحيحاول يقفل عليها طبعا عقدة ما يقدر يعني فهي بالنسبة له ميزة عن مدرب أجنبي يعني لو جبت كابتن أيمان دولاتي مدرب أجنبي ده عمت عشان هيأخذ وقت لكن هو هيا بخطوة جريئة بالنسبة له وحافظ اللعيب عشان كده أنا أعتقد أنه هو وافق أنه يمسك في الفترة دي كان أي مدرب تاني يقولك بعد مضش الأهلي والزمالك أخذ فرصتي وبتاعه وتفرق فهي تحساب له صراحة شجاعة منه وشجاعة وتحساب له يعني بالشجاعة وحتيجة عليه لأن حتى لا قدر الله يعني النهاردة لو الأهلي فزع الزمالك كلها يقولك يا عم يا عبدأ لسه يعني لسه مسك حرام ما يقدرش يعمل حاجة لكن هو مسك وتحمل المسئولية والكورة زي ما احنا قلنا الكورة الكورة المتشاط القيمة دي لكن الاتنين مدربين عندهم مشاكل كتير في المباراة يعني الاتنين لما يعودوا يفكروا إزاي سهاجم وضمن الدفاع بتاعي على مستوى وأداءه التوازن الدفاعي أو القدرات الدفاعية بتاعتي في الرقابة أو المساحات الأهلي لو هاجم هل السرعات تقدر تواجه بيها كاسونج وأشنبونج الدفاعية مليانة مشاكل حركة تتوقع أن كابتن إيهاب جلال يعتمد على السرعات لا أنا أعتقد إيهاب جلال حيعمل كذا سيناريو جوه المباراة يعني حيتنوع في سيناريو المباراة مش حيلعب سيناريو واضح لأنه هو مش حيلعب سيناريو واضح حيتبقى الأمور سهلة لكن هو كتير قوي حيلعب في نص ملعبه وكتير قوي حيلعب في نص ملعب النادي الآلي وكتير قوي حيلعب على الكونتر أتاك هو عنده لعبة مميزة على المستوى الفردي مش حيلح يعمل جماعيات كتيرة لكن إزاي يوفر لهم المساحات إزاي يوفر لهم المواجهات الفردية واحد ضد واحد طوال المباراة فهو ده زكاء إيهاب جلال حيستغل ده وهو مدرب على درجة صنايع كورة يعني بيعرف إزاي يتصرف يعرف إزاي يحضر نفسه بشكل كويس قوي لكن قدامه برضو واحد عنده اللقم الكروي عالي جدا حسام البدري الاثنين عندهم صراعة دماغة قبل ما تخش جوه المباراة ده عايز يوقف أسلاحة ده إزاي وده عايز يفتح لنفس الزي العملية مليانة صراعة ما بين الاثنين بالتأكيد ولكن العامل النفس بالنسبة لكابتين إيهاب جلال أتاقن دي أول الحاجات اللي هيركز عليها في قيادته الفنية هل العامل النفس النهاردة ممكن يبرز نجوم ممكن يكون جمهور الكرة بشكل عام مش متوقع أن هما يتعلقوا النهاردة طبعا كان مثلا 1-0 أنا اللي أجيب الجون وفي كابتل إكرامي ونطلع كاسبانين وعندي 18 سنة التاريخ بيبني لي حاجات لعيبة كتير أوي في الزمالك والقالي أول مباراة اليوم في حياتهم جابوا في أجوان أو حياتهم اتغيرت كان لهم تواجد مختلف المباراة دي دايما أنا بقولي يا مباراة المتعة اللي لعيب كرت القدم المباراة اللي بنسنيها لأننا عايز تستعرض إمكانياتك ورينا عايز تستعرض قدراتك فرجنا عايز تستعرض مخك وزكاءك متعنا المباراة دي لطبقة معينة من لعبت الكورة اللي تحبها قوي اللي يخذ منها ما يطلعش منها حاجة حلو اللي ينزلها وهو نازل المسرح ملعب كرت القدم زي ما قال لك أيمان كده دروقتي زي ما احنا قلنا في الأول المطشات علي وزي ما قال لك ما تخافش ألعب ده مطشات جميلة هي هي قدراتك انت نازل المسرح تستعرض فنك مهاراتك موهبتك المطش ده من أكبر المسارح اللي موجودة في أفريقيا وفي البلاد العربية مطشات جميلة مصرح مباراة الزمالك والأهل الأهلي والزمالك ده أجمل مصرحية كروية تتفرج عليها الشو ده بيطلعوا اثنين مدربين وبيطلعوا اثنين وعشرين لعب طيب المباراة قبلها لإيه للتفكير ولا لوطحة هل الأهلي بنتيجه الأخيرة دي كلها أقوى هل الزمالك بالهزات اللي حصلت له أخيرا مباراة طالعا الجيش الموضوع منتهي لأ ده المباراة مليانة أسرارها على مدار تاريخها زي ما بقوله كابتن فوزي ويا ما عملت مفاجآت يا ما شفنا مباراة كانت الموازين مختلفة لكن أنا بقول أن الأهلي عنده مشاكل كتير قوي في منطقة الدفاع مناطق التفاق بتاعة الأهلي منطقة نص الملع لو لا طرق حامد في نادي الزمالك اللي حيديها شيء من الانتزان الدفاعي لكن التحول للهجومي بتاعها لم يرتقل المستقب بعد عشان الكامعيات لسه ما دخلتش على دفاع الأهلي لا الأهلي خاف منطقة نص الملعب مربكة جدا لحسابات إيهاب جلال إزاي يتعامل مع حسام البدري فيها طب وبالنسبة لفروضة النادي الأهلي بالنسبة لفروضة النادي الأهلي العمليات مش سهلة نعم آه يعني أنا بشكركوا طبعا في قراءة النادي الأهلي اللي أنتو بتجيبوا أهدافنا يعني دي أهداف حلوة قوي طبعا ده الجن ده كان في شبير أعتمد مزبوط ورفعهالي ده كان يا حمد عبد لطيف أو خالد جلال نعم والجن أعتقد يا رجفتونا كتير شوفت لعب نراحب بك إزاي آه لا لا المرادة يعني ده كان في 7 أو 8 المرادة انت روحت على البعيدة انت كنت تحب تروح لقراءة آه مريبة بربو عليك بس وش هتلعب النهار ده انت خلي بالك لكن أنا أقصد أن إزاي هتعالج مشاكلك في المناطق اللي انت مش مميز فيها منطقة نص الملعب منطقة صعبة جدا على نادي الزمالي خاصة للتحاول هجومي لكن طريق حامد إزاي هتعامل مع عبدالله السعيد في المنطقة اللي بيتحرك فيها عبدالله السعيد وعبدالله السعيد ماكر لدرجة انه هو يقدر يهدى كتير في المباراة ويظهر في الوقت تحكم في رتم المباراة لا مش بتكلم عن تحكم بس لا الصناعة الفارق الأصعب من رتم المباراة الفارق إزاي تعمل فارق في لحظة في المباراة عبدالله السعيد خطر قوي لكن طريق حامد عنيف وشارس كمان قوي خوف أي حد في المنطقة دي عليها صرعة غير عادي المنطقة الهجومية خلينا نتفق الأهلي عنده تميزات لو وليد سليمان موجود أنا شايفه من أحسن اللعيبة اللي موجودة حاليا لكن في حالة تطور حد في أداء مؤيد العجان بصراحة في المطشين الثلاثة الأخرينيين حصل لي صورة في الناحية الهجومية شئ من التأقل يعني أفضل من ناحية دفاعية مؤيد العجان لكن حتى ناحية دفاعية اتعادلت معها نعم يعني مؤخرا ناحية دفاعية اتعادلت معها لكن قلبي دفاعية الزمالك التفاهم طب أزاره أزاره درجات إيجاته لحد النهاردة داخل السيكس يارد أنا شايفها أو أقرب حاجة لي منطقة السيكس يارد لكن لسه ما قدرش يستغل ما حوالين منطقة التمنتاشر ومنطقة التمنتاشر الناحية اليمين أعتقد الزمالك فيه حازم إمام أعتقد الناحية هتبقى الشمال في الأهلي أعتقد هيبقى أجاييه أجاييه أنا شايفه من أخطر اللعيبة وقد يكون أخطر اللعيبة اللي جات حتى موجودة في الصحة الكروية يعني أجاييه العيد عنده مرونة فنية غير عادية يتحرك في الملعب كله بسكل سلس سهل عنده ابتكار فردي في أداءه مربك فأنا شايف هل إيهاب يلعب بحازم الالتزاماته الدفاعية قليلة شوية أم لا يغامر ويلعب بباك قوي جدا على أجاييه علشان يضمن أنه يقفل المبرامة أجاييه كمان وراء معلوله معلول برضو مميز جدا مميز مميز بس معلول النهاردة برضو لو تحط عليك صونجو حيبقى المباراة السراع عنه أنا أقصد خلينا نتفق على المستوى الفردي اللعيبة المباراة ألبا شاترانج مين قدام مين والقطع بتاعتك مين هتلعبها إزاي طبعا لكن على المستوى الجماعي والتفاهمات والسنائيات والجمل المركبة هو ده اللي حصل لك الفرق يعني هنا حيحصل فرق على طول فأنا أعتقد أن إيهاب جلال مخه حيفكر إزاي في المناطق الخطورة في النادي الأهلي وهتعامل معها إزاي نفس الشيء الكابتن فسان بدري حيكون حريص قوي إن ما يحصلوش أي أزمة جوال المباراة خلي بالك المباراة دي الهدف الأول لأي فرقة بتربك الحسابات تماما نعم وبتخليك تروح في اتجاه تاني مختلف فأنا أعتقد أن الاتنين مدربين هتكون عندهم حرص تفاعي بشيء فيه التزام قوي جدا بدوابط عالية جدا فمناطق نص الملعب الدفاعية ومناطق الدفاع بشكل قوي جدا بحيث أنه يضمن إنه يجيب جونيا ميخش في جون هيلعب على التوازن كابتن آيمن طبعا كابتن فاوزي هل كابتن حسابة البدري هيلعب بنفس أسلوبه ولا ممكن يغير من أسلوبه أمام نادي الزمال في هذا اللقاء لا طبعا كل حاجة يعني بس هرود ده أنا أقول كابتن آيمن إن إيهاب جلال على المطشاط اللي إحنا قلناها قبل كده المطشاط اللي إحنا شفناه له بيلعب بطرية مفتوحة نعم يعني إيهاب جلال على طول في المطشاط بتاعته بيحب بيلعب أوفن جيل بيلعب مفتوح ما بيقفلش يعني ما بيقفلش هل ده بأسل هيحصل هيحصل النهارده ولا حيبتدي يغير لإن كان بيلعب مع الفرقة التانية وعرف لعبته كويس قوي النهارده هيلعب مع نادي الزمالك لسه داخل على العيبة برضو هو شفهم صحيح بس برضو لما يكون إنت المدرب غير لما يكون عادي بسهول لما لعب أوفن جيم في عملية التحول الهجومي لكن لما بيدفع بيعمل كسفات دفعية بيراجع الناس كتير آه يعني يعني هو بيدفع بسبعة وثمانية بشكل مميز استبعيزة كمت لياقة لكن هو التحول الهجومي بتاعه حل لكن أنت قلت جملة حلوة أو كفز العلاقة ما بين المدير الفني واللايبة لم تكتمل لكن هو عنده مثلا داودة علاقته بيه أعتقد سابقة مقصادة ممكن عارفنا إحساسه بطريق حامد علي جدا كل دي حاجة كل دي عناصر أعتقد مهمة جدا بالنسبة لإهاب يعني لما لعبنا أهلي وزمالك وشفنا اللعيب في الماطش ده ممكن في لحظة تلاقيه مش مش معايا النهاردة ممكن مباش يومه يعني مش يومه النهاردة ولعيب أساسي ولعيب تقيل وممكن اللعيب يقعد بره على الدكة زي ما احنا قلنا ينزل يصنع الفارق يصنع الفارق ويجيب أهلي لا دي لعبتك انت بقى لا حلمني على لعبتك دي لعبتك انت بتاعة دي أتسعين فيما فوق يعني بتعرفك أبدا أيمان يعني أنا تملي بقول المدرب بيبقى عارف اللعيبة بتاعته عارف إمكانات اللي عنده إمتى يغاية وإمتى ينزل إيهاب جلال دلوقتي داخل لسه برضو العملية عنده هيخلي بحزر شوية لكن عنده قلب شجاع طبعا واخد القرار لا لا خلاص وحتلاقي علاقته باللعيبة كأنه عايش معهم صدق دي جميل إيهاب جلال وبعدين أنا عاجبني أن الناس كلها دات له دعم لعبت الزمالك القدامة دوله دعم مجلس الإدارة بصراحة دوله دعم جامد قوي فوقفوه على المستوى النفسي الدوله ببعد كويس الجهاز اللي جابه معاه دي برضو يعني حاجة كويسة يعني أنا بأعتقد أن هي مريحة شوية لإيه المدرب نفسه إن الجهاز اللي معاه هو عايز الناس دي معاه خلينا نتفق أن اللي بيتحاسب المدير الفني مش حدة تاني لا لا طبعا يعني لو ما بيخش جون في جون في أي حالس مرمى بيقولش خطأ مدرب حراس المرمى بيكلموا المدير الفني إنه هو المسؤول الأول فخليك أنت بتديله الفرصة لازم ياخدها بكاملها بيبقى راحة نفسية لما بيجيب الناس بتوعول معاه طبعا في السنوات الماضية كان ممكن ما يحصلش طبعا دي واحدة من الحاجات التاريخية يعني كابتن محمول خطيبه كابتن حسن شحاته وتحايا خاصة للجمهير سواء جمهور نادي لقال جمهور نادي الزمالك لقطة مهمة جدا اثنين لعيبك برقاوية واثنين شخصيات كبيرة بيكملها كابتن آمن في وجوده معنا هنا لا إحنا عايزين نوصل للمعنى المعنى حنلعب ماتش كورة بمنتهى الحب للمنافس والاحترام للمنافس والجمهور اللي صنعوا التطرف والتعصب في ملاعبنا في شراحة أساقوا إدينا يعني جمهير اللي عملت كده دي كرسة الماتشات أهلي وزمالك جميلة بيقولك يوم عايزين الناس تفرح فيه عايزين ناخد الرياضة رياضة الروح الرياضية الفايز وانا عايز أكسب وانت عايز تكسب يعني ده ما يبعدش الرغبة اننا عايز أكسب وانت عايز تكسب بس في حدود ما تشكورة طبعا في لارتة جميلة بسراحة وانا عايزين الجمهور يعني ده اللي نفس صراحة الجمهور يرجع للملعب لازم اللي تربين عليه يا كنتم فوزي ده اللي يرجع كمان ان الجميل راح تشجع فرقتها مش قاعدة بتوتر الأجواء أو الملعب يعني عايزين نرجع الأجواء الطبيعية لكلمة جمهور أنا كنت لسه بصراحة لسه داخل حالة كنت في لندن يعني بتفرق وتفرقت على مطش مش معقول جمهور مش بركز غير فرقتو حتى مش شايف النحية التانية يعني الجمهير الأرسنال دي يعني وارسنال جميعك والتشيلسي أرسنال جميعه تشيلسي بالدرعين كان واحدة من أحسن وقد كل درب برضو وقد كل درب بردو فلما تلاقي الجمهور الفرقة بطاعته مغلوبة وتحييهم حا فقامتنا أن ترسل أemand 77 أعلم سيرد على اللعيبة ستجد أكثر هدوء لكن اللعيبة اللي تعيش تلعب حتى أكثر هدوء لازم أكسب وعلم كورت القدم مفوش لازم هي دي اللي بتبوز النرفازة والبتاع نتمنى حتى النهاردة اللعيبة تبقى الروح الرادية لما تنعكس على الجمهور نعم طيب كابتن فوزي حصل الحركة سريعا كابتن أهب جلال كان بيغامر بطريقة 3-4-3 مع M-P هل ممكن يفعلها أمام نادي الأهلي؟ ممكن وممكن يغيرها لأن على حسب الأدوات اللعيبة اللعيبة اللعنده هي دي اللي بتحط نجاحه هم دول هيلعبه أنا ممكن أقعد وأقول لأنه كابتن أيمن فلان وفلان وفلان بس أنا عندي الأدوات اللي أنا عارف ده اللي نجحني من اللي هيلعب في اليمين من اللي هيلعب في شمال من اللي هيقفل الهلحة اللي وراء طرق حامد لازم هيوقفه وراء لازم هيحط جنبه حد رؤى معاه جنبه حاجة عشان يقفل الحتة دي برضو والضغط من نادي الأهلي على نادي الزمالك هيوقف له اثنين برضو ممكن يقفله اثنين ويلعب قصادهم ثلاثة وواحد راس حربة وجايز ممكن يغير في أي وقت يعني ممكن كابتن أهب يستمار الطريقة الثلاثة أربعة ثلاثة ما هي المدير الفني بيعمل إيه؟ أنا بقرأ الممتش أنا شايف كابتن أيمان دائتي النهاردة فايق ومكسر الدنيا لازم أوقفه مش حسيبه لازم أداية ناحية الشمال ناحية اليمين مفتوحة قوي لازم أقفلها عندي معلول في الشمال هو أحمد فاتفي في اليمين ممكن أقول حسام يلوم أقدمه ممكن أقول أتلاق إثبت هنا في ناس تانية هتقوم بالمهام يعني على حسب اللعب اللقصاد والأدوات اللي عنده فديم وكل رأيه لكل مدير فني مهمة جدا جدا يعني بس التحفيز النفسي في اليوم ده بيبقى مهم من أول اليوم صناعة شخصية اللي هيكسب ده شغل بيبقى بره المباراة من أول الفطار الغدى الاستعداد الكلام المحذير المدربين بتزور المدرب بيخش تزور اللعيب في قوته واحد واحد ويتكلم معه على واجبات بشكل فردي ويبتدي يعمل له عملية تصعيد نفسي يعني زي تحفيز بقى ده يحصل بشكل زي يجهز نفسيا للمباراة كل ده شغل بره التسعين ديئة بره الواجبات الفنية الفردية أو الجماعية كل ده بقى بيخليك تستقبل كويس كلام المدير الفني قبل المباراة يعني انت لما مهيق مقبل المباراة وشايف دورك وشايف كل حاجة وتيجي بقى تسمع في المحاضرة واجبات بتاخدها بتلاقي عملية التحفيز على أعلى مستوى وصدقني المدربين المصريين شطر قوي في ده في العامل النفسي في العامل النفسي وعملية التجهيز النفسي كان عندنا مدربين في نادي الزمالي كابتن حسن شحاتة طبعا كابتن حلم طولان كل دول كابتن محمد صلاح كل دول بيهتموا في العامل النفسي كل دول عندنا كان بيشغلهم الأغاني في المنتخب كمان طبعا ورضو أغاني يعني مش أغاني ازاي ان انت تفصل العيب عن التوتر وتجهزه نفسيا اعتقد عندنا عبقرة كتير قوي بيقدروا المدربون في النادي الزمالي نفس الشيء واللي ايه اخبار جمهير النادي الزمالي في مقر الاهلبي الجزيرة تحاتي ليك يا زميلي محمد فروط تحاتي طبعا لكابتن ايمان يونس كابتن فوز سكوتي نجوم الستوديو التحليلي مباراة الزمالي والزمالك يمكن زي ما احنا عارفين لها طبع خاص عند جمهور النادي الزمالي واعضاء الجمع العمومية للنادي الزمالي لكن اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق في البداية للنادي الزمالي في المباراة اليوم النهاردة احنا متواجدين في مقر النادي الزمالي بالجزيرة وبنستطلع رأي بعض اضاء الجمعية العمومية اكيد معانا عن توقعاتهم لمباراة اليوم ومباراة اليوم بالنسبة لهم شايفة ازاي واكيد طبعا برحب بك في البداية احد اضاء الجمعية العمومية للنادي الزمالي شايفة النهاردة لمباراة الزمالي والزمالك ازاي بالنسبة لك وتتوقع النهاردة المباراية ان شاء الله خير للأهلي وربنا وفقه ويكرمه وتبقى مباراة جميلة لصالح النادي الأهلي على ما أعتقد بيبقى طبعة خاصة انتوا بتتبعوا هنا للمباراة في النادي وبتبقى مجمعين في النادي دي بتبقى لقى تأثير معاك أوليها طبعة خاصة للعضاء بالنسبة للنادي الأهلي طبعا تبقى دي حاجة جميلة وبنشجع وبنحب ان احنا نرفع روح اللعيبة وبتبقى حاجة فرحة لنا كلنا كده مستمرين معاكو زي ما بنقول اللقاءات مهمة هنا كده من عضاء الجامعية العمومية للنادي الأهلي اللي أكيد بيتمنى التوفيق النهاردة للنادي الأهلي في مباراة اليوم مباراة مهمة ثلاث نقاط همين جدا وزي ما بنقول طبعا ممكن كل الأمور هنا مهيئة إن شاء الله إن تكون مباراة جيدة عايزة أقولك النهاردة تتمني إيه للمباراة كمان هيبقى فيه شاشات عرض موجودة هنا للنادي الأهلي وأكيد أعضاء النادي بيبقى لهم طبعا خاص في الفرج هنا في النادي أكيد طبعا هنا النادي يعمل كل الإمكانيات لإن يبقى فيه للأعضاء حق إن هم يتفرجوا على النادي على الماتش لايف وإحنا طبعا بنتمنى النصر أولا لمصر وللنادي الأهلي نمرة واحد شايفة النهاردة المباراة بعيدا طبعا ما كسبوا هزيمة لا بد يبقى فيه روح رياضية بين الفريقين لأن أكيد دولا بيمثلوا مصر طبعا أكيد وهو فعلا هنا جوى النادي فيه روح رياضية وفيه ناس على فكرة في نادي الزمالك بيبقوا أعضاء في الزمالك وقاعدين هنا وبيتفرجوا وبيشجعوا سواء الأهلي أو الزمالك فبيبقى فيه روح رياضية جميلة فعلا جوى النادي الأهلي بسالة كل العيبة والجهاز الفني كتن حسام البدري تقول لهم يابن المباراة بقول لهم ربنا يوفقهم وربنا يكلمهم وإن شاء الله يفوزوا فوز عظيم للأهلي ولو الزمالك يعني هم برضو الاثنين أخوات يعني بس احنا بنتمنى الفوز للأهلي وأكيد عندهم روح رياضية عالية جدا وأنا عارفة إن أعضاء الفريق الأهلي والزمالك عندهم روح رياضية كبيرة جدا أجواء التفاولية زي ما بنقول طبعا لقاءات هنا مع عضاء الجماعة العمالي للنادي الأهلي وكل تفاول طبعا كبير إن شاء الله لمباراة اليوم عايز أخد النهاردة تمنياتك وتوقعاتك كمان للمباراة النهاردة أكيد بنتمنى الفوز للنادي الأهلي لكن تتمني إنه طبعا نفوز للنادي الأهلي إن شاء الله بإذن الله الزمالك الحافرين برضو بس نادي الأهلي هو نادي القمة وطول عمر يبدو نادي القمة ليه طبع خاص على معتقد أهلي والزمالك؟ طبعا طبعا ليه طبع خاص وكل الناس قاعدة متوقعين النجاح للأهلي وعاديين منتظرين وكل الناس في البيوت وفي الشوارع وبرى مصر حتى كلهم مستنين ناتيجة المصر أقولك بالأرقام تتوقع كم كان؟ 1-4 شكرا يمكننا زاما بنقول هنا الأجواء رائعة ولسه كمان كتير ساعات كتيرة جدا طبعا على انطلاق المباراة لكن هنا هتبقى فيه تجهزات مهمة جدا لليه النادي الأهلي ليه مشاهدة أعضاء جميعها عمومية وبننتقل كمان معاكل أحد الأعضاء حابة تقولي النهاردة الفريق النادي الأهلي وبتتمني لهم النهاردة في مباراة الأهلي والزمال أنا النهاردة بتمنى للفريقين مباراة جيفة وجميلة وكويسة وقوية وخصوصا فيهم فجأة مدرب جديد بتاع نادي الزمالك أكيد ده هيعمل مطش يعني قوي وكويس جدا وتمنى لهم اللي اتنين لها بحالة ونجيف إن شاء الله تتفاقل بمشاهدتك المباراة هنا في النادي الأهلي؟ لا بالأمان أحب أن أتفرج مع أولادي وجوزي في البيت يعني بنبقى وضعين راحتنا أكتر بقى لو في رسالة أو تمني تدري لعبة النادي الأهلي والجهاز الفني قبل المباراة يتحب أن تقول لهمين؟ تمنى لهم التوفيق وإن شاء الله أن نتفرج مع المباراة فدي أهم حاجة يعني كويسة وخويسة مبنى حل كل شكر و drills لأعضاء الجمعية العمية للنادي الأهلي على هذه الأرى طبعا وأكيد من كلنا تمنيات للفوز للنادي الأهلي في هذه المباراة مباراة مهمة لكن كلنا سكة في كابتن حسين البادر لعيبة النادي الأهلي عندنا غرابات كثيرة لكن النادي الأهلي معودنا أن الفوز هو نمر واحد قدام أكيد منتمنى كل التوفيق في البداية للنادي الأهلي وأن تخرج المباراة باسم النادي الأهلي ونادي الزمالك عودة لك زميل محمد شكرا زميلنا كريم من مقر النادي الأهلي بالجزيرة وصراحة القاءات قيمة مع عضاء الجامعة المهمية في النادي الأهلي الكل يتمنى أن القمة تكون جميلة تكون فيها كرة حلوة وطبعا توفيق للنادي الأهلي كابتن فوزي هرجع إليك مرة تانية كنا نتكلم على طريقة لعبة أهب جلال كيف يبدأ كابتن حسين البدري هل يبدأ باللعبة الأساسيين هل يدفع باللعبة اللي كان بناديهم راحة ولا ممكن كانت حسين البدري فاجئنا في بعض المفاجآت بالتشكيل وطبعا نحن الغد وقت ما عرفناش التشكيل بس احنا بنتوقع من وجهة نظرة من وجهة نظرة أنه يبدأ بالأساسين بتوعه العناصر حتى هو رياحهم كويس زي ما قلنا أنه رياحهم الفترة الفترة كابتن عيمن خد اللعيب لأن اللعيب لما بيكون مجهد شوية تركيزه بيقل غزبا عنه عضلاته بتبقى تعبانة لكن لما بيكون ارتاح وخد راحته شوية بيبقى فيش تيق عنده خاصة لما يكون مطش زي القمة بين الأهلي وزمالك فبقى ما راجع عايز يلعب عايز يلعب وعايز يأدي الكرة زي بيقولك ده عيد بيقولك النهاردة عيد فكل العيب في الفرقة من الأساسيين نفسه يلعب ونفسه يهدف واللعاديين برا اللعيب الصغارة زي ما بقولك كابتن عيمن كده فيه نجم يتولد يعني ممكن نجم النهاردة يتولد حد جديد يسجل مثلا هدف يتولد يبقى نجم يبقى تفتح لي من الوارد جدا ان يكون ايمان اشرف وتبقى اول بالنسبة له اول موراق قمة بجانب رامي ربيع انا اعتقد انه هيبقى يعني هيبدأ ابرامي ربيع وايمان اشرف واحمد فاتح يمين وعلي معلول شمال وحسام عشور وعمر السلية وعبدالله السعيد ووليد سليمان ووليد ازارو يعني وليد سليمان حركة شايف انه يبدأ عن مؤمن ولا مؤمن والله يبص وليد او مؤمن الاثنين يعني انا حتى مؤمن بقول انه هو من الناس اللي هم يحظهم علي اوي على نادي الزمالك او جيب اربع اهداف يعني من اللعيب اللي ربنا بوفقه وحظه كويس اوي على نادي الزمالك طبعا كابتل حسامة يبقى عمل حسابه برضو انه ده قاعد برا او ده بيلعب في الملعب لان لازم برضو يبقى فيه ضغط جامد اوي يعني الضغط سعد بيتعب اللعيبة ضغط في الشطر الاولاني الجري كتير بازل المجود لازم يبقى عندي برا ناس قادر ينزلها طب وليد ازارو من اللعيبة اللي عندها سرعاته كان ممكن يعتمد كاترسال بدري فارق السرعات الكبير اللي هيكون ما بينه وبين مدفع نادي الزمالك هل هيبقى التمويل جاي من عبدالله فقط ولا ممكن نلاقي تعاومة بين اجايو ازارو وعبدالله السعيد زي ما شفنا في اللقاءات السابقة احنا شفنا في اللقاءات السابقة واجايب يلعب بيستلم كرة حلو بيحط كرة حلو لوليد ازارو يعني انا لو انا مدرب ضد مطرح ايهاب جلال ضد حسام البدري وليد ازارو لازم حد يقفله سرعاته كويسة اوية طبعا كبتعام انت عارفه سريع جدا يمكن التهديف بتاعه هو هدف برضو الفرقة الحتة اللي قدامه 18 شوية عايزة منه اهتمام شوية تركيز بس شوية صغير لكن هو سريع جدا بيقدر يتحرك بيعرف يجيب بلينات بيتابع الكرة شفنا كام جون جابه برضو الكرة نازل على الخط لو ما راحش متابع جايد جدا فطبعا انا لو مدرب لازم اعمل حسابه يد ازاره وما اقدرش استغنى عنه لانه سرعته وتحركاته وجاريه كتير جدا بيتعب الديفنس فانت عايز ايه من لعيب اكتر من كده يعني ها بيخلي الديفنس اللي قدامي اه ما بيقافش بتاعب من كتر الجاري والتحركات فبيحصل خلخلم مع اجايد هذه المتابعة اللي حريك بتكلم عليها وكلم لقاء المقص يعني متابعة كويسة جدا وراح تابع وحط لان كان ممكن الباكي طلحها وجون يلحقها نعم فدي مؤدي يعني بتبقى الفرود عمتا بيجرع الكرة بيحب الكرة وكرة بتحبه فبيروح لها وارضو بتساعده نجيب اهداف فانتمنى التوفيق النهاردة ان شاء الله وده اعتقد يمكن التشكيل اللي يمكن يبدأ به كابتن حسام لانه هما ده التشكيل الاساسي اللي عنده كابتن ايمن كابتن اهب جلال دايما بيحاول يغير من طرقه وهو كان معتمد مع انبي على 3-4-3 ممكن تتحول لخمسة 3-2 مع الطريقة الدفاعية هل ممكن يلعب بليبرو كابتن اهب جلال في هذا اللقاء لا لا مش هيلعب بليبرو لكن هو هيعتمد على خلي بالك 3-4-3 أو 5-3-2 كلها ورقيات يعني كلها رصت شطرنج زي ما انا بقول لكن الملعب حاجة تانية المساحات بتاعت اللعيبة في الملعب اتغيرت الاسلوب الحركي اتغير فهو بيحتاج كسفات دفاعية في حدود تمال لعيبة حيوفرها ازاي وبيحتاج التحول لجومي في حدود ست لعيبة حيوفرها ازاي فهو ده بقيت الكرة كده يعني احاول يقرب الخطوط على قدمات طبعا وانت بتتكلم مش موضوع بس قريب خطوط لا الموضوع ان فيه لعيبة لهم حريات وفيه لعيبة لهم التزامات فيه لعيبة لهم واجبات ما يقدرواش يخرجوا براها في تسعين ديئة وفيه لعيبة لهم الكرياتيف او الكرياشن بتاعهم مفتوح في طول الوقت في المباراة يقدر يتحرر زي ما هو عايز وده بتختلف في الضوابط دي من اللعب لاخر لكن هو عايز يتعامل مع مطيقة نص ملعب ازاي النهاردة انا شايف لو حط روءة مع طرق حامد مع داودة هيعمل ساتر دفاعي طب مين فيهم اللي هاخد واجبات للدعم الهجومي مع كاسونجو اشنبونجو مدبولي او جمعة اذا الفكر دا على حسب الجبهة اللي حيحب يلعب عليها هل علي معلول بيهاجم كتير فانا احط واحد سريع يربقه يعمل له مشاكل طب لو حسام عشور حبي يسنده طب منطقة نص الملعب هتتفتح مين اللي يقدر يتحرك فيها روءة بشكل مباشر الموضوع في لعب لكن فيه توفيق بقى في المباراة مهما تتكلم ومهما انا وانتا وكابتن فوزي نتخيل في المباراة عنصر التوفيق هو اللي بيكون حاسم في المباراة طب انا هستأذن حارتك بس نروح لزميلنا حسام فرج من اهل مدينة نصر حسام وصف لي الاجواء عندك وايه استعدادات النادي الاهلي في مدينة نصر ليه لقاء القم محمد فاروق تحياتي للكابتن ايمان يونيس تحياتي للكابتن فوزي سكوتي تحياتي لكل جماهير وعشاق قناة النادي الاهلي في كل مكان من هنا من اهل مدينة نصر حيث التغطية الخاصة للقاء القمة بين الاهلي والزمالك اللقاء الذي يحمل رقم 115 بين لقاءات الفريقين الجميع يأمل اليوم ان تخرجوا المباراة بشكل فني جميل ومباراة يستمتع بها عشاق الجماهير من كلا الفريقين سواء كان من الاهلي سواء كان من الزمالك الاهلوية ردوناها حمراء والزمالكوية ردوناها بيضاء ولكن اكيد الملعب له وجه تاني ولو شكل تاني خالص بالتأكيد رأي الجمهور النهاردة له رأي اكيد خاص نشوف احد الجماهير احد عضايا الجماهير النهاردة قولي شايف لقاء النهاردة بين الاهلي والزمالك ازاي والله انا شايفه النهاردة الاهلي عالي على الزمالك بس برضك لازم يبقى في حظر لان طبعا الزمالك مع المدرب الجديد اكيد هيبقى نازل الاطاقة عنده هتبقى اكتر والدوافع عنده اكتر فده الخوف من كده بس لكن هو الاهلي طبعا اعلى من زمالك بكتير المسلم ده يعني عندنا التوقع اللي هنتكتل المبارنة النهاردة؟ ان شاء الله تنسفر الاهلي شكرا جدا افوان افضل كابتن محمد يمكن ده كان لقاء مع احد عضاء اوجا مهير النادي الاهلي عودة مرة اخرى الى استاد النادي الاهلي مع حضرتك كابتن محمد وضيوفك الكرام الكابتن ايمان هوس والكابتن فوزي سكوتي شكرا زميلة حسام فرج من اهل مدينة نصر تصرح تغطية قيمة لالغاية كابتن ايمان كنا منتكلم على طريقة اداء نادي الزمالك وحرك قلت ان كابتن ياهب جلال هيعتمد على التنظيم الدفاعي في الناحية الكسافة العلدية هل نرجع تاني مين اللي هيكون له ادوار هجومية مع خط وسط نادي الزمالك لا هو طبعا الالتزامات كاملة هتكون لطريق حابل لكن منتهى الحرية لو لعب الواحد زيروء لو داودة كل دول هيقدروا يتحركوا ورؤة بيجيد التزديد ورؤة بيعرف ما انت عايز بيجيد التزديد بس المنطقة دي بيقب فيها حسام عشور فانت تتخرج حسام عشور ازاي لازم تحط واحد سريع قوي على علي معلول عشان عشور يحصل توطر للمنطقة دي فيبتدي عملية ترحيل عملية ترحيل دي هتدي مساحة اكتر لرؤة الجيم سهل نتكلم فيه لكن الملعب اللقطة اللي احنا بنتكلم عليه دي ممكن تحصل في جزء من الثانية جوه المباراة هي الهدف هي لحظة الهدف الخطأ الحرك اللي بيحصل من اي لعيب لان كل لعيب ليه التزامات لكن انا انا عايز اقول حاجة المباراة دي كمان المغمرة من اي لعيب تبقى لأي يلا في لعيبة لها حرية المغمرة يعني حيقدروا يعمل لهم يرؤى ممكن يتحرك يعمل مغمرة زي ما عايز داودة لكن طريق حمد هتلاقيه ملتزم عبدالله السعيد همتقدرش تديله غوابط كتيرة لكن هتسيبه بكامل حرية وامتى يستنى جنب حصام عشور وامتى يستخبى وراء ازاره وامتى يميلش مال او يميل في الزمالك ازاي يشوفوه طريق حمد ازاي يشوفوه هنا او هنا او هنا المدربين هيتكلموا كتير لكن اللعيبة في الملعب بخيالهم وتفكيرهم مي اللي هنفذ هم اللي هنفذ انت مهم قوي عشان كده ليه بنقول اللعيبة عارف امكانيات لعبته قوي فيوفر له الاماكن والمساحات اللي عايزها وفيه مدربين بيقضوا على لعبتهم لانه بيوظفوا وبيديلوا واجبات تفسد عليه اداؤه التفردي فهنا الزكاء سر من اصر الحسام البدري انه بيعرف يتحكم في ده فيه لعيبة كتير متحررة معاه جوه الملعب مؤمن زكريا مربك لأي فرقة لانه بلا مناطق لعب زقباقي ما تقدرش تدينه واجبات بيديلوا واجبات دفاعية لكن بقيت الملعب لهو كامل الحرية اجاية نفس القصة تيجي في الزمال الكاسونجو ابتدى ياخد الدور ده يتحرك في العمق ويتاخد شمال اشنبونج وهو على درجة كين كونج في القوة مربك لأي دفاعات يعني لو لعب على اي مدافع هيربكوا من ناحية جسدية والسرعة والقوة الاتنين مدربين في ورطة النهاردة حلو قوي للفرقتين وانا في وص النادي اهل النهاردة عايز الزمالك يكسب واتمنى الزمالك يكسب ان الزمالك محتاج حاجة يبني عليها حاجة تتمنى انه يكسب تتوقع ايه لا السيناريو المباراة عنيف والاتنين مدربين راحل لتعادل في الناحية الشكلية يعني من ناحية الموازين وبتفق مع كابتن فوزي من نجعب نتاج الدوري كلها ليدعب اللقاء ده بالعناصر اللقاء المباراة راحة لتعادل لكن اللعيب قادر على صناعة الفوارق موجودة في الملعب اه موجودة في الفرقتين اه في الفرقتين التوفيق هو العنصر الاهم واظل بتمنى الزمالك يتنفذ شوية ويلاقي فرصة على حساب على حسابكو دي حاجة بقى يعني محتاجينها كابتن فوزي تتوقع لنتيجة اللقاء بس اقول لكابتن ايمان طبعا الاخوة يا حبيبي يعني احنا بنرحب بيه طبعا في قناة الاهلي وإكرام الدف واجب نعم بس نتمنى فوز الندلاء شرابه شايب الياسمين شرابه شايب الياسمين لا يا كابتن فوزي والمطش بقى النتيجة وانا عايز تكسب وانا عايز تكسب عادي المهم مطش يليق بالفرقتين هي دي كده ولا عيب ولا فيه ولا ما فاش عيب يا جماعة اللو الناس بتتكلم عيب انا عايز الزمالك يكسب النهار وانت كأهلاوي اللو حتقول اغير عايز الاهلي يكسب بس احنا نعوز وحضرتك تعوز بس احنا شرابك شايب في الاخر 11 لعيب هم اللي حيعوزوا ايه والمدير الفني بتاعهم ده مهم شرابك شايب الياسمين انا بحب الشايب الياسمين انا حبيك طبعا ايمان ديتك وبجد احنا مبسوط جدا ان ايمان معنا النهاردة لا انا انا معزوم لنبذ التعصر والتطرف وانا ده عنوان حياتي الحالي انا بحارب عليه يا كابتن فوزي احنا زعلانين يا كابتن فوزي ان المدرك بتاعنا من غير جمهور انا عارف يا فاروق ان الوقت خلص وكابتن ابراهيم وكابتن عدل بيسخمه جوبه اه لازم ده مفاجأ نهاردة لازم نقدمه مفاجأة الجمهور ده الاهلي لكن خلينا نتفق احنا كلنا بنحارب وبنسعى لعودة الجمهير للملاعب زهقنا واللقطة الجميلة دي انت عارف عشان الجماهير تلفزت بألفاز سيئة على كابتن ده الشتم هنا وده شتم هنا في الاتنين رحوا مسكين ايدين بعض وراحوا للجمهورين لا احنا اصحاب وزمايد وقدوا الفتنة اللي كانت في المدرك اللي كانت في المدرك اللي كانت سقفين للجمهورين يا كابتن انا جاي هنا النهاردة لعنوان واحد عايزين ترجع الجماهير للملعب وعايزين وقادي الزمالك وقادي الاهلي اصحاب وحبايد كابتن فوزي ده اخ وكابتن كبير ولعب كان ليه بصمة في الملعب في النادي الاهلي وكان مميز وطول عمره خلوق وبجد انا سعيد ان انا معاك وانت فاروق طبع واحد من يعني من الشباب المحترمين انا سعيد انا معاكو جدا انا بجد ونتمنى ان شاء الله نهاية الدور التاني لا وان شاء الله ناخد واحد منه ويشرفنا في حلقات ان شاء الله في نهاية الدور التاني برضو ويبتقابلوا تاني في القمة يعني هي منتهى الصعوبة انا جئت النهاردة شارب يعني شايب الياسوين فعل لكن خلينا نتفق ان انا سعيد ان هنا معاكو بتمنى التوفيق للفرقتين طبعا اكيد انتم بتتمنوا الاهلي يكسب وانا بتمنى الزمالك يكسب وفي الاخر احنا اصحاب حبايب ولاك بلد واحدة وطول عمرنا بنتنافس في كرة القدر بشكل محترم مش عايزين نفق ده نعم حاجة شكل المحترم نفضل حدث نفضل عمدش لليكم بالفرقتين باذلي والزمالك باذن الله نروح رياضية الناس كلها بتتفرج علينا وربنا هيكرم ان شاء الله باذن الله احنا هنطلع فاصل ونشوف تقريب لأراء النقاط الرياضيين في لقاء الاهلي والزمالك وبعد كده هينضم طبعا استاذ ابراهيم منيسي والباشمالك سعد القائم فجأة لحضراتكو ملك وكتابة وكيفية تقديمهم لقمة اليوم قمة 115 في الدوري الممتاز بشكر كابتن ايمن يونس اللي شرفنا ونوارنا النهاردة وان شاء الله محب حررتك تاني ايضا بشكر كابتن مصر النادي العالي كابتن فوزي سكوتي نتلع نشوف التعرير ونرجع واستاذ ابراهيم منيسي وبشبهين سعد القائم اشتركوا في القناة توقعاتي ان شاء الله بإذن ان النادي الأهل هيكسب ان شاء الله وهيبقى احتفالية دامدة احتفال من احتفال ونصر النصر ان شاء الله بإذن الله واللعبة بإذن الله مستوى عالي وربنا يكرمهم بإذن الله ونحقق نجاح عظيم ونفوز عظيم بإذن الله طبعا المبراملاش اي مقاييس ما فيش حد يدعي توقع النتيجة لكن لو انت حسبتها نظريا لا المباراة طبعا الاهلي أعلى بكتير في استقرار فني في استقرار إداري في معطوات كلها بتقول الاهلي يكسب مرتاح لكن لو احنا عملائنا على عرض الواقع المباراة ما لديش مقاييس خالص لأن ممكن الزمالكي بقى التغييرات اللي بتحصل الفنية دي التغيير الأخير بهاب جلال يقدر ديهم الحافز يقدماتش كويس ورات القمة دايما كلها متبع خارج المقاييس بس بشكل نظري النادي الأهلي فايق أكتر النادي الأهلي جهزيته أكتر إذا مالك سواء جهاز فني الديني مش مستقرة دي وقت الكابتن هاب جلال بعد حلني بوشا كلعبين برضو لعبت نادي الأهلي أجهز من حيث الجهازية الفنية يعني نادي الأهلي بعد النتاج مهتزت شوية رجع الفريق كسب تاني وبان بشكل كويس النحى الآخر يا نادي الزمالك مقال لعبة لحد ما فيه تفك شوية في الفريق لكن مباراة القمة زيما بنقول خارج التوقعات ما فيما تقدرش تقول مين أعلى من مين بس نتمنى إن شاء الله يكون يعني نادي الأهلي هو الأقرب يعني بإذن الله الخطير فرصة الله خطيرة جال جال المباراة طبعا صعبة جدا بس أعتقد إن هي سهلة شوية على النادي الأهلي على النادي زمالك في ظل الظروف اللي بيمرميها نادي الزمالك اللي في الفترة الحالية طبعا رحيلني بوشا وإن لسه لم يتم التعاقد مع مدير فني وحتى لو تم التعاقد مع مدير فني في الفترة الحالية فهيكون طبعا لسه مش قادر إن هو يوظف اللعيبة أو يعرف إمكانياتها أو هيستعين بمين في الفترة الحالية كابتن حسام البدري طبعا قادر إن هو يتغلب على الحتة دي التشكيل مثلا ممكن يحط تشكيل مفاجئ يغير في الخطة بتاعته في طريقة اللعب ودي اللي هيكون مفاجئة طبعا لنادي الزمالك لو كابتن حسام البدري يقرر إن هو يعمل ده ويحاول إن هو يقتنس الفوز في المباراة اللي جاء إن شاء الله المباراة فنية صعبة جدا على الفريقين خصوصا لنادي الأهلي حاليا في فترة استقرار فني وإداري نادي الزمالك لسه مدار فن جديد عليه لسه ما يعرفش قوام الفرقة هيتعامل معها إزاي وأساليبه مع اللعبة لسه يعني فيش وقت كبير إنه قدر يستم اللعبة زي ما بيقولوا أتمنى إن المباراة غرج بشكل لك بكرة مصرية ومصر إن شاء الله اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بكم أعزائي مشاهدي قناة الأهلي معنا في الأهلي والقمة هي حلقة استثنائية في كل شيء فهي فعلا الأهلي والقمة لأنها تؤهل إلى القمة ثم هي الأهلي والقمة لأنها بين الأهلي والزمالك ثم الأهلي والقمة لأننا نلتقي بكم إبراهيم رأيك في الأعداد الأول أهلا بيك يا برش مهندس أهلا بيك أعزائي المشاهدين وهذا اللقاء النهاري لأول مرة ملكه اكتبه بالنهار ما استثنائية ما قلت ليش رأيك في الأعداد دي مش عربان يا رب أهلا بحضراتكو في هذا اللقاء الاستثنائي الحقيق استثنائي في توقيته واستثنائي في موضوعه واستثنائي أيضا في مناسبته الملك والقمة عتدت دائما وأبدا على لقاءنا معاكو في ملكه اكتبه في الحلقات المسائية بقى من تسعة الاثناشر لكن النهاردة خلي بالك في موعد بديل عن الموعد الليلي خلي بالك عشان في موعد نهاري تلع سمت نشغل على الساعة تسعة على قديمه الملك والقمة ده موضوع هذه الحلقة الاستثنائية اللي بننظر فيها إلى كيف يتعامل الاهلي ملك البطولات وملك الكرة المصرية وملك الكرة الأفريقية مع مناسبة يضعها الكثيرون حول العالم ضمن أفضل الدربيات في العالم الاهل والزمالك دربي له ترتيب متقدم بين الدربيات الكبيرة والشعبية حول العالم وأنا أعتقد دايما وأبدا الأهل والزمالك لقاء يعني هنتناقش طبعا مع المهنس عادل القياه في جزئية هو ليه دايما ضد المنطق وإيه معنى أنه لا يخضع لتكاهنات وإيه يعني أن الكويس اللي قبل كده مش بالضرورة يكسب وإيه معنى أنه المطمئن المفروض المنطقي والطبيعي المطمئن وجهز يكسب ليه الناس دايما وأبدا بتصدر هذه المقولات دايما وأبدا على دفتر القمة بشوانس بداية لأنها بطولة من مباراة واحدة بطولة خاصة من مباراة واحدة وكانها مباراة كؤوس والكؤوس ما لهاش منطق الكؤوس ليه منطق لا طبع أنت الدوري هو مباراة النفس الطويل الطبيعي والمنطقي أن الأفضل الأكثر جاهزية الأكثر دوافع الأكثر توفيقة المنطق أن يكسب أن يكسب ولكن أحيانا لا يصادفك التوفيق وقد فعلت كل شيء في كرة القادم بينما الطرف الآخر قد ينكمش ومستني الهزيمة المحتمة فائز به يفوز وتعالنا نتذكر مباراة الكأس 3 واحد اللي كان بيقودها مؤمن زكريا مؤمن سليمان كيف كان الأهل مكتسحاً الملعب ولكن بثلاث هجمات وكور في المقابل فرص مخضرة وكور في العرضة ترجع عليك هجمات قاتلة إذن الكرة تحتمل المفاجئات عندما يكون لقب أو نتيجة على مباراة واحدة تنتظر منها أنها يحدث مفاجئة البعض يقول لك أسل الأهل إذا مالك في ظروف مش عارف إيه قد تكون ظروف الصعبة هي ظروف الموتية ليس اللي دايك ما تخسر بينما الأهل الله وينفع نخسر وإحنا الناس كلها متوقع نكسب فبتصدر ضغط وبتحرر فريق آخر لكن الخبرات اللي موجودة في النادي الأهلي قادرة أن تتعامل مع مثل هذه المواقف ولكن هناك تحدي من نوع خاص الكل ينظر كأن الكابتن يهاب جلال جاء على حصان خارق مش أبيض اللي يأتي بمعجزة فوري يعني الراجل مرن ماتش واحد وحيحسب له أي نتيجة طيب أو عليه من دم قلت الكابتن يهاب جلال وعليه والنتائج يهاب جلال حسابه مع الأهلي ستة واحد لعب الكابتن يهاب جلال ضد النادي الأهلي سبع مباريات سواء هو مدرب للمقصة في فترات جيدة جدا أو وهو مدرب أخيرا مع إنبي في السبع مباريات اللي قاد فيهم يهاب جلال الفريقين ضد الأهلي في السبع مباريات الأهلي كسب خمس مباريات ويهاب جلال كسب مباراة واحدة والتعادل كان نصيب مباراة سجل يهاب جلال في مرمى الأهلي خمس أهداف واستقبلت شباك يهاب جلال من الأهلي اتناشر هدف وكأنه يهاب جلال يلاعب الأهلي لا ما هو بحكمه إنه قاد فريقين والنهاردة بيقود الفريق الثالث ضد الأهلي دي تجربته الجديدة مع الزمالك اللي فيها الحقيقة قرار جريء سواء من مجلس إدارة ند الزمالك أو من الكابتن يهاب جلال نفسه يا أستاذ مرهيم بيصل أحسن بدأنا الموسم ونحن طاقعا يكون يهاب جلال مدربا للزمالك وكانت كل المؤشرات بتقول كده يعني النهاردة لما الكابتن يهاب جلال نروح نطمئلنا على فندق الإقامة قبل تحرك الفريق معانا موفد قناة الأهلي من فندق إقامة الفريق أمير هشام أمير أهلا بيك فضل يا أمير معاكم مشاهدي المتابعة قناة الأهلي في كل مكان وكواليس مقابل مبرق القمة من قدل والزمالك لكن خلينا أقولكم إنهنا بنحاول نقرقكم الحدث بشكل كبير ويكون طبعا الغرفة اللي هكون فيها المحاضرة الأخيرة من كابتن حسام البدري والأكيد هيعلن فيها التشكيل الخاص بممبراطة النهاردة ده طبعا ده مكان المحاضرة لو كاميرا تيجي معي طبعا دي قاعة اللي هكون فيها المحاضرة الخاصة بالعابة النادي الأهلي والجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري هكون طبعا متواجد اللعابين هنا هكون فيه طبعا زي كافي بريك كده للعابة النادي الأهلي وده حيكون بالتحديد فيه تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا وقبل تحرك الأوتوبيس الخاص بالعابة النادي الأهلي فيه اتجاههم لإستاذ القاهرة الدوري والأخيرا هتقام عليها هذه المباراة بعد غياب أكثر من ثلاث سنين أو ثلاث سنين ونصف بالتالي أكيد المباراة في القاهرة بيبقالها طعم آخر وشكل آخر ما بين الأهلي والزمالك ده ما كان المحاضرة دي طبعا البورد اللي حيتم من خلالها شرح الخطة أو الشكل التكتير لكابتون حسام البدري هيستقر عليه ويلعب به هذه المباراة وحيضع هنا كابتون حسام البدري طبعا التشكيل اللي حيبتدي به هذه المباراة برضو عايزين نطمن كل جمهور النادي الأهلي إن كل لعاب النادي الأهلي جهزين بنسبة 100% لخوض هذه الغياب الوحيد هو محمد نجيب إن شاء الله أي لاعب من لعاب النادي الأهلي سيبتدي هذه المباراة سيكون على قدر المسؤولية وإن شاء الله نتمنى له كل التوفيق عشان يقدر النادي الأهلي يفوز بهذه المباراة المباراة المهمة جدا بالنسبة لكل جمهور الكرة المصرية عشان تبقى إن شاء الله ثلاث نقاط جديدة في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري نحو الحفاظ على هذه البطولة الأهلي شكرا أمير المشمهندس أمير يمكن دخل قاعة المحاضرات اللي يفترض هيدخل بعديه هو شغل غير تقليدي ويحيى عليه هيدخل الكابتن حسام البدري واللعبون إلى غرفة القاعة الفنية اللي هيلقي فيها تعليماته الأخيرة والمهام التكتكية المكلف بها اللعبون لكن عايز أقول لك إنه مين اللي حيخش من اللعب يعني إيه التشكيل هيا حيخش الثمنتاشر يا ريعة ها هني قد عيخش القاعة ما تخش الأستاذ من الفندق إلى أستاذ القاهرة اللي بيعود له لقاء القمة بعد غياب طويل موفد قناة الأهلي إلى الأستاذ محمد سعيد يا محمد أهلا بيك موسيقى 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 يوم تحديدا اليوم تعود المباريات لأستاذ القاهرة وتحديدا المباريات القمة لكن بالطبع هي مباريات بدون جمهور لكن هنا الاستعدادات متواصلة داخل أستاذ القاهرة والعدد التنازلي قبل سلاسة ساعات من انطلاق هذه القاهرة الجميع هبت الاستعداد استاذ القاهرة بيتزين بتواجد جميع المسؤولين منذ الصباح الباكر بيستعدوا لتجهيز الاستاذ لهذه المباراة أيضا من خلال لواء علي درويش طبعا المدير التنفيذي ورئيس هاية استاذ القاهرة الدولي كان هناك استعدادات منذ الأمس لتجهيز استاذ القاهرة وتجهيز أرضية الملعب لهذه المباراة يمكن بالأمس وحتى صباح اليوم كان بيتم تخطيط أرضية الملعب الكامل من خلال شمع أو مشامل بلاستيك بحيث أن يكون في حفاظ على أرضية الملعب خاصة شهر 12 وشهر 1 في السنة هناك طبعا أمطار وهناك درجة البرودة بتؤثر بشكل كبير جدا على نجيلة الملعب فبالتالي بيتم تجهيز أرضية الملعب بشكل مميز جدا أرضية الملعب جهزة بشكل متميز لاستضافة هذه المباراة أيضا الشكل الجمالي حوالين تراك تراك الملعب يمكن أن تم الاتفاق مع الشركة الرائعة شركة بريزنتيشن سبورت من خلال إدارة استاد القاهرة على يعني تجهيز الملعب وتجهيز التراك بمجد أيضا يعني شكل مختلف من خلال اختيار ألوانات بيتم تحديد الملعب من خلال شكل موف أو مشمع موف بيتم يعني بيتجول في جنبات الملعب التراك بالكامل بحيث أن يكون في شكل جمالي مع الأضواء الأضواء الكاشفة في نهاية اليوم وتحديد عندما يصف الاستاد القاهرة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بعد قليل أو تحديدا بعد نصف ساعة من الآن من المتوقع أن يصل لتاقم التحكيم الإيطالي برفقة أحد المرافقين من لجلة الحكام لإستاد القاهرة والتجهيز والاستعداد ودخول إستاد القاهرة لتحكيم هذه المباراة أيضا من الشيء اللافت للنظر كابتن عدل أستاذ إبراهيم أن يتم لتواق غرف الملابس لكل الفريقين نادي الزمالك اختار غرفة الملابس الخاصة به وستكون على يسار المدخل للأستاد وأيضا الأهلي على الجهة المقبلة كل أمور على ما يرام داخل استقاهرة لإستضافة هذه المباراة مباراة القادمة بين الزمالك والأهلي في السبعتاشر الدور العام خلاص يعني طبعا بس عايز أقولك أنه الكابتن حسام البدري كان استقر على استبعاد تسع لعبين أو فيه تسع لعبين خرجوا من قائمة المعسكر كان خرج في توقيت مبكر صلح جمعة وأحمد حمودي وباسم علي وباكة وعمر بركات وصبر رحيل وكريم ندفد وأكرم توفيق بالإضافة إلى الكابتن شريف إكرامي عشان يبقى موجود الموجودين في المعسكر دلوقت وزي ما أمير هشام قال إن كابتن حسام البدري اللعيبة هتنزل بعد كده بعد شوية من الغرف لغاية قاعة المحاضرة هيسمعوا التعليمات الفنية الأخيرة وحيتوجهوا بإذن الله يعني متبقل مع كم لعيب 18 ولا 21 21 هاي هيختار منهم 18 فيهم محمد الشنوي وأحمد عدل عبنم ورمضان مصطفى ففي جول هيخرج وفيه في الدفاع أيمن أشرف وعلي معلول وسعد سمير ورامي ربيعة ومحمد هاني وأحمد فتحي وحسين السيد وفي نص الملعب معه حسام عشور وعمر السلاية وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا ووليد سليمان وأحمد حمدي وميدو جابر وهشام محمد وإسلام محارب وفي خط الهجوم معه وليد أزار وجونيور أجايه ومروان محسن وأحمد ياسر ريال فريق متكامل يستطيع عن يعني أي تشكيل حيلعب به ما هو هنا اللي أنا عايز أقول للناس حاجة أعودي أقول لك غلط وصح يعني أنا مش هخرج على التقاليد وهصمم أن أنت تقول التشكيل المتوقع من قبلك أو التشكيل المفضل مش المفضل هو مش هيعمل هسيبك تكتب براحتك بس نسمع الأول تقرير صوتي عن هيئة أستاذ القاهرة عودة لقاء القمة لأستاذ القاهرة بعد 1210 أيام غياب عن عشب الأستاذ أعتقد يستحق أننا نفكر حضراتكم بمفخرة الملاعب المصرية أستاذ القاهرة أيها المواطنون بسم الله نفتت جميعا هذا الملعب ونشعر بالحمد في عيد الثورة الثامن أستاذ القاهرة مفخرة الملاعب يشهد أستاذ القاهرة بعد ساعة قليلة مبارد القمة رقم 115 بين الأهل والزمالك في ختام الدور الأول الدوري وعود حميد للقاءة القمة بعد غياب طويل منذ شهر أكتوبر عام 2014 وفوز الأهل يومها على الزمالك في السوبر بضربات بضربات الترقيح بعد التعادل بدون أهداف وحكاية أستاذ القاهرة بدأت منذ عام 58 في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وسمي أستاذ ناصر في البداية وقام بتصميمه المهندس الألماني فرنر مارش وهو نفس المهندس الذي صمم الأستاذ الأولمبي في برلين والذي استضاف دورة الألعاب الأولمبية في برلين عام 36 وتكلف بناء الأستاذ وقتها مبلغ 150 مليون جنيه اكتمل بناء أستاذ ناصر عام 60 وافتتحه الرئيس جمال عبد الناصر في احتفالات ثورة يوليو في نفس العام في الستينات كان الأستاذ هو الملعب الرسمي لمنتخب مصر فقط وكان الأهل يلعب مبارياته على ملعب التتش والزمالك في ميت عقبة وبداية من عام 71 شهد أستاذ القاهرة مباريات القمة بدقاء الأهل والزمالك الملغ لشغب الجمهور بعد ضربة جزاء الشهيرة ضد الأهل من الحكم الديباء وظل استاذ القاهرة هو ملعب الأهل والزمالك حتى بعد قيام ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011 وحتى مباريتي الأهل مع الزمالك في السوبر في أكتوبر وبعدها مباراة الأهل وسيو سبورت الإفواري في نهاية كونفدرالية في نوفمبر من نفس العام بعدها تم نقل كل مباريات الأهل والزمالك في كل المسابقات إلى ملاعب أخرى مثل الجونة وبيتروسورت وبرج العرب وأستاذ السلام قبل الموافقة الأمنية للعب عليه من جديد في منتصف الدور الأول للموسم الحالي ساعة أستاذ القاهرة في البداية كانت أكثر من 100 ألف متفرج وكانت المدرجات عبارة عن مصاثب خرصانية ما عدا المقصورة والدرجة الأولى الممتازة حتى تم تطويره من جديد قبل استضافة مصر للنهائيات أمم أفريقيا عام 2006 لما يتناسب مع التطور الجديد في كل استادات العالم وتم إلغاء المصاطب الخرصانية واستبدالها بالكراسي في كل المدرجات لتكون السعة الرسمية 74 ألف متفرج ويضم أستاذ القاهرة أيضا مجمع حمم السباحة وصالات مغلقة تقام عليها بطولات كبيرة في كرة اليد والسلة والطائرة إنه أستاذ القاهرة مرعب المنافسين في المباريات الدولية ومفخرة الملاعب المصرية سنوات طوال ولا يزال تقليل شوفنا يا بشموندس الحياة تقليل جيد من الزملاء في الإعداد فكرنا بـ ده أستاذ ناصر وافتتاح الرئيس جمال عبد الناصر رئيس شرف الناد الأهلي لهذا الأستاذ كل ما تقال ناصر تكبر لنا الموضوع ليه مش ده الافتتاح كان العيد كان العيد التامل للثورة بص برضو بمناسبة سرعة الإنجاز الأستاذ لا 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 أحد سنتين هو قيمة الأستاذ ده بقى أنه ما كانش فيه حد في العالم في أفريقيا ولا في الشرق الأوسط يعني ده الأستاذ يعني ما كانش إلا في الدول الكبرى العريقة زي الأرجنتين والبرازيل وأوروبا وما كانش في أوروبا فيه استاذات بالحجمة ده فده الأستاذ ده وأنجز في سنتين يعني من 58 وافتدأ نحن عايزين بقى خرار جريء زي ده يعمل لنا أستاذ زي ده حتى حيبقى قال لليه لأن ده 80 ألف عايزين وستين طيب فكرك هنعدي خبر أن أنت مسكت ملف التعاقدات التاني هل تتعديه اللي ما هيتعرف يعني ومش هيتعرف مبروك الله يبرك لك طيب يعني هنقول أقرب صفقة ولا لا لا طبعا ده بالعكس بقى كل ما يكتب أو يقرأ خدوه من هنا ومش يفوت من هنا ويفوت من هنا برضو ما فيش حد يصدق كلمة بتتقال دلوقتي ممكن يصادف حد منهم يخلص لكن كل اللي بيتقال وعلى ضمانتي وعلى ضمانة غيري بتاع لن يحدث سنعيد سنعيد الأهل إلى تقاليده في العمل اللي حيتكلم ليس له وجود بيننا ده شرطي الأساسي قال لي يتحدث أحد واللي حيثبت أنه صرب قاعدة صرب حتى يقولك كنت شايفهم بيمدوا راحين ناحية قطة الاجتماع اللي يكلم أه والله أنا بكلم بككات اللي يكلم ساعي بتاع بتاع إيه اللي حصل وإيه الأخبار ودخل وإمتى خرج وإمتى الساعة ده حيو حاسب أه فالنبي الإعلاميين يحفظوا على أكل عيش الناس شوي طيب وأنت تحافظ على جمهور ملك وكتابة وأنا حافظ على شغل الأهلي أه جمهور ملك وكتابة يسعدوا لصفقة اللي خلصت مش اللي هو قاعد يتكلم فيه عشر طيال أه لا هو عايز استفخل خلص طيب وأنا عايز التشكيل من وجهة نظرك هو الشناو وفيش خلاف عليه أه الشناو إلا لقدر الله له شيء مفاجئ أه خط الظهر حيبقى الخلاف الوحيد يعني أنت عندك معلول فتح طرفين غالباً حيبقى الوضع كده فتح أحمد فتحي وعلي معلول أه تمام وهيبقى رامي غالباً رامي ربيع وبعدين يا سعد يا أيمن واحد منهم يعني عشر والسولاية والسعيد لا خلاف غالباً مش هنفجر مثلاً بحمد حمدي ممكن يبقى أول بديل ده أو أقرب بديل وبعدين عندك مؤمن وعندك أزاره يبقى ناقصنا واحد أنت قد يكون أجيه الأقرب أجيه وقد يكون مين وليد سليمان وليد سليمان أعتقد أجيه البداية بجونيور أجيه لكن عندك بقى البديل الذي يحدث الفارق بقى عندك وليد سليمان ونزوله في توقيت معين خاص هيزيد من فعليته من خطورته مؤكد عندك أحمد حمدي عندك ميدو جابر عندك يا سعد يا أشرف وحرس مارو وإسلام محارب إسلام ممكن إسلام جدا جدا طب ماروان محسن وجوده داخل القايمة ربما ما يدخلش قايمة 18 ربما يدخل بس تفتكر يعني ممكن ولا مخدش فترات كافية من اللعنة هو يحمد ياسر ريان لو شفت بالخبرة طبعا هيبقى هو بالجاهزية أنا معرفش يعني أنا معرفش بالجاهزية مين إنما هو لو جاهز لا إضافة طبعا صحيح نتمنى إن شاء الله كابتن حسام البدري يوفق في اختيار التشكيل اللي يفي بالغرض وهو الفوز الأهلي يسعى لاستعادة صدارة الدوري وأنا بقول لك وماتش القمة ليه إنه يحطك على القمة لو كسلت طب ما تيجي نسمع التأذير ده عن الملك والقمة الملك والقمة لم يعد تبقية سوى ساعات قليلة على لقاء القمة 115 بين الأهلي والزمالك على ملعب استاذ القاهرة بدون جمهور في ختام مشوار الدوري الأول من الدوري المباراة ينتظرها عشاق الناديين وعشاق كرة القدم عموما في مصر وفي كل البلاد وبلاد أخرى كثيرة في العالم فهو الدرب الذي يحمل الرقم الخامس في ترتيب أقوى الدربية في العالم بحسب صحيفة تليغراف الإنجليزية والأهلي بنجومه العظيمة صالح سليم والدوزوي والشيخطاها والفنغيل والخطيب وطريكا ومتعب وبركات وخالبيب وفلافيو وآخر نكثر هو ملك القمة بالأرقام سواء في الدوري أو كل المسابقات الأخرى التي تقابل فيها الفريقين فلقد حقق الأهلي 91 فوز منها 42 فوزا في الدوري و16 انتصارا في كأس مصر وخمسة وعشرين تفوقا في دور منطقة القاهرة ومكسب واحد في كأس سلطان وانتصارين في السوبر المحلي وخمسة انتصارات في البطولات الأفريقية مقابل خمسين فوزا للزمان في 214 مباراة والتعادل 73 مرة وحتى في مباراة الدور الأول بين الفريقين معددها 57 مباراة لم يترك الأهل الفرصة لمنافسه للتفوق فاتغلب عليه 21 مرة مقابل ثمان مرات للزمالك والتعادل في 28 مباراة والملك هو الملك في الأرقام والانتصارات والبطولات والجمهور فانتظار فوز جديد على الزمالك لمزيد من الأرقام للملك إن شاء الله شمعندس زي ما بيقول التعرير والجمهور في حاجة إلى فوز إيه درجة احتياج الأهل للفوز في هذه المباراة؟ إنه يحطك على القمة وإنه يخربك من حالة التعطر يعني بعد 8 أو 9 انتصارات متتالية حصل دروب حصل في 3 ماتشات وربعة فده مش معتاد تخسر 9 بنت لا 9 بنت مش معتاد يعني تعدلين وهزيمة مش معتاد يعني فإنك أنت ترجع برضو تعمل سلسلة من الانتصارات المتتالية ده مطلوب جدا لأن دي شخصيتك لازم تسترد شخصيتك وفي نفس الوقت انت سيبت ناس أعمل الشيخ والكابتن متعب ومؤمن بس يلعب النهاردة ويلعب ماتش السوبر الناس بقى عايزة تتطم من غيرهم ممكن الأهل يبقى شكله إيه يعني دي كل حاجات بتقول أيوة أنت كنت واخد خرارات يعني وهي في المصلحة طبعا لأنك أنت الكواليس جوه بتقول إن إن الأمور ما تستناش معلقة كده دخلنا قط المحاضرة الفنية اللي حيلقي فيها كابتن حسام البدر محاضرته شوفنا الصبورة اللي هيتحط عليها تشكيل القمة إن شاء الله نطلع أوتوبيس الفريق ونشوف أمير هشام أمير هشام من أمام أوتوبيس الفريق أمير أهلا بك تشكيل القمة لسه مستمرين معاكم مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان وزي ما عودناكم دايما بنحاول نقول لكم الصورة لحظة بلحظة يمكن زي ما إحنا شايفين أوتوبيس الخاص بيقى نادي الأهلي وصل خلاص لمقر الإقامة عشان ياخد خلاص اللعب الفريق وكلهم طبعا ليه أستاذ القاهرة الدولي واللي حتقام عليه هذه المباراة لكن تعالوا نخش كده أوتوبيس ونوضح الصورة أكتر ونبين للجمهور أوتوبيس الخاص باللعبية النادي الأهلي عم نور عم نور عم نور عم نور كل تمام النهاردة طبعا مباراة الكمة عم نور شايف المباراة ازاي توقعتك له إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله بإذن الله الأبطال يفرحونا نهاردة إن شاء الله بإذن الله قلت كس لعبة النادي الأهلي هم في الأوتوبيس كده قبل المبارات المهمة بتبقى عمله ازاي؟ والله يعني بيتبقى في قتم السبات يعني ما شاء الله عليهم الحمد لله يعني وربنا وفاهم إن شاء الله بإذن الله من ألم التوفيق وممركزين بقوا كده بفكر رشغل في المطر؟ طبعا طبعا الأجواء طبعا في الأوتوبيس في المبارات كما زي مبارات أهلي وزي مالك تبقى مختلفة شوية عن أجواء أي مبارات؟ والله بيوقع فيه تركيز يعني قبل المبارات والغات لما إن شاء الله بنوصل الأستاذ ويبقى فأتم السمود يعني إن شاء الله بإذن الله لغات لما يتم المبارات على خير إن شاء الله بإذن الله مش عايز أسبق الأحداث بس إن شاء الله لما بنكسب مبارات كبيرة زي دين إن شاء الله يعني النهاردة كمان قولي الأجواء برضو اللعيبة بيبقى عاملين إف الأوتوبيس بيحتفلوا وبتبقى الدنيا بنسبالهم ماشية زي طبعا بيبقى فأتم السعادة سعادة بهجة إنو فراحوا جميع الجمهور اللي مترقب الفوز طبعا طبعا شكرا منور إن شاء الله طبعا زي ما انتم شفت ده كان لقاءنا مع عامل نور أكيد قبل تحرك الأوتوبيس لإستاذ القاهرة ومبارات الأهلي والزمالك حسابكم شوية مع بعض اللقطات الأوتوبيس النادي الأهلي قبل انطلاق هذه المبارات وده الأوتوبيس طبعا اللي حيقل للعيبة النادي الأهلي في اتجاههم لإستاذ القاهرة لخد هذا اللقاء الهام بين الأهلي والزمالك موسيقى 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 ليه تمن ليه تمن يجب أن يرد هذا السمن يرد من خلال إخلاص تفاني عايز أقولك بمناسبة الكلام ده والله لأنه من الطبيعة أن كل لعيب لعب في النادي الأهلي وحقق مجد وحقق شهرة وحقق فلوس وحقق مكانة يشعر بهذه القيمة لكنه لما يبقى لعب زي اللعب السوري عبدالله الشامي شفت له حوار الرجل ده ما لعبش يعني قيد والظروف ما خدمتش أبدا أنه يلعب وانتقى المعار أو للبيع أعتقد انتقى للمصري بس شفت له بعد ما الأهل استغنى عنه أشوفته والجمهور كله تابعه إيه الحب ده وإيه الاحترام ده وإيه الشرس قدر له في أكبر نادي وقدر صعوبة الظرف اللي هو جاي فيه ومتفهم رغم أنه مش قابل وأدرك قيمة الأهل وقال لك بالنسبة لزميله اللعيبة واحتضانهم ليه وعلاقتهم وبعض يعني يبين لك هو ليه الأهل ده بيكسب كان يتمنى أن يلعب ولكنه ناقم ومتفاهم وليه ما لعب بزبط ومتفاهم ومحترم طيب ده يفضني برضو وإنه قال لك أنا حتى لو في مصر أتمنى أرجع ألعب في الأهل ولو الظروف عادت تاني مش هواقع إلا للأهل أخذ نفس القرار وقال له تلعب في الزمالك قال له لأ قال لي لأ في الأهل ما يقدرش يلعب في الزمالك ما احترمه الزمالك لأنه خلاص اتحسب على المعسكر ده وأنا مش رايح يعني ما معناها أكيد أي وقت لكن مش رايح أكيد حلوة دي يعني معناها كنت بالات كتيرة بتبقى على سبيل المقايدة أكيد تحفظي وعدم ارتياحي لما قاله كابتن النادي الأهلي وهو يغادر يا كابتن أنت تصدر الصورة الإيجابية عن النادي الأهلي أنت ليست يعني إذا كانت تجربتك سيئة مع مدرب ما ينبغيش أنها تؤثر على علاقتك بالمكان لازم كنت تخرج وأنت بتقول للناس قتلوا عشان تنجحوا داخل النادي أنت لو نجحت برة يبقى التقصير كان عندك ما تقوليش لعيب خرج برة بمنطق طب حوريكو بقى فاهمني يا أستاذ إبراهيم ما توريني يا أخو أنت في النادي أي لعب مش حد معايد إنما لعيب يبقى بيعمل يعني يعني أنا مش عايز أخود في تفاصيل ربنا وفق كابتن عماد متعب لكن كنت أتمنى أن يخرج وهو كابتن نادي الأهلي ويعود وهو كابتن نادي الأهلي مش إنه يلبس الشارع قمته ككابتن الأهلي ماذا ينقل للأجيال القادمة فأنا الشامي اللي حضر معنا ستة شهر وهو ده فعلا اللي ما خدش أي فرصة ده كان يقولك لو كنت خدت ربع ساعة كنت يجوز عبارة عن نفسي ورغم كده مش ناقم فظلم ما ظلمش دي مش حسبتي هو قيمة ننتظر منه أن يكون قدوة القدوة يعني إيه يعني ناس تقول أيوة هو ده النموذج الأهلاوي اللي بيبدي اللي المفروض يكون اللي بيبدي مصلحتنا دي عن أي اعتبار إنما نخرج بالأحساس الشخصية ازعل من كابتن حسام زي ما أنت عايز بس التوقيت ده وانت خارج تقول سأخرج لو أعبر عن نفسي وأعود إلى النادي الأهلي كابتنا لعبا أساسيا وفي منتخب مصر كلنا هنحطك فوق دماغنا وكلنا وانت خارج كنا بنحيي هذه الخطوة عشان تعمل كده أيها بشوهندس لكن في النهاية انتقل عمادو كل التوفيق ليه عموما لأنه الحياة الفترة اللي فاتت كل اللعيب كان بيتمنى أنه يلعب بص يا برايب ما تبرل ليش تقول إن أنا وانت عايزين حاجة إذا ما خدناها لا طبع لا 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 صحيح أنت مش عايز حاجة وما كنت متوقع حاجة وأنا عايز حاجة أنا كنت متوقع يعني لكن لما خدناش اللي احنا متوقعينه معناها أن أنا أنقم على النادي الأهلي لا يا حبيبي النادي الأهلي افصله عن المجريات الحياتية واللحظية والبشر افصله لوحده يظل امج كده يظل صورة ذهنية لما يتقال النادي الأهلي ما يقولش لا ده ارجع بقى الكلام فلان وفلان قالوا ايه خلاص حظك عاسر مع مدرب تعطفنا معاك اخرج اسبت نفسك ارجع اه 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 كل الناس اعتذر لك انما دلوقتي اعتقد حتى من رد الفعلة على السوشال ميديا والمقارنة مع عبدالله الشامي ما عبدالله جاب جود عبدالله المدافع جاب جود اه وعماد المهاجم ما دفعش اه 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 انجري اراه اه اه انا احب ها اه 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 بقدر ما أنا مش موافق طيب الحكم ما رأيك طلياني طلياني بس الحكم ده كان هيتقتل للإطراض على خراراته وأنه كان بيؤثر عن نتائج وبعدها أفضل حكم في إيطاليا يعني هو برضو يسير الجادل طيب حكم المباراة هو الإيطالي ديف دي ماسا ده من موليد 15 يوليو 81 يعني عنده 37 سنة تخرج من كلية الحو في إيطاليا تخصص بعدها في المحاسبة حاليا رجل بنكير في أحد البنوك الإيطالية بدأ مسيرته مع التحكيم وسنه 16 سنة وده يبين لنا فكرة الاعتناق بالحكام صغار السن ولما انضم اللي يحكم في الدور الإيطالي الكاليتشو أخذ أحسن حكم مبتدئ فبدأ من وقتها مسيرته أخذ أحسن حكم بعد كده في إيطاليا عمتا الموسم الماضي 2016-2017 حصل على جيزة على أكتر من جيزة وأدار مباراتين في الملاعب العربية أدار مرة الساد القطري مع السيلية في الدور القطري وأدار مبارات النصر والشباب في كأس السعودية هو ده الحكام؟ الحالة للمهونتس عادل بيشير إليه إنه تعرض لتهديدات بالقتل بعدما كان أدار مبارات لليفونتس مع الميلا اللي انتهت بفوز ليفونتس 2-1 وشاهدت جدلا كبيرا أدار مس 11 مباراة رسمية خلال الموسم الحالي بينهم 9 مواجهات في الدور الإيطالي بالإضافة إلى مواجهتين في الدور الأوروبي كانت الأولى بين سمورتينج براغا البرتغالي وجامعة الثانية سلافيا براغ تشيكي والأستانا الكزاخستاني هذا الحكم وجوده من إيطاليا هنشوف في هذا التقرير عن حكام لقاءات القمة بالذات لما يكونوا أجانب بيحصلين القمة 115 في مسابقة الدور العام ستكون بصافرة إيطالية بعدما أسننت لجنة التحكيم باتحاد الكرة اللقاء للإيطالي ديفيد ماسا ويعاونه أدريك كريسكو وفابيانو بيرتي والحكم الرابع موريزو ماريانا وحصل ماسا البالغ من العمر 36 عاما على الشارة الدولية رسميا عام 2014 وبدأ بشواره مع التحكيم في سن 16 وأدار ماسا 11 مباراة رسمية خلال الموسم الحالي بينهم تسع مواجهات في دور الدرجة الأولى الإيطالي بالإضافة لمواجهتين في الدور الأوروبي كانت الأولى بين سبورتينج براغل بورتغالي ولودو جوريتس البولغاري وجمعت الثانية فريق إسلافيا براغل تشيكي وأستانا الكازي خستاني ووضع ماسا نفسه كأحد أبرز حكام الكرة الإيطالية حيث أدار العديد من المواجهات الهمة في العام الماضي أبرزها بين يوفينتوس والاتزيو في الدور الإيطالي وانتهت بفوز يوفينتوس بثنائية نظيفة وكذلك مواجهة يوفينتوس وإيسي ميلان في نفس المسابقة وانتهت بفوز يوفينتوس بنتيجة اثنان واحد وجمعت آخر المواجهات الرسمية التي أدارها ماسا في الموسم الحالي فريقين نابولي وسامبادوريا وانتهت بفوز نابولي بنتيجة ثلاثة اثنان وأدار ماسا ثمانية وتسعين مواجهة في دور الدرقة الأولى الإيطالي منذ عام 2011 وتتبقى له مواجهتين فقط لدخول نادي المئة بين الحكام الإيطاليين بينما أدار مائة وخمسة وسبعين مواجهة في مختلف المسابقات خلال مشواره التحكيمي أشهر خلالهم سبعمائة وسبعة وخمسين بطاقة سفراء وستة وثلاثين بطاقة حمراء يعني حكم عنده ستة وثلاثين سنة يعني اللعيم كوري كان زمانه في الملعب وكان زمانه برضو بيقول عايز فرصة فده حكم لائق بدنية هيجري يمكن أكتر من اللعيب وأسرع منهم لازم الناس ستنبه أنه ستوقع أن يكون قريباً بكل حدث طبعاً يتسم بالجرأة واضح واضح على أنه ما بيكشش فأرجو أنه يوفق أنه يعمل ماتش كويس ما يكونش جاي يستعرض لأن أحياناً الحكم لم يشعر أنه نجمة يا أستاذ زبرين بخات منه يبقى فاهم الناس جات فرقاً يعيش يعيش فلازم يعمل لهم حاجة يعني وكان عندنا نمازج في الدوري المحلي بتاعنا من الحكم اللي هو النجم النجم اللي عمل لقرات مسيرة للجدل وبطريقة يعني شيك قوي عشان يصير جدل فإحنا عايزين كل واحد ياخد حقه عشان برضو الناس المكسب أو الهزيمة يبقوا الناس مختنعة بيهم طيب الحكم الإيطالي بيفكرنا بحكم إيطالي بيرتو بيرلوجي اللي أدار مباراة للأهل كان إيطالي أدار الأهل والإسماعيل المباراة الفاصلة اللي كانت في المحلة في المحلة في المحلة 9091 أنا بقولك ده بمناسبة أن الحكم لما يبقى أجنبي أو حتى لما يبقى إيطالي كمان يعني ما بيتكلمش طالينا في الغالب ما بيحبوش يتكلموا الأنجليز وغرانسا وبيعتزوا بلغتهم زي الألمان فبدر رجب فيما أذكر الكرة لمس الدراع أحفاكر دي لمس الدراع أحد لعيب الإسماعيل فبدر رجب جري على الحكم بسرعة وبشاور له على أن الكرة لمس الدراع اللعب التاني الحكم فيه منه دي إشارة غير أخلاقية أمطارة بدر بعمف وغضب يعني حتى تصرفه في الطر أهو محمد رمضان بقول له استهنى يا عم استهنى ده أنت فهم غضب تاني تاني والنبي يعده هالنا بص رمضان على هدوءه أما نقول له استهنى هو مش قصده ده بيقول له خبطت في إيده ده بمناسبة اختلاف عمل اللغة في الملعب بين اللعبة والحكاء وحكم إيطالي أهو 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 شاور له على إيده بص رمضان وقسامة عرابي وطلع لكرة أعمر على طول على طول بغضب كابتن باد الرجب أهلا بيك اهلا بكابتن ازاي حضرتك ازاك يا كابتن كل سنة وانت طيب كده الحكم يطردك بالشكل ده يا رجل يا فينال ده مش كده قواتش إنه قواتش مضرب ليش لقداني الرجبة ايه اللي حصل فكام تحيات الأول تحيات الأول وتحيات المواندس عدد انا عارف ان انت في الامارات وربنا وفاك حبيبي كابتن عدلي كل سنة وانت طيبين قول لي ايه اللي حصل في الواقع دي احنا بنتذكرها بمناسبة ان الحكم ده إيطالي واللعيبة في الملعب غالبا عامل اللغة بيبقى مفقود والله يا كابتن احنا المفروض يدونا درس تقوية قبل القبل يعني في وسط الموسم كده ما نعرف ان دي حكم أجنبي اه عشان الاشارات بس رمضان عمال يقول له استنى يا عم انت فاهم غلط التاني مفيش انا التراب يا كابتن والدرابت كمان ده ضربني رجبة ضربك رجبة اثاني كارت عمل مرة واحدة اه اثاني رجبة بره جو جو وانت رح تقول ل ان الكورة لمست يد مش كده اه الكورة كان هندي بول على حمزة جمع جوة 18 اه يعني وده كان نهائي الدور اه تسعين واحد اه في يد حمزة في يد وبينة زي الشمس يعني فردت يدي وبيقول لكورة هندي بول بلمسي اه ده ايد جمع يعني مش اي ايد ده ايد جمع كمان اه ايده كبيرة جمال اه 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 ايده كبيرة اه ايده ورجليه كمان فبسرعة جدا اه 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 هسينت قوعت في طلياني الطلينا زينا ما يتعملش فيه من حركات اه 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 عاصب اه يا كابت انعادل اداني رجبة مش مشكلة خلاص انت بفهمتش اللغة المهم ان هو بعد المباراة اه 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 ان انا اللاعب اللي طلتوا باحت العيده المباراة و انا بعتذر لان انا فهمت الاشارة غلط اه انت كنت عامل ماتش كويس كنت عامل ماتش كويس هو بيها للفاك احنا كنا راجبين المباراة يا سيد إبراهيم اه واحنا مستعتين جد جول فتنطين جول كده بنت عربت ازاي اه اه رح مستين يكارت احمر اه اه قبل بLER ثاني. biddingabout ، ن belay. كابتن ، شايف مباراة النهاردة ازاي؟ بالله طبعا عشان نبقى تير يعني انا ماتمنى طبعا لفل نادي الاهن نشاء الله. انشاء الله. انا ماتاه będąلений نلادي الاهنك Erde . لكن انا باقولي انه المباراة مش دايم الناس متخيله. ان نادي الاهن ساعد المباراة تستعيد المباراة والمباراة تبقى سهلة. لا. المباراة صعبة جدا لان نادي الزمالك مقدموش اي حاجة غل ان هو عايز يبوز الفرح زي ما بيقولو. انت متقدم ابناط المفروض هتبقى متقدم عليك بلد بلد كميرة. فهو عايز اي حاجة ما عندوش حاجة يبكي عليها. حيحاول يجد قول فيك وحيحاول يضغط عليك. ما يتخشي مساحات المبارعة تبقى مخلوها من ناحية الخططية هتبقى فيها اداء فني مش عالي. يعني فرقة ما فيش كما فيه استحواز للفريتين. مش هيبقى فيها هجمات زي ما الناس مستخيلة. هيبقى اللقل محسول في نص الملعب بين الفريتين كله خائف بالتاني. وان كان الزمالك هيبقى متحفظ اكتر شوية ان هو عايز يخسط يعني من يواصع المكسب لنا نادي الزمالك اكتر شوية. يعني اتعادوا بنسبة للاهي طبعا كويس. والمكسب كويس جدا بنسبة للاهي لكن المبرارة انا بقول على المستفى الصفاني هتبقى طوق المتواصل. مش هتبقى جيدة او ممكن. طيب المهندس عاد poorer تشكيل معرفش انت رأيك تتفي معه اوه تتغير عليه. يعني هو الشنوي يبدأ ويلعب السردبكين آآ رامي ربيع ويمة يلعب معه سعد سمير لو جاهز او ايمن اصرف. ويلعب آآ احمد فاتح وعالي معلول ويلعب حسام عشور ونسولية ويلعب عبدالله السعيد ومومن زكريا وجونيور اجياء وليد ازهاره. ويلعب انا 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 متفل معك كله بس يلعب اه هشام جنب جنب حسام مش هشام محمد بدل عام رسولية اه اه بس لان انت محتاج لعيب الكرة في نص الملعب اه يعني انت عندك اه كلما زادت لعيب الكرة في نص الملعب كلما انت تتحكمت في اثنين مباراة اهه على قالت ببعاك كرة كتير والولاد اه 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 بجانب طبعا الجنب المجهول في مصر مش في النادي الاهلي بس اه حسام عشور وده احد الاكلحة اللي اللي ليها اه الفضل في انتصارات اه حسام عشان بس ندي الناس حقا يعني اه اه بجانب خالي ومتاك بخير وناس اللي مبودة لكن في ناس يا كابتن الملعب لو اتشالت بدلاش اكسب الغيرة على العصوم ام عشور ده شخص يعني اه 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 والله انت اديت لنا اه لمحة تانية من الشام ده صحيح اه 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 على حساب مين بقى السولية على حساب عامر السولية اه لانه بيقدي نفس الوظائر لكن الشام في مين بار يعني اعمل على هي كويس ذات البطرة اللي باكت الشام اه كنتروله اعلى شوية لانه هو بتحكم في ريتم المصر اه عنده عنده اه استيبول وعنده عنده اه ثبات انه ينسى الكورة تحت تحت دليل السلم تحت دليل السلم على طول وزر الكورة على جوم تحت الكورة حتى الكورة ما ديبقى قدام بمقى تحتية بيكمل يعني عنده من ذات هي ده خليج تمسك رس الملع ده كلام لذلك هو بيمرن وانا مبابا رانش ابراهي عرفت ليه هو بيمرن وانا مش بمرن لانه يروح للتايها انا معرفش اخد بالي لا لا اهلا بنتعلم منك قد نعلم بقولك ايه اه ولادك كتر في الملعب النهاردة صح ولا ليك اكتر من حد يعني المؤمن زكريا وهشام اه كتير وحسين السيد ورمي ربيعة لا لا كتير وسام عشور وسعد سميل كل دول ولادنا يا كابتن مش ولاد الاهالي بس اه ده اطمق كلها التجربة بتاعتكو بمشاء الله يعني الطرح بتاعها في كل الاندية تقريبا بقولك ايه اعملهم بقى وارجع اسمع بس انا عندي حرفة الواقتي موجودين في الفريق الاول اما نكملهم حاجة وخمسين يعني اما بطلع بر الرابع ارجع كل شخص هاتفل كورفر المهاري بسديهاته بشرايطها في كلها هذا negotiات عنا برواقق وادم Ahmed تقريباً بعد رجب هو الوريس الشرعي الوحيد للخوايا بعد دنبات كان واهبة بعدين محمد واهبة بتاع الإسماعيل طيب هو أشر لحد حسام عشور ودوره وتأثيره لا بص محدش بتنقش بقى في دخلات أصبحت من المسلمات أنك أنت تعيش دور الشخص الأمين الحارس الأمين اللي معاك مفاتيح السيكيوريتي أنت شركة الأمن في ملعب الأهل اللي مستعد تصهر بالليل عشان ننامي إحنا فالراجل ده في الملعب بيعمل ولما غاب تم اختحام البيت ولما غاب التعنيين بيلعبوا كوتشينا كل المرشات اللي الأهل لم يوفق فيها غالبيتها حسين مش عشان برضو ما إحنا مش عاديين دقاء يكون صوت ولكن الحقيقة أن توزيع الأدوار في الملعب مبنى على ده وهو وجد سعادة وجد نفسه في الدور ده مش متدايق يعني شاين الليلة وبعدين قد كوفيئة كوفيئة ليه؟ لأن مع استمرار هذا الدور الناش شافت لأهمية هذا الدور صحيح ولذلك ما تسعاش للضوء المبهر لإحرائك النجاح السريع ينتهي سريعا في معظم الأحيان إنما رجل ده بيستوي على نارها دي كل المدربين اللي جات أجمعت على قيمته يعني فأنا تمنالوا النجاح أحد كتب تعليق الطريف قاله كان نفسي يدوله الجنسية المصرية عشان يلعب في المنتخم يعني من اللعبة المهمة المفروض تاخد فرص مشاركة كمان مش مجرد استدعاء لمعسكر ويرجع ما هو أنت بتحكم عليه من إيه؟ إديته متشات يعني؟ أبدا طيب طيب برضو فيما بين الصفقات والمهام والتشكيل عبدالله السعيد عبدالله لعب مهم قوي عقده بيخلص أريد له تصريح النهاردة ما أدرش أتأكد إذا كان هو أهل ولا لا أنا برفض أي عروض خارجية ومتمسك بالبقاء في الأهلي يبقى لعيب جوه قلوبنا كلنا يا دي عايزة من أخشى وقال لي اشتري الأهلي أهلي بيشتريه لكن بالطبع كل حاجة لها منطقيتها يعني بقى الأمور لا تهدر قيمته ولا تبالغ كمان فهو حيوصل للشيء اللي يستحقه ويكون راضي عنه يعني ضربة البداية معاك ممكن تبقى ولا أنت السوبر الفريق مسافر بكرة لا تخلي بالك أن فيه الفريق مسافر بكرة إن شاء الله مش هتتكلم في حاجة لبعض السوبر وخلي بالك أن فيه سبع لعيبة عودة بتاني الألم تشغل كابتين أحمد عدل عبد المنعم سبع لعيبة سبع لعيبة الظاهرة بتاعت الانتقال للدور السعودي هتستمر على طول بص هي لها سببين نجاح اللعب المصري في انه يسبت وجوده على عكس الصورة الزهنية الصابقة انه كان اللعيبة بتروح ما بتعبرش انها لعيبة محترفة يعني الحقيقة يعني في لعيبة كتير بتبقى مكتفية بالنجومية وكابتن فضل كابتن ازاك كابتن فنجاح اللي راحوا السعودية حسم الدقة لان ما فيش مشكلة لغة فيش مشكلة تأقلم اللعب المصري بطبعه متدين فبيحب يروح اماكن طاهرة يعمل مناسك يعمل بتاع ما استناني بقى طب تسأل علي مسعود؟ لا بقول انا علي مسعود عشان يبقى انت اللي قلت كمان فارق العملة دلوقتي اصبح مغري مغري جدا لانه صورة يعني ما تيجي تقولي 300 الف دولار يقولك ادي خمسة مليون ولا خمسة ونصف مليون صحيح ربعمائة الف دولار يعني سبعة وسبعة وربع مليون في ستة شهر ثلاث اعرات للاهل مليون ومية وخمسين الف دولار انما بالنسبة للعيب تمثل ايه؟ صحيح يعني بالنسبة للعيب حيروحوا في غلوة واخد بالك لكن انت بالنسبة للعيب بتمثله ايه؟ فانت لما تقول اللعيب حريحك بس تهيلي بقت الديني وحعيرك بس ترجع بقى وانت قد يعني امنت نفسك واملت ولادك زائد اللي هتخدم الاهل بعد كده ما انت اللي بتخدم الاهل ده يأمنني ويأمنك ويأمن جواني طيب معنا على الهاتف من السعودية الصديق العزيز قال له السازة علي مسعود مدير تحريد جريدة الرياضي السازة علي اهلا بيك اهلا بيك سيد ابراهيم تحياتي لحضرتك وتحياتي للباشموندز عد للخير اهلا يا علي بيزاي الموندس عد دي خلص الكلام قبل ما انت تقول الاسباب على لك عشان ما تبقاش غشيشني حاجة هل عندك تفسير للإقبال السعودي الجيد والملحوظ على اللعب المصري لا طبعا طبعا الباشموندز يعني كلامه كله تمام لكن عندي اضافة بسيطة وبالاضافة فعلا يعني انا في تصوري النقطة اللي قالها الباشموندز الاخيرة بتاع فارق العملة وانكفاض سعر الجنيه فبقى اصبح ال 500 الف دولار اللي بينتقل بيهم اللعب المصري عارل 6 سور او قيمة ممكن مثلا يجيب بمليون دولار هنا او يجيب يقدم حد من البرازيل ولا من اوروبا او من يعني كان البي دي نقطة مهمة جدا جدا لكن فيه اعتقد نقطة مهمة برضو لا يمكن ان تغيب عن اذهاننا اللي هي ان اللعب المصري خلال السنتين اللي فات دول سمع بشكل جدير جدا في اوروبا يعني المحتكين المصريين محمد صلاح والنيني وغيرهم اصبح لهم اسم جدير بيتردد كل يوم هنا في السعودية كل الناس هنا بتابع الدول فاصبح شمعة اللعب المصري كويسة بالضبط بالضبط انا اتصور ان محمد صلاح على مدار الايام اللي فاتت دي هنا السعوديين قبل المصريين بيتابعوا كل مباراته فاتصور ان ده يعني انت بتتكلم دوقتي على لعيب المصري بيلعب في الارسنال بيلعب في الليفربول بيلعب في اقوى دوريات العالم فده برضو ادى سمعة كبيرة خلى المسؤول باي نادي اما بيروح اتعاقد مع مصري بيروح والبه جامد يعني انا بجيب من بلد لعيبتها بالعابة في الدور الانجليزي من بلد جابت محمد صلاح من الاخر بالضبط بالضبط لاحظ برضو يعني احنا كعرب بشكل عام احنا عندنا مسألة الوجاه دي مهمة برضو طبعا مسألة الوجاه مهمة طيب كان في البعض يقول لك انا بجيب من اوروبا بجيب من كذا كان بيوعي يعني على سبيل المثال في لاعب الهلال دفع فيه من خمس ست اثنين تبعى ونص مليون يورو ماشي اسمه رادوي اللعب روماني يعني من من اوروبا الشرقية الليها برضو بالنسبة لي دي هتلاقي دي ميزانية رومانيا كلها اه اه بالزبط بالزبط فيه طبعا نجاح لا 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 انا استطيع ان نقول اللعب السعودي اللي جيه هنا سواء اللي جمز قبل كده بداية من بركات وبداية من اه اتلان الشاطر فيه عماد متعد التجربة الاولى اللي اضاف اه وحسن عبدرب اه عماد مت اه حسن وغاليا مجلس النصر برضو صنعوا اسم كبير اللي يمكن يهماله يعني طيب انا اتصور يمكن انجح واحد جيه في العشر سيل فاته كان بركات صحيح صحيح قول لي علي اه اه دلوقتي اللقاء القمة عندك ايه شكل اهتمام الاعلام السعودي والشارع السعودي حتى سواء بين المصريين او الجماهير السعودية بماتش الاهل وزمالك طبعا المباراة الاهل والزمالك يمكن جاية في توقيت بعد خلال البترة الشتوية بعد اجازة من الدور السعودي و دلوقتي بطال مباراة قابس الملك اه 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 في ناس بتتابع ازا هيتابعوا في رقم فيه اربع لعبين من الاهل موجودين هنا فيه حوالي تقريبا ثلاثة من الزمالك كل شغوف انه يعني يعني انا اتصور مثلا فيه فرق النهاردة هيبقى فيه خلل في موضوع تدريبهم لانه فيه بعض اللاعبة المصريين اللي موجودين عايزين يتابعوا مبارات الاهل والزمالك اه الاهتمام على الصعيد الاعلامي لا يعني لا ينتقص نهائي يعني التعاون فيه ثلاثة لعيبة مصطفى فتحي وعثام الحضري وعمد متع وعمد متع اه مثلا اه اه اتصور ان دول لازم يعني اللاعبة لازم يدلهم فرصة يفرقوا على المبراء اي ماشي المؤكد من المؤكد انه خصوصا كمان القصيم فيها برد الايام دي فممكن التجريب هينتهي هينتهي تماما قبل ما تبدأ مبراءة الاهل والزمال اله الاتحاد جده مثلا النهاردة مثلا الكهرباء عنده اجازع بيتفرج على المبراءة لين النصر النصر اعتقد ارضه تجريبه هينتهي بدري عشان حسام غالي يتفرج على المبراءة وجماهير وجماهير اهل جده هتتابع مؤمن زكريا مؤكد طبعا مؤكد جماهير ومسؤولين يهبهم يشوفوا اللعبة من يجي مباشرة لانها المؤمن زكريا موعود هلعب السوبر يوم الجمعة اه هلعب الجمعة السوبر ان شاء الله اه لان الاهل السعودية عنده مبراف نفس يوم الجمعة مع الباطن فاعتقد هيضيع الجولة دي لكن يهمهم جدا يشوفوا اللعب اللي هم هيجيبوه خصوصا ان مؤمن زكريا جاي في توقيط الاهل بظروف حرجة جدا الاهل السعودي هنا يعني منعطف الاهل كان بينافس بينافس دواتي على مدار الثلاث سنة اللي فاتت المنافسة على الصدر الهلال والاهلي ومع النصر فيه زحام من النصر الاهلي في الايام اللي فاتت كان تصدر لمدة اسبوعين ففقد الصدر الاسبوع اللي فاتت لصالح الاهلي يهموا جدا ان عنده جاي مهاجب او اللعب وسط مهاجم يهموا هيشوف الدنيا ماشية ازاي لان كان فيه خلل شوية في الفريق في الفتر اللي دفعهم يعيروا عبدالشافي لنادي الفتر ويجيبوا مؤمن زكريا فطبعا الاهلي بالذات هيبقى عنده اهتمام كبير او هيبقى مستم جدا بان يشوف الاهلي يعني هما يعقدوا امال السيد علي على مؤمن زكريا انه يعني يعمل فارق يعني بإذن الله صفقة مؤمن زكريا استقبلت بشكل كبير مؤمن زكريا لاعب جاي والجماهير بيتابعوا في مصر يعني مؤمن صنع فارق في مبرات كتيرة حتى في مبرات المبرات اللي هي بتاع سلام ضد الإرهاب هو اقرب نموذج لمحمد بركات الصراحة صحية بالضبط هو على فكرة من الصبح فعلا تشبيه حضرتك صح لانه هو بركات كان بيلعب مع الاهلي الاهلي البطولة العربية اللي حققها في تاريخه كان الجون اللي جايبوا بركات في المبرات نهية فلاعيب اللاعب المصريين ولاعيب الاهلي او يمكن اول انتقال مباشر ما بين الاهلي مصر واهلي السعودية هو متمثل في مؤمن ذاكري قبل كده كان الاهلي يجيب من انبياء مختلفة لكن اول انتقال مباشر ما بين الاهلي الكبير اللي بدأ من اكثر دوني سنة والاهلي اللي يسمي على اسم اهلي مصر اللي سمي الامير عبدالله الفصل على اسم اهلي بص الاهل السعودي اول انتقال بينهم فالذلك مؤمن ذاكري بالتحديد صفقته لها عمقه اهمية كبيرة جدا يعني طبعا لو يقل الانبارح ماد متعب استقبال جماهير كبير جدا في التعاون يمكن الجماهير استقبلته في مطار القصيم لكن صفقة مؤمن ذاكري بالتحديد لها عمق يا رب يا ربنا وفقه ويوفق كل زميله علشان يعني كاس العالم اصبح التحدي الاجبر وكل برايح يعني سواء الذي بقى في مصر او راح للسعودية او في اي مكان اخر عينه على روسيا بالتأكيد طبعا النهاردة نتكلم في تسع لعبين مصريين وصل عدد لعبين مصريين محترسين في السعود لتسع اعتقد منهم عدد ستة سبعة دوليين فطبعا المسألة مهمة جدا ان الدول السعودي اصبح يعقول عليها او برضو الجماهير المصرية لازم هتبص عليه كتير لانه بيشكل جزء من عاطفاتهم من لعبيتهم المهتمين فيهم اللي شاركوا في كالس العالم شكرا جزيلا للزميل العزيز الاساس علي مسعود مدير تحرير جريدة الرياضي السعودية واعتقد يعني دي لقطات ممكن من فنده الاقامة كابتن حسام البدري متحرك ها حسام البدري اه وان شاء الله تعالى تكمل على طول المدرب الذي لم يخسر منها الزمالك كل مواجهاته من الزمالك ما شاء الله والحمد لله حفوثالك حفوثالك انا قلت الحمد لله يعني حفوثالك المرة انت بتألم الكلام انا بحب ان انا طب اكلمك على اهل وكروب انا مليش التاريخ لا قيمة لها في ارض الملح لا قيمة لها اه اللحظة اللي احنا فيها هو التوفيق هتقول لي تاريخ ما كانش حد غلب حتى وان كان هذا التاريخ بيقولك انه الاهل والزمالك اتقابلوا مع بعض في كل المناسبات مختلف البطولات الاهل والزمالك لعبوا ضد بعض متين واربعتشر مرة مم الاهل فاز واحد وتسعين وتعادلوا تلاتة وسبعين والزمالك فاز خمسين يعني واحد وتسعين فوز للاهل خمسين فوز للزمالك في كم سنة لا من اول متأل يكورة طبعا من البداية العشرينيات طيب ايه بقى اه يعني انت عايش تقول الاهل متفوق عز مالك اه طبهم متفوق عز مالك ده 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 النتيجة النهائية في التاريخ لكن في المباراة ملاش دعوة المباراة لها علاقة بالاداء ثم التوفيق ده اللي انا عايز اسألك ايه هذه الخصوصية بالذات لان هي مستفزة للمنطق للقاء الاهل والزمالك انه الاقرب طب ما هو اي مباراة لا اقرب المنفسين ليك الزمالك كويس اي مباراة بتعايش تقول يعني باي ميزان بيقولوا اه لك هو اقرب المنفسين اه يعني هاتلي حد يقرب من الاهل هذا القرب طب حتى حتى لو بدت المسافة بعيدة طب هاتلي انت في ان الكويس الكويس ما يدمنش يكسب ليه انت في امبراية العربية بتاعتك اه بتشوف اول احد مين نفسك الزمالك اه لا نفسك ايه انت النرجسي اوه هنا اللي وراك على طول هو الزمالك اه ديربي اه منافسة اه لانت عشان الاسماعيلي كل بطولاته من خلال مواجهاتك اه من نفسك انت اه بقت عنده عقيدة ان انت العقبة الوحيدة في طريق بطولاته فاصبحت الحساسية يعني ما متحت الورداني يقولك انا اسيب احمد حسن للزمالك ما سيبوشت الاهلي لان الاهلي بينافسني ماهو ده بيبالخص لك الموضوع كله اه اذا المنافسة هي اللي بتقول ما لهاش دعوة المنافسة دي شكلها ايه اه انت بتجيب تسعين شو المية وبجيب سبعيك بس هو اللي بينافسك ماشي بس انت في النهاية فكرة انه الافضل لا يضمن المكسب الافضل لا يضمن المكسب ليه احرج عقولك تاني لانها مباراة واحدة مباراة القيمة دائما بطولة على مباراة اه تحتمل المفاجأة اه لانك انت في الكاسم مش بتخرج من فرق اه بعيدة عنك في المستوى ده على مستوى العالم اه اذا البطولة اللي بتتحسم على مباراة واحدة تحتمل المفاجأة انت في الدورة ليه بيتقالن البطل المنطقي لانها علامة يعني اذا حدثت مفاجأة يمكن تعوضها شوف انا يعني طبعا ده تفسير اه صحيح ودقيق لكنه لو هضيف عليه حاجة اه اللي قاله ازا مالك حدث شعب جماهيري حساس حساس يحتاج تركيز خاص تم الشعبية جات من اين من القيمة بتاعته لا من انه الاقرب الى المنافسة اكي ماشي اذا كان على طول كده اذا لم يحصل الاهل البطولة يحصل عليها الزبان تمام اذا هذه الخصوصية الكبيرة للقاءات القيمة فرضت او استوجبت حالة تركيز استثنائية بحيث يقولك ايه مباراة القيمة واحدة منفاصلة هي تسعين دياما لا اجدعو باللي قابليها بالضبط طيب ليه كده لانه حالة التركيز العالية المطلوبة في الملعب هي اللي بترجح كافة سين اوساط وبتدوب الفوارق وبتدوب الفوارق وبعدين الاهتمام الشعبي بيها بيخلي اللعيبة على درجة عالية من التركيز اللي بينه وبين التوتر شعره اللي بيقدر يحتفظ بالتركيز مع الهدوء بيكسب المباراة او بيحقق هدفه التركيز متفق التركيز مع الهدوء متفق التركيز الشديد مصحوب بتوتر بيقلب ما فيه قلق صحي وقلق ايجابي الصحي هو الايجابي اه وقلق مرضي اوكي انت لما تكون رجل نفسك تطلع اللي اول على السنة العامة غير انك انت تكون رجل عايز تكون متفوق حجم الضغوط اللي على الاولاني رهيبة طب ما تيجي نشوف فندق الاقامة هي الوشوش عليها تركيز ولا عليها ايه ملامحة هسألك على قراءتها نشوف بس امير هشام من فندق الاقامة تفضلي امير عدري تحياتي لك كابتن ابراهيم متحياتي لكل مشاهدي وتابعك هذه النادي اخيرة من خلال اخيرة كابتن حسام البدري للاعبين بيتحدث فيها اكيد عن الشكل اللي هلعب بها ديها مباروة اوضا عن تشكيل هيتدي بيها دي مباراة 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 القمة مباراة مباراة القمة مية وخمستاشر هي اكيد مباراة مهمة جدا جدا بالنسبة للادي الاهلي وكل ممهور النادي اهلي بكل تأكيد خلينا اقول لك كواليس الفريق النهاردة في الفندو كابتن ابراهيم من الغد كان الساعة 2 المحاضرة ابتدت بالضبط من حوالي 25 بالتحديد وضح نسبيا من سماء البدري اللعبين وضح انهو فيه تعليمات محددة بيقولها اللعبين مباراة هايقولهم التأكيد اللي هايبي مباراة الامور كلها ماشية بشكل جيد حتى الان كل اللعبي النادي الاهلي كواليس الفريق 23 لعبين موجودين طبعا بعد استبعاد بعض اللعبين بالامس كبير مرانا النادي الاهلي الاخير وهم جاهزين شاركة في هاي النادي اللعبين بالتعديد محمد الشناوي الذي يبدو بيز لي هده هده ربما ما يكونش جاهز نسبة 100% لكن حسان بدري ممكن يكون لي رؤية محددة او رؤية فعنا البدء بمحمد الشناوي في هذه المبرأة عايز اتكلم عن ساعة تمير يمكن جاهز ايضا المشاركة في هذه المبرأة لكن نسبة كبيرة حيكون في دقة البدلاء مش هبتدي خصوصا في زل تقلق كل من رمي ربيع وايمن اشرف في المركز بالنسبة اهم اللعبين النادي النادي دائما بيتقلق فيها جايد حسام عشور خلاص شفية تماما من الاصابة شفية تماما من الاجهات كان عنده في العراء الضمة واصبح جاهز بنسبة 100% للمشاركة في هذه المبرأة طبعا ان شاء الله كل اللعبين النادي الاهلي ان شاء الله جاهزين مش نقص بس غير التوفيق ان شاء الله يكون حالفهم في هذه المبرأة ويقدروا يحسوذ ثلاث نقاط مهمة جدا جدا في مشوارهم طبعا في بلد دوري خلينا اقول لك يا كابتنا عدل كتير جدا وحيخرج بالعب النادي الاهلي عشان يخذوا الاتوبيس بهم في اتجاههم لاستاذ القاهرة الدولي والأكيد عودة المبرأة القمة في الملعب شيء جيد جدا بالنسبة لكل جمهور المصرية يبقى شكل وطعم خاص اكيد مبرأة الاهلي وزمالك في استاذ القاهرة الدولي بعد غياب يمكن اكثر من ثلاث سنوات ونصف تعود مبرأة القمة في الاستاذ وده اكيد شيء جيد ان شاء العودة المهير كمان مع بداية الدور التانية ان شاء الله لتكون في المدرجات وتؤذر فراءها طبعا في بطولة الدوري المصري وفي بطولات المحلية بشكل عام الامور خلاص ماشية بشكل جيد كل اللاعبين اللا جاهزين يأخذ هذه المدرجات رجل فريق في اتجاهه لاستاذ القاهرة الدولي عودة لك يا كابتن عدلي ويا كابتن إبراهيم تفضل يعني التركيز واضح على ملامح هشام دخل في المود ولسه ما شفناه مش ما هيخرج ولسه من طيب يعني هو استنباط هشام واستنتاجه للتشكيل بيقولك من الكواليس ربما يكون محسومة لصالح أيمن أشرف فردة السردباك التانية رمي ربيع يعني ده اللي أنا بفكر فيه مش عادي غير مرة واحدة قدر سعد رجع من الحصابة في الفطرة اللي فاتت يعني أنت هتتكلم هو مين أكثر قوة أطول قامة وأكثر سرعة وأكثر خبرة في المكان ده هترجع كافة ساعة لكن لما تقول خلاص النغمة يعني أنا عملت بروفا في فرقة موسيقية والراجل كما جاءت الأول بتاعي كان غايب طب الراجل العمل عشر بروفا ده ودخلين دلوقت حنرفع السطارة ما تسيبنا بقى عشان زميله مش بنقول مين أكثر مهارة هنا بنقول مين الأكثر إنسجام في اللحظة دي عشان كده أنا أقولتك أنا محتار بين آآ أيمان أشرف وسعد لكن هو سعد أنا منتظم هو سعد في وقت ما هو رخم واحد في مصر صحيح صحيح يعني التصنيف طيب قلنا من عوامل ترجيح الكفة دايما في اللقاءات اللي هي لها خصوصية شعبية وجمهرية خاصة جدا التركيز مع الهدوء لكن كتير لما الناس بتدفع بأنصر الخبرة إنه أنصر الخبرة بيرجع دايما وأبدا ينظر من لقاءة الأهل وزمالك يقولك هنا عناصر الخبرة أكتر لأنه بيحتمل المفابقة يستطيع نتعامل مع مفاجآت المباراة آآ أنت بتلعب تكتيك معين آآ عارف إن لو حصل حاجة ولا بتاع تقدر بكلمة واحدة تصلح نفسك إزا في المرأة تغير وتبدل طيب جمت جون بدري خلاص عرفت الموقف دي تعمل فيها إيه داخل فيك جون بدري خلاص عرفت الموقف دي تعمل فيها إيه مش مسألة إنك على طول يعني ودي بتحضرني تجربة المقصة تحديدا آآ لماذا هو دائما أقوى هجوم واضع ضفاع آآ لأنه انشغلوا بفكرة إن إحنا الفريق الذي يستطيع أن يفرد أداؤه على الفريق المنافس آآ وإنه فيه فعالية ده حقيقة بس كمان ولا حد منه بيعمل أي أدوار دفاعية آآ ملاكم زي الوحش من فوقه رجليه ضعيفة تزقه يقع آآ حلوة واخد بالك فالخبرة في التوازن الخبرة في التوازن آآ بلاش الفعالية الجامدة دي قوي في اللجوم زي كنت هتوب على حساب الدفاع آآ ودي تفسر ليه دائما تجد هدفين الدوري آخر سنتين المنافسة موجودة جوه آآ جوه المقصة آآ موجودة جوه المقصة بنفسه حتى هم بعضهم آآ آآ وشيخ آآ وآآ وآآ آآ شحات لأن كده محدش طالب منهم أدوار أخرى آآ يعني عنده رفاهية مفيش جمهور مفيش ضغط عنده رفاهية نلعب كرة مزاجية عالية آآ وهجومية ممتعة آآ فبيعمل كده آآ والخبرة يعني بتساعد وهو فريق آآ يقولك يعني فرصة أن ناخد الدوري مش كبيرة لكن فرصة أن أنا بقى فريق محترم من ناس تعمل حسابي آآ غالب الأهل والزماية دي لقطات من خروج اللعبة من المعسكر من فند الإقامة لي آآ يستقلوا الأتوبيس للإستاذ طب ويرك في درجة التركيز آآ آآ قل لي آآ وفرت عناصر الخبرة في تشكيلة الأهل تطمنك شوية آآ ما تبقاش على حساب الحيوية طب ماتبصوا لهم كده لا لا كويسة حطيته كويسة كويسة يعني التوازن يا أبراهيم آآ يعني احساب حتى بشكل علمي بعلم الميكانيكا آآ كمية الطاقة والحركة الموجودة في الملعب آآ تعتمد على تمنمية سعر لا ما لقاش لازم طب الحيوية والشباب ممكن يديك 1200 سعر بس على حساب الدقة برضو ما لقاش لازم حجم المجهود والطاقة المبزولة هو ده أما يكون متوازن أي لاعب في النادي الأهلي عنده مهمة أساسية عندما يفقده الكرة منه يجيبها اللي فقادها يجيبها ما جابهاش ما جابهاش زمايله عنده مهمة إنه يغطوه إذن دائما فريق الأهلي عمزة الأستك دي الكلمة اللي قالها عبدالطرق السعيد عمزة الأستك فكرة إنك إنت تنكمش زي الأكورديون تنكمش مع بعض في نغمة حلوة وتتفرد مع بعض إنما تبدل مفروض خلاص النفع صراحة تضغط ماش موجود أكورديون أصفر فهو الأكورديون نغمته تيجي كده إنك بقى تلاحم الخطوط وإنك تتحرك بشكل متلاحم كتلة واحدة هو ده اللي بيميز الأهلي وعشان ييميز الأهلي لازم كمية الضغط الجماعي تبقى محدش يسرح لأنه غرق زمايله الضغط الجماعي يعني أنت تضغط عشان أنا أقلم طب أنا لو كسلت هتترقص أنت لو أنت ما تغطيش هتترقص أنا أنت تضغط وأنا غطي ضغط الجماعي مهم جدا جدا وبعدين في الهجمة المرتدة مش عاديين ماشي بالكورة فتجد أسرع هجمة مرتدة برضو عند النادي الآلي وفي النادي المصر هجمات مرتدة سريعة جدا طيب برضو في دفتر هذه المباراة المية وخمستاشر الغربال الجديد اللي هو إيهاب جلال الزمالك بيغير مدربه أولا كان جاب الراجل بتاع منتنيجري نيبوشا على أنه ده السبع البرومبال اللي كسب الأهل مرتين في البطولة العربية فاعتقد الزمالك أنه نيبوشا ده معها الوصفة يمشي قبل المطش اللي جابه علشانه اللي علشان يعني هو فلسفة أنه جاب لبوشا أنه يضغط على الأهل عصبية فحررنا من هذه الضغوط بدر يعني لكن هو اعتمد على حاجة تانية خلي بالك أنه دائما لما بيعقب تغيير المدرب بيبقى فيه حاجة إيجابية في الفريق حدست في كل تغيير حاج الوقت بتبقى هبة معنوية شوي طيب هو عايزها في المطش ده فقال لك مش هستنى لبعد المطش أنا جيب يهب جلال يعملي الحالة دي في المباراة دي ولو حصلت هتساعد زمالك كتير ونستقر ويهب جلال ولو ما حصلتش فرض كلمته واختر تشكيله يعني حتى لا هو أخذ مصطفى كمان يعني حرس الأهلي هو عا تفتكر أنه الأستاذ مرتضى منصور ده ساهل ده هو قال له اللي أنت عايزه أيها كده تكسب للأهلي هو ما قاله لش كده لكن عايز ايه تاني ده واقع الحال كده ماشي أنا حعرف يسيطر على الهجوم اللي حيجي لك أنا حتحمل بنيابا عنك بس تكسب لي اللحل ما قاله ش كده برضه بس لسان حاله أما يطلع تكلم يقول لك أصلي يقول له أصلي إيه عام ده أنا جبت لك كل طلباتك أنت اخترت مدرب ابن الأهلي مصطفى كمان مدرب حراس مدرب كراجل محترف حيمر حراس مال يعني حيتخاص في وظيفته عاجب في البيت يعني لا طبع هو ابن الأهلي مع جهري هو اللي حقالهم أهم نتائه مم ما فيش احتراف لا احتراف الكابتن حسن شحط على مرة الأهلي فرضا يعني هيخلص أي يوم هيخلص وحاول يكسب كل البطولات طبعا فاروق جعفر كيف تكت ده كان ممكن يحصل لو كنت محتاج أنت ما تزنقتش الزنق دي ما تزنقتش الزنق دي طبعا اللي هي خلي ما لك أنا مهانا دي الزنق دي كلمة لها يعني أنا مصر عليها آه فقه الواقع بقى لما كابتن الجهري راح آه كان زمالك استنفس كل الحلول مكاي مكاي مع فاروق مش عارف إيه ولا أهل عمال يكسب لا هو جاي جاب الجهري كان يوم اللي فوز الأهل ثلاثة واحد عن مكاي جوم بتاع إبراهيم حسن وعبد الجليل يعني أنا بقول لك آه مين اللي بيمرنوا آه كان مكاي وفاروق جعفر آه فحمد أمان تفتقت زينه أسكت الجمهور إزاي أيوه مع الجهري دلوقتي اللي سانح هم بقول لك الجهري طالع مشحون من النادي الأهلي وبيتقال له أنت مش هترجع على الأهلي تاني مؤكد أنه آه فاستغل لنا الحكاية دي ولجحت الحيلة الجهري بعمل حاجة هنا الرهانات بقول لك اللي تبان غريبة ولو مشت تعملك مجد الجهري اللي ما جه قال لك إيه هم طب هل لما أنا روح أخسر لأ أنا هعمل حيلة تاني أنا أقول أنا هغير جلد الفرقة وصعد الناشئين فرح مطلع محمد صبري خالد الغندور وسمى نبيه وحزي المهام طلع مجموعة من اللعبة ومهتمد في الماتش ده فلما كسبوا جول أمونيكي المنوي الأمونيكي اللي جابوه بالطيارة قبل الماتش بيوم جات فقصة بطريب اللي راحت في البعيد بتاعتش بلو إحنا مسيطرين والله أنا كنت قاعد جنب الشخصية كبيرة زي ما كنت قاعد جنبي قال لي بعدين يا عم عدلي ناوين تعملوا إيه النهاردة قال لي أول شوت اكتساع استعراض وتضيع فرص وبعدين جول ومحمد صابري حط واحدة من بعيد ودخلت الجهر يكسب الرهان على طول دخل حقق كل أهدافه النهاردة بالتأكيد دال في دماغ دال في دماغ إيهاب جلال طبعا إنه يعمل حاجة يعمل حاجة تكسبه الرهان بدري ولم تكسبش هايقول لك والله هاي لسه دوني فرصة طيب أنت مكانك كابتن حسام البدري هاي وبتنصح لعبتك وبتكلمهم على الشق النفسي لأنه خلينا نبقى صرحة إيهاب جلال مش هاي للحا يعمل أي بصمة فنية تكتيكية كبيرا في النهاية هيلوم كده آخر فرصة لكم تثبت وجودكم وترجعوا نديكم على الخريطة وهم ما عندكوش حاجة تخسروها وهم حيبقوا نازلين قلقانين عشان هيقول الكلام ده أنا بقى وفرقة الأهلي لازم نكون كلامي مش عادين نتوتر لكن قوعنا طراخر قوع نستهتر بكورة نقول هتعدي ما فيش كورة اعتبر ان اي كورة هتغلط فيها لازم تصلحها فورا لان هي دي هتكون سبب الجود اعتبر هذا وزمالك لو جاب جود هتبقى هتشوف كتلة خرصانية الكلام ده تقريبا قاله كابتن هشام يكن انبارح انه زمالك لو تقدم هيدفع بقوة قال التقدم زمالك وارد بالحسابات النظرية الدائمة اللي موجودة لأي فرقتين انك ممكن تبقى ماشا انت صاحب الحزوز الأوفر في التحليل الفني ولكن انت في يومك وتانين مش في يومهم وجزء من اليوم ده بيعملوا الحكم الحكم اذا مدكش حقك ايام الاهلي اللي راح منه كثيرة بالتحكيم فانا دائما انظر على مثل هذين احذر النمر الجريح احذر النمر الجريح النمر العافي ممكن يكون لسه وقت الوقت تعسيله النمر الجريح ده اي حركة عايز يخلص هو متألم وعايز يخلص اي حده قدامه طيب حسام البدري عنده الخبرة الكافية جدا في ادارة مثل هذه المباراة الصعبة واثبت ما شاء الله نجاحات باذن الله تعالى تكمل النهاردة وتتوج بفوز باذن الله مهم يهاب جلال في مواجهة الاهلي ايه الفرق بين يهاب جلال لما بيقود المقصة بفريق زي ما انت وصفته كان دايما وابدا يسعى الى اثبات الافضلية وان هو كف انه بيلعب كورة حلوة او هو بيلعب مع انبي باستراتيجية انبي اللي بقت سابتة من اول ما كابت انتهى بصر الله رحمه صعادهم وهو فريق يحسن الدفاع بشكل جيد ويحاول يخطف مرتدة دي شخصية انبي الفنية اللي هيتو لكنه قدرات اللعيبة وطموحات النادي وقدرات الكابتن اهبش الشخصية طيب وفلسفته بس هذه القدرات شالت اربعة من الاهل في اخر مواجهة يا حبيبي ما هو وبيغامل زي ما قلتلك اه نص الفؤاني قاو نص التحتاني بينساه رجلين ضعيف بينساه اه فانت يعني انما هو لما بيلعب في انبي انبي الدغوط فيه اكتر من ايه الفرق بين يهاب جلال مدرب المقاصة مدرب الانبي المدير الفني لزي مالك في المقاصة الملك المتوج الذي لا يلعب تحت اي ضغط ويلعب للاستعراض واحراج الفرق الكبرى تمام هذه التارجت بتاعه ومن خلالها بيحقق مركز في المربع الزهبي وبعمل اللي عليه في انبي وهو في نادي استنى بس الاول في المقاصة وهو في نادي مستقر بيد الحقوق ما عندهش اشكاليات مه في انبي الوضع اشد صعوبة شوية لان ادارة انبي بتعمل ضغوط لا تقل عن الضغوط الشعبية اه هو الفتى المدلل لقطاع البترول مه والمهندس سامح فاهم وزير البترول ولد هزه يشعر هزه نديه الشخصي حتى الان حتى الوقت يعشق امبي يعني حتى هو برا الوزارة يعشق امبي اه بيحب الاهل بس يعشق امبي مه فهذا الفريق الذي خرج من رحم انتوا احسن ناس وكل حاجة موجودة بس لازم تكسبه بس لازم تكسبه مه يعني معيار المقاصة في المكسب غير معيار امبي في المكسب الخسارة مه اكثر صرامة شوية في امبي في الزمالك بقى حدس ولا حرك كل العدوء والضغوط اللي بيتعرض لها الاهلي ها واشد منها في الزمالك مه فهو بيتعرض لنوع جديد من الضغوط مش بس من الادارة لا ده من الادارة والجماهير مه طيب الروح الرياضية يعني دايما وابدا الكل كان بيقعد يطالب يا جماعة لازم نحافظ على ان المباراة منقولة حتى التعبير الجملة اللي بتتكتب في كل للخيمة دي اكاينك ممكن تكون قليل لأدب وانت الوحدك يعني ايوه بس لم تبقى أدب ونبالكو علشان المبرامة الأولى مش عارف لكم دولة عربية وأجنبية فما يصحش نصدر صورة غير إيجابية أو غير صحية عن مصر وكأنه نحن من حقنا ما احن مع بعض ومدام الباب مقفول نبقى وحشين وكأنه نروح الرياضية لجوان اختزام مصر ملعب يعني الفنانة اسعاد يونس كانت استضافة الكابتن محمود الخطيب وسألته عن سر هذه اللقطة الكبيرة خلينا نشوف الكابتن محمود الخطيب مع اسعاد يونس لما سألته يا باشموندس على وقعت كابتن حسن شحات كابتن الخطيب وكابتن حسن شحات في اللقاء القمة ولعل هذه اللقطة بيبني عليها دايما وابدا كل نداءات الروح الرياضية انت النهاردة المباراة بدون جمهور على فكرة فيه صورة تانية اكثر تعبيرا خطيب بالفنيلة البيضاء خطيب بفنيلة الزمالك وفاروق جعفر وحسن شحات وحطينه من قسان بفنيلة الاهل طب ما نشوف الخطيب مع اسعاد يونس عن هذه اللقطة شديدة التعبير عن الروح الرياضية اهل زمالك وزمالك بيستنطر هو اللي حبتوين وماتش وإحنا كلنا فيه كل الناس بقى وأهل وزمالك جمهور وجمهور كبير جدا طبعا اللي هو الجمهور ده بقولك اللي هو صاحب الفضل علينا بعد الله سبحانه وتعالى طبعا ففي بعض الناس ابتدت يعني تقول ألفاظ اللي حسن اللي حسن فأنا حسنة كان جمهور أهلي بقى يظهر ولا إيه اه طبعا كان بداية كان بداية لا جمهورين بس هم طبعا كانوا بيه نوشوا بعض آه كويس فلما حصل كده فلسه الحكم لسه حيصفر فروحت جاري رجل حكم استغرب كمان لما دخلت جوه الحكم أجنبي فلما دخلت جوه لدائرة مفروض ما خشش لهو دائرة فرقة تانية يالها السنتر فدخلت فهو بس واستنى ما سفرش فروحت خدت حسن وروحتنا هو وقال الجمهور الأهلي وبعين روحنا جمهور الزمالك مع بعض سقفنا لبعض وسقفنا لهم وما سقفلنا وخلاص كابتن الخطيب بيتقدم لحسن شحاته روح رياضية حقه الخطيب نجمة مصر بياخد حسن شحاته نجمة مصر وبيتقدم لجمهور الندي لأهلي وبيتجه سويا لجمهور ندي زمالك دي الروح رياضية اللي احنا عوزين هتسود ملعبنا عشان نسعد بأبطالنا الروح دي تشافت تاني حد نهاردة والله الروح دايما موجودة هعلق عليها فضل شونس اللعدة دي كمان بالإضافة إلى إنها بتعكس الروح الرياضية خد بالك أنا مش هسيبك تفضل تسايب التليفون مفتوح كتير لما طب أنا ما يسيبه والناس لازم تعرف إن إحنا على الهو بتعكس الروح الرياضية واضح لكن إنها بتعكس حاجة أهم نعم بتعكس السمات المسؤولة أيوة إنك كنت إنسان مسؤول أيوة والمبادرات اللي بتحقق روح القيادة أيوة إنك بتخش ممكن يكون لحياخد فيه أنظار دي لأنه لو مرحكم ما فهمهاش صحيح وخد اللعب وهو متأكد من النتيجة ما هنت ممكن تاخد كابتن حسن مش حادة تبصد تلاقي الناس مش تمك إنما إدراق قمته عند دول عند هنا فزكاءوا إنه راح لجمهور الأهلي لأنه عارف الأهلي مش هشتمه وبالتالي حيقدر إن الكابتن حسن في إيده فحياهم بمجرد ما جمهور الأهلي اللي كم يسمه تحرك للملعب هون تمام بمجرد ما جمهور الأهلي حياهم بقى من المنطقي والحتمي والطبيعي إنه لو راح لجمهور الزمالك حيحييهم بتعكس كل معاني الإدراك بالمسئولية والإحساس بيها والروح المبادرة وطبعا الروح الرياضية وأيضا إسمات الشخصية إنك إنت لا ده أنت رجل مسؤول إدارة ده أنت رجل تستطيع عارف تدير أزمة إزاي في لحظة يجيه الابتكار ويجيه الإلهام دي بس فضود على حاجات كده كده كانت على الماشي على الماشي كل سنة طيب السنة النهاردة ملك وكتابة بيكمل سنة كاملة على عودة النهاردة ولا بكرة 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 خليك رقيق كنا عايزين نحتفل بس إيه حددبسن حددبسن أنت فيها أستاذ إبراهيم لما عملتها فيها حيعملها فيها بس إنستاذ إبراهيم بقى رايح دبي أنا مش رايح البطة السودة بس أنا يعودني إن أنا حاعد مع الجمهور صحيح طيب النهاردة المباراة بدون جمهور يعني ما فيه إلا أنا حاعد معا ما فيهش ما فيهش ضغوط لا هي فيها ضغوط يعني الجمهور قاعد لهم بر هم ما هيخرجوا باللوتوفيس حيلقوه لا فيها فيها كل ضغوط الجماهيرية ما ليه لا لا فيها السوشيال ميديا لوحده كفاية يا الله الله ما أجعل كلامنا خفيف جمهور السوشيال ميديا بقى مؤثر لا مش مؤثر ما هو انت ناس قاعدة لوحديها من حقق تقولي هي عايزاة وكل لعيب وكل مدرب ومن حقق يعتقد إنه هو يملك المفجأة في إنه بيقول حاجة محدش غير مفاهمها فيلاقي عشر عملوا لايك شفت بقى واخد بالك لا طبعا لا دي قصة مختلفة يا برايب السوشيال ميديا دي اللي قال ده عالم افتراضي هو حقيقي عالم افتراضي افتراضي التعبير صحيح لأنه بيحطك في الصورة اللي انت تحب تشوف نفسك فيها وغياب الرقابة فيها غياب الرقابة جرأت الناس كلها جرأت الناس كلها الولاد والبلاد بيشتبوا دلوقت وده السطح الساخل للقمة يعني متخيل إنك إنت لو عملت قراءة في السوشيال ميديا للقاء القمة 115 فيه من السخونية ما يعني هي ايه صورة ايه اللي انا طالب الصورة ايه كابتن خطيب ولا تسمع من الكابتن خطيب كلمة وشيئة للزمالك طبق كابتن مصطف عبد مش هتسمع منه كلمة وشيئة للزمالك يا جماعة دي دي ناس الشتيمة كانت شيلوا الريف الشتيمة شيلوا الريف الحاكم يعني بس كان بقولوا الريف ايه لحد ما دخلنا في الشتيمة مع بقى تطور التكنولوجي طيب عايز اقول لك بعض الارقام بتاعت القمة لان هي لها دلالتها تاني اقول لك ايه بقى الامعانة في يعني اه الكيد شيل الريف وحط عصايا ايوة يعني هتسد مكانك خلص هتسد مكانك الهالي والزمالك اتقابلوا في الدورة 114 دي القمة 115 الاهالي فاز في الدورة 42 مباراة الزمالك فاز 25 مباراة وكان التعادل نسبتها 47 ما يعني انه التعادل هي النتيجة الاغلب في تاريخ لقاءات الفريقين في الدورة اعلى رقم في خانات المواجهة بين الاهالي والزمالك في الدورة هي خانة التعادل فيها 47 مرة الاهالي ليه فوز 42 مرة الزمالك ليه فوز 25 مرة الاهالي سجل في شباك الزمالك 139 هدف من سيكون باذن الله صاحب الهدف رقم 140 للاهالي في شباك الزمالك في الدورة بينما الزمالك سجل في شباك الاهالي 98 هدف 98 هدف عايزين نعرف صاحب الهدف 97 اه انت انت عايز تشيل 98 كمان اول مواجهة جامعة الاهالي والزمالك كانت في 10 ديسمبر سنة 48 وانتهت بالتعادل للإيجابة 2-2 سجل للاهالي كابتن احمد مكاو والله يرحمه والكابتن سعد عثمان وسجل للزمالك سيد رستم وعبد الكريم صقر بعد ما كان انتقل من الاهل للزمالك الاهالي حافظ على نظافة شباكه 48 مرة قدام الزمالك والزمالك خرج بدون اهداف من الاهل 33 مرة اصل كل الارقام ليه علاقة بعض يا ابراهيم ما هو معنى انك تبقى اكثر تهديفا ان المنافس ستتلقى اكثر منك اهدافا طب مين اكتر حد لعب لقاءات القمة كم عدد الموطشات يعني؟ اه حتى اي اسام عرابي؟ صحيح فعلا اسام عرابي ولو كان معنا وقت كنا اتكلمنا مع كابتن اسام عرابي بس داخل عليه بقى حسام عشور قرب حسام عشور هيخلص ارقام ادوزو نفسه اخذلك مش هنسيب رقم لانه باذن الله باذن الله اسام عرابي لعب في لقاءات القمة 25 مباراة حشام يكن اكتر لعب من الزمالك لعب مطشات القمة لعب 20 مباراة توتو الله يرحمه كابتن سيد عطية ومحمد ابو تريكا امير القلوب سجل في قمة الاهل والزمالك لكل منهما سبع اهداف في لقاءات الدوري الزمالك لم يحقق اي انتصار على الاهل منذ 21 مايو 2007 يعني في العشر سنوات الاخيرة بتتكلم على الدوري لانه كسب الاهل في الكاس لما فاز المارد الاحمر بهدفين دون رد في لقاء القمة 99 موسم 2006-2007 سجل كان لزمالك تامر عبد الحميد وجمال حمزة ووقتها لو تفتكر كان الاهل اخذ مطورة الدوري ومنول جوزيز سافر يعني لولر مطش ده كان كانت الاهل لم يعيرها اي اهتمام لانه كان منول سافر ولعب الصف او اللعب البودلاء ثلاث اهداف عكسية شاهدتها لقاءات القمة ويسجل في الزمالك جوني التعادل بهدف واحد واحد تسجلهم محمد عامل في ربع ساعة اه يعني حد ربنا بيحبه انه لو كان فضل هو اللي سجل هدف الزمالك في الاهلي كان رقم سلبي فيتحول الى كمة الايجابات خلال ثلاث دقائق اربع مباريات لم تكتمل بين الاهل والزمالك في تاريخ مواجهاتهم في الدوري موسم طبعا 65 66 70 71 95 96 98 99 70 71 ده موسم غريب جدا لان كان فيه كرة وما فوش كرة يعني ده من المواسم العجيبة ان الكاتب كرة بترجع وماهش بترجع اه وفعلا ما رجعتش اللي بعد كده اللي بعد 73 يمكن علشان كده يا جماعة النقطة اللي المهم سعدل بيقولها اه بتفرض حاجة ارجو الكل يرعيها في المقارنة بين الاجيال لما اجا اقول هو اه احسن لعيف في تاريخ مصر هو رفعة الفناجيلي والعب كريم صقر ولا الدزوي ولا صالح سليم ولا محمود الخطيب ولا محمد ابو تريكا ولا محمد صلاح ولا بتتش ولا حسين عجازي كل ده كل ده خطى منهجي فادح لانه المقارنة بين الاجيال مسألة غير جائزة اصلا علميا احنا بنتكلمة بشموندسة على انه كل جيل سمات الكرة بتتغير يعني ما يتوفر الان لمحمد صلاح ولاعبي هذا الجيل الحالي من محسنات الاداء واللياقة من ادوات وفكر وعوامل التدريب الحديثة يقابلها يقابلها صعوبة الاداء بالضبط انت كمان زمان الكرة فاني شوية مش فاني كنت بقى قلت بقى ركبت وصلح بصيلي جدا قلت لفاند الكرة زمان كزال زي السينما الصمتة تباصي وتستنى وتكلمي لجنبك وتلعب دلوقتي الكرة في الهوى اتنين رجبين عليك الفاول بتعمل قبل ما تجيلك الكرة هنيوخي بقى لك فالكرة صعبة صعب لكن يقابلها كمان انك بقيت اكسر جاهزية عشر مرات من ذلك يعني كابل الخطيب دلاء موجود دلوقتي كنت شفت لعب من طرس ثاني خالص بالمهارات دي والعقلية دي والقوام ده لا كنت شفت لعب بقى هتلاقيه اسرع اللاعب واقوى اللاعب واحسن شطة من بره اللاعب اللي مش نعصه مهارة اه مش نعصه مهارة بالهيد بالأسست يعني الاقرب للمقارنة بالخطيب مفيش جدال انه اه ابو تريك اه بس الخطيب الفنيات لا الخطيب على حاجة زي انه رونالدين هو كده كورس صعبة اوي الجمالية اوي الشيك اوي الهادي اوي يعني متطمن لا لا متطمن شيء طاب وقل انت هتتتفرج علماتينا Guru انا ماشي معك اه ماشي اه طب مش عايزة تتوقع برضه لا خالص وي هو هتعملا ما اقلقش النتيجة وحزرك ما اقلقش النتيجة وحزرك ما اقلقش النتيجة لا 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 اكتبها في ورقة وحطها في جيبة هقول لك وانا خارجية لا وكتبها في وراء وحطها في جيبك دي كانت نهاية هذا اللقاء الاستثناء الحياة في توقيته ومناسبته أنا بس عايز أقول حاجة ونهاره إحنا وإحنا بنتحدث عن الأهل والزمالك لا نفهم حاجة مهمة جدا إنت سألتني شؤال وأنا عملت أمع عن فيه لا فيه سبب مهم جدا أن الزمالك له مكانة حتى خارج مصر يعني أنت لو المسألة مسألة مقارنات نتائج لا الأهل هتلاقي بعيد لكن المكانة أنت بتشوف قيمة الزمالك في أفريقيا وفي الدول العربية لا يعني موجود ويزاحن سببها إيه ده ربنا أن يعمل لك هذا الزخم من الجماهير والتوليفة اللي تخليك مسمع تخليك مسمع وإذا كنت رافض تتوقع هنشوف توقعات الجماهير دمتم للأهل دائما كنت مش عايزة توقع وأعك أيها دمتم للأهل دائما ودام لكم الأهل بإذن الله تعالى بطلا شامخا منتصرا في القمة 115 وعلى خير نلتقي دوما إن شاء الله مع توقعات الجماهير ثم يتواصل لقائكم مع الستوديو التحليلي لقناة الأهلي والقمة 115 المباردة الكامل دي الوحدية لا حزبة تانية خالص غير تقيقي الدوري خالص طبعا عشان ربنا يكرمنا بإذن الله توفي معا عند ربنا اللعبة تنزل متحفزة اللعبة تكون إن شاء الله تكون على قلبه واحد وإن شاء الله بإذن الله هنكسب المباربة السعية برضه طبعا مباربة صعبة بالنسبة لنادي الأهلي لكن الزمالك طبعا عنده تغيير مدربين وتغيير جهاز فني وما تضمنش طبعا الجهاز الفني اللي جاي ده ايه او دماغه مثلا فيها ايه او محتاج ايه من المباراة لكن ما يتقولش المباراة الزمالك المباراة الاهل والزمالك لها حزبة تانية خالص بإذن الله الاهل اعمل مباراة كويسة دوافع الاهل افضل من الزمالك الزمالك حاليا عنده شوية تخبط موجودة اداريا وده اصرع اللعيبة بالسلم الاهل فنيا حالته اعلى بكتير وان شاء الله هيكون فيه تغيير كبير جدا باللعيبة ويضروا يثبتوا نفسهم وان شاء الله ان شاء الله النتجة تبقى كبيرة جدا للاهل زي ما توقعت ان وليت ازارة جيباترك برضو هو جيباترك في زمانك ان شاء الله ولمتابع كول لتلافيو ان شاء الله بإذن الاهل يفوز والمطلوب من لعيب الاهل ان هم يبهدين ويحافظوا على هدوءهم وما يفكروش في ان الزمالك مغير مدير الفني وان الكلام اللي بتقال على الزمالك كتير لان المطشات دي بيبقاش لها مقياس والمطشات دي بتولد فيها نجوم كبار دايما بيتكلم عنهم الناس بعد كده واكيد كل اللعيبة بتفكر من الفريتين في الموضوع ده وخصوصا لعيبت الزمالك لانهم لسه فيهم لعيبة مش معروفين كتير ومش مشهورين فبيدوروا على النقطة دي فلازم من الاهل يبقى بهدوء واعتقد ان شاء الله لو ربنا كرم الاهل وجاب جون فأو ربع ساعة المطش هيفتح وهيبقى سكور كويس للأهل ان شاء الله ان شاء الله بإذن الله بدون مقاطعة المكسب حلفنا بإذن الله وهي مباراة خاصة وبطولة خاصة وما لهاش مقاييس وما لهاش اي حد يتنبأ بس احنا من وضع فرقتنا والترمومتر اللي احنا فيه والفرقة واللعيبة اللي عندنا احنا ان شاء الله المكسب حلفنا بإذن الله بإذن الله وان شاء الله بعدها الصبر بإذن الله لان احنا لعيبتنا تعودت على البطولات سواء بطولة خاصة أو بطولة فرعية أو بطولة الماء فالنادي الأهلي فريق بطولات إن شاء الله يكون فيه موتش حلو وفيه مكسل إن شاء الله مش هايلي على 2-0 إن شاء الله أعتقد إن شاء الله بدينا كتابة مقرارة رائعة من كتبين الكرة المصرية الأهلي والزمالك إن شاء الله يحسننا النادي أهلي بخبرة لعبية لأننا عندنا لعبة كفاءة خبرة وإمكانيات ومهارات عالية جداً في فبرة ندي الأهلي متمثلة في أجاي وعبد الله السعيد وكل منهم يكون متواجد في الـ 18 فإن شاء الله هتبقى النتيجة يعني هتبقى 10-0 إن شاء الله ومش هتقل عن كده أو يعني لو كان فيه كلام بقى مبنى الزمالك فهتبقى نتيجة هتبقى إن شاء الله ممكن نقرد المشيط سيكتاً اشتركوا في القناة 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 زي ما ما قلت طول عمرنا بنبقى حطين اهتمام كبير لأن زي ما كابتن شريف تفضل وقال أن المباراة دي بتفرز نجوم جدد بتخلي فيه هي دي المباراة اللي بتعلم عند الجماهيد بشكل كبير جدا هي دي المباراة اللي أي بلغة الكرة أي ترئيصة فيها بتفضل مسمعة وعالقة في أزهان الناس بشكل كبير جدا أي حاجة بتتعامل حتى سلبية بتفضل موجودة في أزهان الناس فحشان كده المباراة بتتمتع بجماهيرية كبيرة ولكن خلي بالك أن ممكن الظروف ما تخليش أن المباراة ما بين الأول والتاني لأن الظروف دلوقتي هو مش الأول والتاني الثاني والرابع بالضبط الثاني والرابع فإنما كان العادة في الفترات اللي فاتت أنه كان بيبقى ما بين الأول والتاني كان بيبقى الصراع أشد ولكن أنا النهاردة شايف أن فيه معطيات كتير وظروف كتير حوالين المباراة بالنسبة للنادي قالي وبالنسبة للنادي زمالك تخلي المباراة في الآخر أكيد في الستوديو للأخير اللي هنتكلم فيه بعد المباراة هنتكلم فيه حاجات كثيرة فنياً أقوى لأن الدوافع عند الفرقتين كبيرة جداً في مباراة النهار هنتكلم على الجزء الجديد لأنه طبعاً هنصطفض فيها لأنه سواء هنا أو هنا كل واحد ليه طموحه هنا مدير أو جهاز فني جديد بالنسبة لنادز مالك كابتن خشام البادري بيحاول يأكد على وجوده بالنسبة كمدير فني كفء بالنسبة لنادي آلي وعايزي حقق ثلاث نقاط عشان يبقى في المركز الأول لأول مرة كابتن قبل ما نخش في الأمور دي أنا همني أعرف ذكريات كابتن شريف عبد المنعم في مباراة القمة طبعاً اللعبة وصلت الملعب وأنا من وجهة نظرك واحد من اللعب والمباراة دي إن مجرد المحاضرة الأخيرة اللي اتقالت بالنسبة للتشكيل وكل حاجة خلصت اللعيب بقى هو بيبقى هو الليد دوري كابتن ذكريات كابتن شريف قبل المباراة وتركيزه كابتن ذكرياتك وكلك وذكرياتك كابتن ما لا إستطاعب على العرارة طبعاً لكارات المصر أنا فاكر اللي كانت ترابيع جون جابوا في الزمالك كده بشمال جابون بارح كده ورفع عيدوا ناحية الدرجة تالتا كده ناحية الدرجة تالتا كده ناحية الدرجة حبايب في الدرجة راح لحبايب في الدرجة صحوا اللي بيشجعوني لا وفيه لحظة كلنا كون بنجتمع عليها لما بنخش القط اللبس وبنربط وبنتدلق وبالكريمات والزيوت وأول ما بنهن صحيح ما كانش في كريمات والزيوت كان فيه صابون خلينا نقول الحقيقة بقى معلش وأول ما هو الشيتوس كان أول ما شيتوس يجي روح نازل ورابط الشوز كده ونازل وبعدين بنطلع التلت سلالي مدير ربيع اللي هي بتدخني على الأستاذ اللي هي بتدخني على الأرض فبتسمع السريخة بتاعتك الجماهير بقى الناس اللي هي بقى كل واحد سلامه يا كترب يا هو جابوا لك على طول البيب جابوا هرب جري على الناس تلت حتى مش عدي تلت حتى واحد تلت حتى ده كتن اتن واحد اتن واحد اتن واحد اتفادر كتن فأول ما بيجي نزلين الملعب والجماهير بتستقبلك الحتة انت كنت بتتكلم فيها خلاص بتخش الموت بقى بتخش المسئولية بتخش كل الإحساس اللي انت جاي النهاردة عشانه كل التحضير اللي قبلها والمعسكر والتدريبات وحلعب ولا مش حلعب كله بتنسي بقى خلاص انما اللي بدخلنا الملعب بنسخن بنفكر جماهير بقى واخدك بالدوشة بتاعتهم النهاردة ما فيش جماهير بس اللي أنا عايزة ألهولك كلنا عارفين انه أسهل مباراة في حياة أي اللي عارفين هي مباراة لأهل الزمان أسهل أسهل مباراة لا فيها مارك ولا في حد يمسكك ولا حد بيزهق ولا حد كل الناس تخاف تخش على بعض فيه بيبقى نرف أنا بقى عايزة أنا ومحمد صلاح نعمل مشوارين ثلاثة والحاجات اللي كتب اللي يكسب لا الحاجات اللي كتبت في الجرائد قبلها بسبوع وكلاما ربيع ياسين زي الجون اللي جابه ده مركز قبل ما ييجي من في البيت أنا لو جاتلي وصناحية الفرصة لذا ما اتصرف النهاردة الصرف جديد ما أنا لعيب تقول له زمالك كتير النهاردة بقى إيه البلاس اللي أنا هعمله إيه الشكل اللي أنا حيبقى موجود عندي جوه الملعب إيه اللي حقدمه للناس إيه الزيادة اللي حطلع بيها النهاردة إزاي مصطفى عبدالنواردة هيعمل العرضات بتاع الخطيب الخطيب هيستقبل إمتى ويحطوا كرة إمتى وإزاي نسرق من خطيب جون زي ده فكل أحد كان بيبقى عنده فكرة وكل أحد عنده وجود في الملعب ده لليوم ده الخاص إنما أي مباراة تانية أهو هل عاديين ناخد التلاتة بونت وخلاص عاديين ناخد الاتنين النقطتين وخلاص إنما إن هنا الشو الشو اللي أنت مروح به بالليل مروح مجبور حتى بتضحك ولا ما تحوك عليه هي ده الكصة اللي بتفري مع الجماهير كلها إنما إن شاء الله اللي بيجد في الملعب طبعا وبيبقى مركز تماما قبل المطش بقى الحتة ده إنما أول ما بنزل الملعب بيجديني أكتوب حاجة تانية صحيح طبعا يا مباراة جميلة ده دائما نادي الأهلي وأهدافه يعني المباراة بتبقى قوية ما من الأهل كابت ربيع يمكن وإحنا بنتكلم على ما قبل المباراة واللعبين واستعدادهم هل بيبقى فيه تفاقل وتشاؤم بالنسبة لتصرفات معينة قبل المطش في مباراة القمة بالذاتة كابتن بعض اللعبين أنا عارف إن الحادثة دائما تستعين بالله كلهم يستعين بالله ولكن دائما كان بيبقى فيه حاجات معينة اللي واحد بيعملها قبل المباراة بتخليه يحس إنه هو لا هو يومه آه وطبعا فيه ناس بتعتقل في الكلام ده طبعا وتعرف الكورة ولغة الكورة والانتصارات والمكسب والتعاد والمستوى حاجات كتير جدا وفيه ناس بتبقى متعودة على حاجات معينة قبل المباراة المهمة ده حقيقة لكنه أنا بس أن أؤمن بالعمل أنت تاخد بكل اللي هو المطلوب منك فيه كورة فيه تسعين ديئة يعني لازم المدير الفني يكتهد ولازم اللعبة تكتهد وخبرك ولازم الإدارة لازم جمهور المنظومة تنشي صح وأنت النهاردة ممكن تكسب ببرها ما تخصيش بطولة لأصولوا أن التخطيط أنا أتفائل هاتكو أنت بتفائل بالجدية بالتركيز بالالتزام بالشغل طول الأسبوع كابتن شيري بن الشغل بنفع نفسانة ما كانش يامل برضو فيه معسكرات لسه كنا بنعد في النادي نيجو الصبح عشان نفطر وبعدين نتغذى وبعدين نصلي وبعدين ننام وبعدين نزل الملعب وبعدين نروح واخد ملعب ما كانش فيه معسكرات زاد أن كل لعيب كبير كان بياخد 3-4 عمد في البيت يقفل عليهم بص الجدية فكون أنت فعل بالشغل شغل الملعب أن أنت عندك جوانب بدنية ومهارية وخططية وصفات إرادية لازم تشغال 11 ردد 11 11 ردد 11 فزاد أنت حضور الجمهور للأستاذ كان الأسبوع متع نادي الزمالك الملعب يتميل يا محمد وتشوف بقى المنظر تمرينا كبتن سوريا بدون معتنا تمريد في مختار التيتش أنا خدت تتذكر وطبعا ده أيامكو برضو كان موجود الموضوع ده كان الموضوع بيبقى متأفل واجهي الموضوع الملعب يتميل وكل واحدين زي الواحد وعشان ياخد الشول تقعه بقى بإسم واخد بالك مسأل أعلى ليب في الكورزة الخدم وتلاقي بعد بعد ما يخص تمرين الكوبر ياصرين ده زحم خروج الجمهور من تمرين لدينا فطبعا زي دي اللعيبة والحب والقرب والمعصكة اللي كان بيقود من الصبع وكان بيبقى مباراة الأبو الزمالك كلنا عارفين إن دي مباراة جمهور إن المباراة دردت على اعتبار إن المباراة مهمة جدا للإدارة مباراة جدا للتصنيف إذا كان مركز أو الأو أو حاجات كثيرة جدا كانت في الاعتبارات كان بيكون فيها اهتمام غير عادي من كل الجوانب فحتى الإعلام بيبرز المباراة محمد بإنها يعني المباراة خضالك بين أهل وزمالك عشان أول وتاني وعشان جمهور حاجات كثيرة جدا مباراة فعلا بطولة خاصة بطول عمرها هتفضل بطولة خاصة لكن أوقاتها تبقى ممتعة ممتعة جدا وخاصة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى بيليد بالمكسب بتاء الممتعة الأكتر من الجمهور ومن انتك مروح وإنك انت بتبقى سعيد جدا في البيت مع أسرتك صحيح كابتن ويل كنت تفاعل وتشارك طبعا أنا عن نفسي هقول حاجة أبمشي لأهل الزمائج كنت حيب وقعد وراء قدام يعني وراء كابتن سالة الحفيز ويبقى وراء أمير عبد الحميد مثلا لو كان لو واحد منهم مش موجود أحس إن الدنيا مش يتبقى مضوط مشكلة لا أنا كنت يعني ده طبيعي طبيع بشري إن الواحد يتفاعل ويحاول ما يتشاقمش بس يعني كان فيه حاجات كتير بتخلي الواحد يتفاعل أو تقوس وحاجات كانت بتتعمل إنما خلينا أقول لك إن اللي جابني النادي الأهلي يا فاروق يمكن حاجة انت اتكلمت فيها كويس قوي وهي إن التدريبات اللي بتبقى في مختار التكتش قبل مباريات الأهلي والزمالك أنا كنت بالعب في النادي الجلاء قبل ما نضم النادي الأهلي وأنا عندي 13 سنة ويمكن كنا بنلعب مباراة في الدوري دوري القطاعات مع النادي الأهلي كابتن شريف ويا شاء إن احنا نلعب المباراة قبل التدريبة الأساسية أو الترايماتش بتاع النادي الأهلي الفاريه الأول حالو يلعب الزمالك ربالي فكل الفاريه الأول بتاع النادي الأهلي موجود كل المسؤولين بتاع النادي الأهلي موجودين هتفرغوا على التمرين الأنسية وإحنا قطعنا شيئين بيلعب مع النادي الأهلي كنا جبت جون في这个 مطش النادي الجلاء خسرنا من نادي الأهلي 3 أو 1 ولكننا اللي جبت جون وكنت عمل مطش جامد جدا والمطش ده ده كنا كلنا متعودين عليها والظروف بتبقى قوية جدا والتشجيع بيبقى قوية جدا مباريات الأهلي والزمالك مباريات بيبقى التركيز ضبل أي تركيز في المباريات الأخرى لأن كل واحد بعارف أن الضوء مصلط عليه بشكل قوي جدا وأن زي ما قلت لك الحاجة الصغيرة اللي هتتعامل هتجبر بشكل كبير جدا عند الجماهير وهتفضل متعلقة عند الجماهير من الحاجات اللي أنا يمكن متفائل بيها النهاردة وإنت بتتكلم عن الحكم الإيطالي الحكم الإيطالي أخر حكم إيطالي حكم لنا ماتش ستة واحد ماتش ستة واحد كان حكم إيطالي صحيح والإيطالات من أنا في ماتش ياريو الزمالك كان حكم إيطالي سجد دلوقت شيء ما متفائلش 37 سنة 37 سنة ممكن يمعنده خبرات كويسة التعامل بشكل كبير في المباريات مثلا في الدور الإيطالي عنده بشكل قوي إنما من الحاجات اللي أنا متفائل بيها أو تفائلت بيها دلوقتي حالا هو هو وجود حكم إيطالي ويمكن آخر مباراة لحكم إيطالي موجود في مباراة القمة كان مباراة ستة واحد اللي الناس كلها طبعا أكيد هيبوا مركزين فيها بشكل كبير جدا وعندهم تفائل فيها بشكل كبير قبل مروح لكبتن شيف كنت بتحب تقعد مع مين في القوضة كبتن واحد يوم الماضش ده بالزيت لا أهو ولا بعمل بشكل كبير نحن عمتن بتبقى موجود مع حد تفضل قاعد معنا كنت يعني عصرت ثلاث زمايل في الناد الأهلي هدي خشبة طبعا كبتن هدي وحسام غالي ومحمد شوي دول الثلاثة اللي أنا عادت معاهم في الناد الأهلي كنت موجود عليهم عمتن خطة الثلاثة الثلاثة اللي أنا شاء الله هذا كباتن بالنسبة للقاء المئة والسعيد أمام نادي الزمالك محمد شناوي في حراس المرمى من أشمال أحمد فتحي رامي ربيع أيمن أشرف علي معلول حسام عشور في خط الوسط عمر السلية أمامهم والسليمان وعبدالله السعيد ومؤمن زكريا وفيه الأمام وليد أزارو هذا تشكيل فريق النادي الأهلي النهاردة يمكن أن يوجد تغييرات كابتن بردن هذا تشكيل مثالي بس هو كل اللي احنا تسعولات من حسام عشور يبقى هو عبدالله سعيد في ارتاحية وشيفة تمام وهما دول يعني ده بتبني عليه جميع الخطط بتاعتك أستسماع كابتن بس ابني متعلق على التشكيل اذهب سريعا من استاذ القيارز من أمير يشام من أرض الملعب هناك طبعا تفاصيل وكل كواليس قبل المباراة مع عزمالنا متأشان تحياتي لك يا كابتن فاروق تحياتي كابتن شريف عبدالمنعين كابتن ربيع يسين كابتن واق الرياض وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي كناعة الأهلي في كل مكان خلاص أقل من ساعة تنطلق مباراة القمة 115 ما بين الأهلي والزمالك في بطولة الدورة العام هذه المباراة الهمة جدا لكن خليني أأكد عليك التشكيل يا كابتن فاروق فيما يخص النادي الأهلي محمد الشناوي أمامه رباعي خط الدفاع كل من علي معلول أحمد فتحي اتنين كما سكين عيمان أشرف ورامي ربيعة أمامهم اتنين في نص الملعب كل من حسام عشور وعمر السلية طبعا أمامهم أيضا عبدالله السعيد وليد سليمان مؤمن زكريا والمهاجم الوحيد وليد أزارو ده تشكيل الأساسي اللي هبتدي بيه كابتن حسام البدري هذه المباراة فيما يخص طبعا دكت البدلاء اخترى كابتن حسام طبعا متواجد كل من أحمد عدل عبدالمنع في هراس المرمى إسلام محارب أحمد حمدي مروان محسن ساعة سامير جونيور أجايق ومحمد هاني ده فيما يخص التشكيل الأساسي والاحتياطي الخاص بالنادي الأهلي طيب يمكن عبارة ما تجعلنا أمير مرة تاني قد سألوا كام سؤال خصوص طبعا هل في جمهور موجود بارة لأن طبعا الجهات الأمنية النهاردة كانت بتتكلم على نتمنى طبعا أن ما فيش حد يقرب من أستاذ النهاردة النهاردة المباراة بدون جمهور وده من اللوايح الموجودة داخل أو اللي بيقول عليها اتحاد الكور فبالتالي كانوا بينجدوا الجمهور يبقى بعيد تماما عن أستاذ قاركات الشيف كنت بتعلق على التشكيل يمكن النهاردة كابتن حسام بدري دايما هو ما يحبهش غير كثير يعني النفس اللي ممكن يكون في مخينا احنا التلاتة واحنا الأربعة هتلاقيه كابتن حسام بدري بيتعمل به النهاردة بس هو بقاله فترة ما تمكنش من هذا الفريق الفريق دا اللي كان بيلعب به بثورة أفريقيا الفريق دا اللي هو بيعتمد عليه يعتبر الشكل الأساسي بتاعه الروتيشن كان بيحصل كان بيتيجي عن طريق قفاءة إصابات تأخر في مراكز الروتيشن جوه الملعب فتحي شوان لقيه في نصر الملعب شوان لقيه باكرايت فهو دا التشكيل المثالي اللي احنا حتى بيدي للجماهير وبيدينا احنا كعلوية الثقة في اللعيبة كلها النهاية موجودة على قد المسئولية بامتيازات بقى زي ما كان نشيتوس وكانت ربيع بيتكلمه ان فيه نجوم ليهم اصحاب المطشدة متصياطين في المطشدة يعني هتلاقي عبدالله السعيد مثلا ومؤمن زكريا ووليد سليمان دول من اصحاب المباراة دي من اصحاب النجومية في المباراة دي من اصحاب الاهداف في المباراة دي بيحاولوا الدفة في اي وقت ليهم ثقة وليهم خبرة جوى الملعب فان شاء الله زي ما احنا قلنا ان عبدالله بس السعيد وحسام عشور يكونوا في اكمل اللاقة بدانية وما فيش اي اصابات ما فيش اي حاجة اعتقد ان اي شكل تاني اي جماليات اي خطط اي تاكتكس اي حاجة خلاص عدت واللعيبة دي لما بتبقى في الرغمات بتاحها وفتكة فيز بتاحها واللاقة بدانية الكاملة هتقدر تقدي للاطراف والانطلاقات وكل حاجة مباراة جيدة بإذن الله شاركتنا ربيع تعليقك على تشكيل واكيد اهمية المباراة بتدي بشكل كبير لدى الجهاز الفني يعني الشكل التشكيل بشكل كبير صرح حمد عليها لأجهزة الفنية في المباراة الكبيرة مهم جدا فنيا يعني انت الشق متاع كله فني انت عندك قوة فنية قوة فنية فالشاطر اللي فقط طوفيهم تلاس سبحانه وتعالى بلعب دور كبير جدا طوفي لكن انت بتفكر ان انا اكسب ازاي الخطوط ازاي الحالة ازاي الجانب الفني بعد كده بقى بتدخل بقى الخطوط والافراد والجامعية والثلاثين الملعب والحاجات دي كلها هو حسام تلاتة ده هو من اثنين لثلاثة هو عمل تهتم بالخبرات الخبرات لها دور كبير جدا فحسب مرة واضح ان كابت حسام بمشاية الله تعالى عاوز يخلص الجن بدري عاوز يستعوز عاوز يسيطر عاوز يسجل بدري استبدل طبعا الشام محمد بعشور ادي واحد عشور قيمة كبيرة جدا جدا في وسط الملعب وقالنا انه هو مصمار وسط ملعب النادي الاهلي في الترابط في الجماعية في التنظيم في الشق الهجوم والشق الدفاع في الرصة النظامية متاعة الفريق بالكرة ومن غير الكرة مؤمن له دور مؤمن دايما بيسجل في الزمال مؤمن دوره مهم جدا وفرما كويس وبيس بيركز كويس وعنده شغل وعنده طموح وعنده السعداد انه هو ان شاء الرحمن قيمة كبيرة جدا واخد بالك اللي وجوده مهم جدا فتلاتة هو مريحهم كابتن في الليبرار اللي فاتت سواء بقى عبدالله او حسام عشور طبعا مريحهم تمام يعني اصد انه هو بيجح بالخبرات اللي بيشتغل بيها وبيكسب بيها مع وليد سليمان طبعا وليد في الحالة الفخيرة الهائل مع عظاره في القوة والسرعة اعتقد ان التشكيل ده امسا التشكيل لنا دي كابتن نوائل تعليقها كعالتشكيلة كابتن يعني بيبقى بتبقى فيه صعوبة شوية للمدير الفني انه يوصل للتركيبة المثالية نعم انا شايف ان التركيبة المثالية اللي كابتن فسام بيلعب بيها النهاردة هو ده التشكيل اللي يطمن جماهير الناد الاهلي بيه اللي يطمن اللعيبة ذات نفسها بيبع عندها ثقة لما بتلاقي اللعيبة الكبار بيلعبوا مع بعض بشكل كويس اللعيبة اللي عندها خبرات في المطشاط اللي بمحتاجة خبرات زي المطشاط الزمالك فانا شايف ان كابتن حسام يعني الفترات اللي فاتت ممكن يكون بالغ شوية في الروتيشن اللي بيحصل ما بين اللعيبة فده افقد الناد الاهلي شوية يعني مكانته او قيمته الفنية في المباراة اللي فاتت ولكن التشكيلة او التركيبة اللي حصلت في المباراة النهاردة او اللي كابتن حسام بيبدأ بيها المباراة النهاردة ممكن هي دي اللي تدي طمأنينة بشكل كبير جدا وزي ما الكباتين تفضلوا وقالوا انه هو كابتن حسان بيفكر انه ينهي المباراة بدري كل الشارع المصري كل الجماهير الاهلوية عندها ثقة كبيرة جدا في المباراة النهاردة او في النتيجة اللي هتحصل من مباراة النهاردة ولكن دايما احنا كنا بنقول ان مباراة الاهلوز مالك لها حسابات مختلفة شوية هسا زينك التونير وارجعلك تاني طبعا هنكمل كلامنا على توقعك ويعني تعليقك هتشكيلك سريعا برضو اروح لزميل امير يشام اللي ممكن يكون قطعنا عنه شوية بعض الكلام والمعلومات الخاصة ما قبل المباراة اتفضل امير تحية بيك يا كابتن فروق وديوفك وكل مشاهدي قناة الاهل في كل مكان زي ما قلت له خلاص تشكيل النادي الاهل يختاره كابتن حسام البد في هذه المباراة لكن خلينا بالتحديد نتكلم عن بعض الكواليس بالنسبة للفريق قبل التحرك لملعب المباراة هو ملعب استاد القاهرة الدولي يمكن النهاردة كانت المحاضرة اخيرة لكابتن حسام البدري واللي ابتدت بالتحديد في تمام الساعة الرابعة والنصف عصرا واستمرت ما يقرب من التلاتين دقيقة كابتن حسام البدري واضح ان كان عنده العديد والعديد من التعليمات اللي عبي الفريق بالتحديد من الناحية التكتكية خصوصا ان فريق الزمالك لديه مدير فني جديد هو كابتن اهاب جلال فمش بين التشكيل الممكن يلعب به مش مترتب على بعض المباراة السابقة اللي كان بيدير من كلالها مستر نيبوشي المدير الفني السابق بالنسبة للفريق الزمالك ودي كانت احد تعليمات كابتن حسام البدري للعبين وهو ضروري طبعا استعاب الروح المعنوية اللي هتكون مختلفة عند فريق نادي الزمالك بعد اختلاف المدير الفني او الجهاز الفني بالكامل وطلب من اللعابي النادي الاهلي التركيز بشكل كبير جدا خلال هذه المباراة وضرورية الفوز بسلاسة نقاط انت لو في اي استفسار كابتن فاروق انا معك اتفضل لا انا بس بخصوص كان طبعا الجهاز الامنية امير لو انت سمعني كان نجد طبعا بعض الجمهير اللي هو ما يقربوش من محيط السادق طبعا سنادا للوائح الخاصة بعد موجود جمهور في المباراة الخاصة بها الدور الممتاز طبعا لقال القناة كل طبعا جمهور سواء الاهله او الزمالك احنا نفسنا يبقى فيه جمهير من هذا القبيل لا هي ليست تجمعاتها كابتن فاروق بالعكس سواء كان فيه بعض المحبين سواء الاهل او الزمالك كانوا قريبين من استاد القاهرة وبتحديد بواب الدخول الاوتوبيس الخاص بالنادي الاهلي وايضا الاوتوبيس الخاص بفريق نادي الزمالك يعني كان كلها عبارة عن عبارات تشجيعية من بعض الجمهير او بعض المحبين المتواجدين في محيد استاد القاهرة الدولي لكن داخل الاستاد ده هو زي ما هو مقرر 500 من النادي الاهلي 500 فرد او 500 مشجع من النادي الاهلي و500 مشجع من النادي الزمالك النادي الاهلي جمهوره او 500 المخصصين للنادي الاهلي هيكونوا متواجدين في المقصورة او مش عفوا مش المقصورة طبعا درجة الاولى شمال ناحية اللي مين درجة اولى يمين هيكون طبعا جمهور فريق الزمالك خليني اقولك ان عدد جمهور الزمالك ال500 يعني لحد دلوقتي يمكن اكتر نسبيا من جمهور نادي الزمالك لكن نتمنى بشكل أو بآخر أن تكون دي آخر مباراة كمة ما بين الأهل والزمالك بدون جمهور نتمنى إن شاء الله زي زمان كان دايماً مباراة الأهل والزمالك تبقى مليئة بجمهور الفارقين وده بيدفي طبعاً متعة خاصة بها ديها مباراة 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 كمة طبعاً على مستوى العالم كله جميع الجمهور على مستوى العالم تبقى هذه المباراة الهمة جداً بشكل عام خلينا أقول لك الأجواء أيضاً يا كابتن فاروق يمكن طبعاً الحكم الإيطالي نزر أرض الملعب ويمكن بص كده على النجيلة الخاصة بأرض الملعب خلينا أقول لك أن أرض الملعب مش في المستوى الجيد جداً للأسف أرض ملعب السادة القاهرة خلينا أيضاً أقول لك أن بعض اللحظات حينزل لعيب النادي الأهل والعيب النادي الزمالك لإجراء عمليات الإحماء التي تصبق هذه المباراة بشكل عام إن شاء الله أنا أتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي في هذه المباراة إن شاء الله الفريق يكون موفق ويقدي بشكل جيد ويقدر يفوز في هذه المباراة وبسلاس نقاط أكيد هتكون همة جدا جدا للنادي الأهلي في مشواره وفي بطولة الدورة الممتازة كابتن فاروق لو فيها استفسار أنا معك أنا بشكرك أمير ومتواصلين معك دايما بالسمرار إن شاء الله لو في وقت قبل المباراة أي جديد ممكن تقدر تدهولنا وإن شاء الله هنكون متواجدين أيضا معك بعد المباراة كل إن شاء الله وإحنا فرحلين بأمر الله بهذه المباراة يعني أنا سامع وراء أمير بعض الأغاني الوطنية الموجودة في المعلى وده شيء طبيعي الفرقتين بيمثلوا مصر الفرقتين هم أكثر شعبية في الدور المصري سواء الأهلي أو الزمانك ليه جمهور كبير والزمانك ليه جمهور كبير فبالتالي الاتنين بيمثلوا مصر كل محطات التليفزيونات العالمية أعتقد أنها بتتابعة هذه المباراة كل متباية كرة القدم اللي حابين يشوفوا الكرة المصرية بشكل ما متواجدين بالنهاردة أيضا فبالتالي إن شاء الله نتمنى أنها تطلع بشكل جيد بشكل فيه روح رياضية بشكل كبير من كزبان من خطوان هي دي كرة القدم لكن إن شاء الله نتمنى طبعا من نادي الأهلي النهاردة يحصلوا على الثلاث نقاط كابتن شريف خليمي وأنا بكلمك النهاردة المطلوب من نادي الأهلي أو من اللعيبين نادي الأهلي هققوا النصر إزاي هققوا النصر بالنيرف يعني أنا مركز من أول المباراة إنه ما فيش مجأس بقى يعني لأنا ضاغط على الخصم القدام ما بدلوش مساحتي يلعب فيها نصر ما لعبها بتلكه ما فيش أي إراحية لنادي زمالك إنه ينقل كرة أو يروح يعمل عرضيات عليك أو ياخد ثقة عليك أو يصوب من بعيد على الشناوي كل الحاجات دي من نادي الأهلي هو اللازم بالمبادر هو اللازم هو اللازم هو اللي ضاغط هو اللي عنده الاستقرار هو اللي عنده الإمكانيات اللعبة والفرديات الأعلى فده كل ده يعني أكيد الجهاز الفني يتكلم فيه الجهاز الفني يتكلم عن الصراعات الجهاز الفني يتكلم عن خروج فتحي على طول وعلي معلول ويعملوا سويتشيات يعني ديك شفت مرة فتحي لقيته في الباكليفت ومرة لأنا معلول عنده تحرر كده بيروح ناحية اليمين وبيعمل عرضيات وبيتكي يوله وبيتشوف معلول بيجيب كل كل ده بيجي بتركيز اللعب وإرادة اللعب عايزي في المباراة الميس باس ما يبقاش كتير في المرعب لأنه طول ما انت عندك ميس باس وكنتر أتاك بيحصل عليك زي ماتش أتلتكم مادريت كده بتجن بكل قطوطك وبتتكشف من ورا أعتقد أن وجود حسام عشور والسولية يقدروا عملوا تبادلية في الحتة دي ما يخليش أنه عندك الكرة المتططع فيه استياد لك من نادي الزمالك أنه يقدر يحقق بسرعات وهو وغير ذريع من العرضيات وعنده لعيبة بتعرف تشوته بتعرف تجيب الجوال وبتعرف تروح على الجول يعني من الزمالك احنا بنقول شواء لم يقنعنا نازل زمالك ولم يكون له شأن في الدول الأول في الدول العام المباراة دي كانت الوضع مختلفة إنما المباراة دي ما لهاش حل بجيبنك أنت تبقى مركز تماما وحافظ على كورتك تماما وما بتسرعش حتى لو جبته جول تحاول أن تتأكد يا كتب فاروق الجول اللي أنت جبته لأنه برضو ما تخليش المنافس معك يبقى معك لآخر دقيقة أو التسعين دقيقة في المباراة لأنت لما بيخش فيك بالجول أنت النفسيتك بتهتز هو نازل زمالك النهاردة مش في قد أنه هو يخش فيه جول في أول ماتش يعني نازل الأهلي لو قدر يركز ويجيب جول في أول ماتش يا كابتن ربيع كابتن أين أعتقد أنه هو حيتفري معاه كتير أو أنه هو يبقى الليدنج عن المباراة يقدر لعبته كمان لعيبة تقدر فيها سرعات فيه لعيبة مش جاهة أيضا أعتقد أن عبدالله صعيف كان متعور حيحصل راحة فيه التسعينات من خارج الملعب والحاجات دي كلها جهزة فنية أكيد نوهت على السوابت والحاجات دي طيب خليني أروح أقول تشكيل نادي الزمالك كابتن ربيع عشان نقدر نتكلم بقى فنيا وكابتن حسان بدل ناردة هيواجه إيه وكابتن أهاب جلال هيواجه لدي الأهل إزاي خلينا برضو نقول فيه حراس المرمى أحمد الشناوي خط دفاع حازم إمامه علي جبر ومحمود حمدي ومؤيد العجان وخط وسط نادي الزمالك طارق حمد ومحمود دونج أمامهم أحمد مدبولي وأيمن حفني ومحمد الشامي والمهاجم الوحيد باسم مرسي ده تشكيل فريق نادي الزمالك كابتن ربيع خلينا أقولك وأنا بقول تشكيل نادي الزمالك أعتقد أننا وحن تتكلم على النادي الأهلي كابتن والتشكيل اللي احنا قلناها تم مفتوح بالنسبة لنادي الزمالك وأيضا النادي الزمالك تم مفتوح بالنسبة للنادي الأهلي كابتن في الهتنو هتحيل لبعض يعني مفيش معوى الجديد بقى كابتن النهاردة اللي ممكن يقدمه كابتن حسامة بدري في مباراة كده يمكن كابتن أهاب جلال أول مباراة على النادي الزمالك ممكن فيه أمور كتير جدا تخليه ممكن يبقى حذر قوي أمام النادي الأهلي من الهتنو موجة نظرة محمد أنت طبعا بتلعب على حاجات كتيرة جدا بتلعب على أولا عمل التوفيير مهم جدا بتلعب استغلال الفرص كويس قوي بتلعب بتلعب على الشق الفني بالدرجة الأولى بعد كده عندك سفات رضي ولم كان كماسك المقصة ولما كماسك انبي ولعب بطريقة قدام المقصة بمقصة ولعب بطريقة قدام انبي قبلك فأنا أعتقد أن كابتل حسام درس فكر إهاب مع النهاب طبعا أنا من وجهة نظر الفنية أن مش هيبلي أي بصمة فنية النهاردة خلال التسعين ديار لا خلينا وقعين محمد خلينا وقعين في علم التدريب وعلم تدريب وفي فنيات وفي حاجات كرة جدا 24 ساعة أنت أي مدرب بييجي النهاردة بيعمل فترة مع فئرة بيقعد مثلا شهر وقولك دين أربع ماتشاط ودية ودين أربع ماتشاط رسمية عشان قادر نهاردة تشوف بصمة الفنية وتشوف شغل وتشوف فكري وتشوف تدويري وتغييراتي خلينا وقعين فبقى لك النهاردة الأمر الكبير بنسبة 100% على لعيب نادي الزمارك اللعيب النهاردة هو اللي يصنع المجد هو اللي يصنع الفوز هو اللي يصنع الجانب الفني هو اللي يقدر يدفع ويهاجم هو على المستوى الفردي وجماعي خلينا وقعين فالقراها معروفة جدا وفي نفس الوقت الطريقة بتاع نادي الزمارك ولعيب نادي الزمارك معروفين من وجهة نظري أن حسام لازم يلعب على السلبيات اللي موجودة السلبيات اللي موجودة عند الدوافع بتوع نادي الزمارك احنا قلنا دي حقيقة نادي الزماني لا 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 تتهمل يا كابتر أسانا بستمتع دايما بكلام كابترابية ودايما انت عادك بتقول ايه كابتر شريف بيروح النادي وقضي نرحش نزوعدة الشكل وعشان كنه نايم وتنرفز وزعل عشان التحكيم هو كان الكابتر اللي قادم بتاعنا فمعجبوش التحكيم فزعل ومش طبعا طبعا فبس انت لو بصيت في نادي الزماني كان موجي تنظري فيه سلبيات فنيات كتير جدا فيه سلبيات على المستوى الفني والمستوى الارضات يعني كتير جدا فيه الزماني مداري بنيت مش هيقدر يصنع أي حاجة ومس موجود ممكن توفيه الله سبحانه وتعالى لعيبة منهارة لعيبة معندهاش جوانب فنية لو اتكلمت عن وعي الفني عنده مجانب التكتيكي على المستوى التسعين ديات اليوم هلين دفعيا بجلد الزماني فيش ترابط وفيش القوة محمد وفيش أفراد فيش الشخصية الهجومية او الشخصية الدفعية او الشخصية الزماني بتاع الفني والدس اللي بنسمع عنا ونعرف عنا فانا اعتقد ان كابتن حسام يلعب على حاجات كثيرة جدا ممكن استغلاب اذن الله تعالى شخص الجيم بأسرع وقت ممكن بمشاة الهجوم كابتن ايهاب جلال ما يلحقش ان هو يحط بصماته الفنية في هذه المباراة؟ لا ما يلحقش يحط بصماته الفنية ولكن يقدر يحط بصماته النفسية اعتقد التمية واربعين ساعة والاثنين وسبعين ساعة منذ تولي كابتن ايهاب جلال القيادة الفنية لناتزة مالك وهي المحاضرات تحفيزية بشكل كبير جدا واسترجاع النقاط الايجابية في تيم ناتزة مالك واللحظات اللي ممكن تكون ايجابية في تاريخهم كلاعبين الفترات اللي فاتت ممكن يكون عمل زي المدربين الكبار فيديو تحفيزي للاوقات الكويسة اللي عصيرها بعض اللاعبين اللي موجودين في تيم ناتزة مالك النهاردة او اللي كانوا موجودين في المعسكر فابتدى يشتغل على الجانب النفسي بشكل كبير جدا دايما في حاجة في الحياة او في حاجة في الحياة بتقولك الغربال الجديد ليه شدته انا وجهت نظري ان او الهيستوري بتاع الكورة او تاريخ الكورة بيقول ان اي مدير فني بتولك قيادة فنية بعد نتائج سلبية مع فريق معين بيعمل نتيجة ايجابية اول ما شير من حتة الدفع المعنوية اللي بتبقى عند اللاعيبة سواء اللاعيبة اللي بتلعب او اللاعيبة حتى اللي ما بتلعبش بتبقى بتتمرى من شكل اقوى لان بيبقى عندهم فرصة مع مدير فني جديد ان هم ياخدوا فرصتهم فبيحصل دايما نقلة نوعية في الناحية المعنوية او الناحية النفسية عن اللاعيبة وده ما اخشى على تيم الناد الاهلي اللي رضا هي التحفيز او الجانب المعنوي اللي كابتن ايهاب جلال ممكن يكون اشتغل عليه في شكل قوي جدا في 48 ساعة لقد اغفtober مم Datab поз قبل الت deberزين او الوطحين او 짧ا ساهل في طريقه فلسفة شغلف فلسفة لعبه دايما بيعاب بيحبب الكورة تحط على الارض بشكل كبير بيبدأ الهجمة من الخلف ما بيلعبش كورة طويلة خالص وده يمكن شفناه مع تيم أمبي لما تولى المهمة بعد كابتن طرق العشر اللي كان قاعد معهم حوالي سنتين ثلاثة بيلعب كورات طويلة إنما جاء إيهاب جلال أو كابتن إيهاب جلال مع أول مباراتين ثلاثة شفنا تيم أمبي بتدى يلعب كورة على الأرض إذن إيهاب جلال من المدربين اللي بصمتهم بتبان بسرعة مش من المدربين اللي بتحتاج وقت عشان البصمة بتاعتهم تبان بسرعة خاصة كمان مع تيم زي تيم نادل زمالك تيم كبير بيمر بمرحلة الاعدام وزنه وده كلنا شايفينه ولكن أعتقد أن بصمته هتبان بشكل كبير جدا ولكن عنده مشكلة كبيرة جدا ودي أنا ملاحظها مع كل الأتيام اللي بيمسكها كابتن إيهاب جلال كابتن إيهاب جلال من ناحية نص الملعب والمهاجبين بيعمل تيم قوي جدا وبيعنده عناصر مميزة جدا وبيحرز أهداف بشكل كبير جدا ولكن دايما عنده خلل دفاعي فأي تيم بيمسكه امبي عنده خلل دفاعي مصر المقصة كان عنده خلل دفاعي تليفونات بن السويف لما كان تولى المهم كان عنده خلل دفاعي إذن كابتن إيهاب جلال دايما بيلعب بسياسة أن أنا أجيب جوان كتير ومش مشكلة يخش فيها جوان فده ما ينفعش مع نادل زمالك وما ينفعشه في مباراة زي مباراة الناد الأهلي تيم نادل زمالك بحتاج في الفترة دي من وجهة نظر الشخصية هو تيم اسمه كبير ولكن عناصره ما بيتقديش بنفس حجم اسمه يعني هو نادل زمالك نادل كبير ولازم الناس تبقى عارفة كده والناس معتقدة ومؤمنة ده ولكن الكورة اللي بيقدمها تيم نادل زمالك ما تتناسبش مع حجم أو مع فريق نادل زمالك فاللي أنا شايف من نادل زمالك بيبقى محتاجه في الفترة دي أو إيهاب جلال أو كابتن إيهاب جلال اللي محتاجه أنه يعمله أنه يقفل بشكل كبير جدا ويلعب بفلسفة أنه أي تعادل نتيجة إيجابية لها ده فلسفة كابتن إيهاب جلال والتالي في أول مباراة مباراة الأهلي الحذر بالنسبة لكابتن إيهاب جلال أعتقد هو الله هيب وأهل الدنيا سؤالة كابتن مهم جدا النهاردة أعتقد كابتن إيهاب جلال وهو بيلعب هو نادل زمالك نادل كبير والنادي الأهلي والزمالك فيما بيلعب وبعض كل واحد عنده طموح أنه يكسب في هذه المباراة لكن بالنسبة للمباراة دي كابتن إيهاب جلال أعتقد يهمه أكثر أنه يخرج بشكل مردي بالنسبة لنادي الزمالك مردي نفسه مردي عكس تصريحاته واجايبه لنا حكسه بس من التشكيل اللي هو حطه ده واضح أنه عايز ياخد أي إفادة من المباراة إنما أنا كل ما عايز أقوله لك أنا عجبني قوي ربيع لما قال الفرق اللي عايزة تكسب تدور على السلبيات اللي في الفرقة التالية ده أهم حاجة لو أنا مدير فني كويس وانا شوفناه لما ميسك أم بيشتغل إزاي مع أم بي ووال قالك عنده خلل في الدفاعات اللي هو بيشتغل فيها دايما لعبني يلعب نادي الأهلي 3-4-3 في مباراة أم بي فلازم يكون فيه أربع أهداف لازم يكون فيه رد هو زي ما قال وال لو قال بيقولك هو بيلعب دايما يقولك يجيب أنا عام فيها البرازيل بزرق اللي هو يبحث لك الفكر اللي انت بتدور عليه هو ده هابجلال هابجلال النهاردة هيقولك أنا لو كسبت النهاردة أنا صاحب الثقة اللي قالك عليها بسها في اللعيبة والن اللعيبة دي يقدر يجي منها حاجات كتير قوي وحنشوف شعارات وحنشوف حاجات إنما الأول ميرفري ده هيتغلب هيقولك أنا لسه مسك النهاردة ولسه مستلم وحاولت وكله لأ النادي الزمالك ده عايز تدعمات في الخطوط اللي هي الحقيقة في لعيب النادي الزمالك محتاج واحد واثنين يبقى موجود في الفرق ودم جديد في الانطلاقات والإعارات اللي هي موجودة دولاتي والبحث عن لعيبة ليهم شخصية الفنينة البيضاء إذا كان المدرب النهاردة انت احتفظت تقول ايهاب جلال ايهاب جلال لا يسوش عدة راجل اللي النهاردة مستشاري ولا هي جابتن ربيع ده راجل استشاري في الملعب موجود حط بسم لدرجة انه بس فكر في مين نهددني فهو النهاردة بالشكل اللي دعو بعدين هل هو منه النهاردة ألعب أربعة خمسة واحد ملعبش أكتر من كده أعمل شخبط لنادي الزمالك نصر الملعب خل الكورة فكر ربيع ما كنا نبقى أحدى عندنا إصابات كتير وحاجة كان ديكوتي يلعبنا زون ديفنس من تحت وعشان ما باش فيه مساحات كتيرة أول اللعبة السريعة تقدر تنطلق منها وتقدر تهدد الفريق صحيح بس أروح بقى لتقرير طبعا الجهاز الفني للنادي الأهلي ورأيه في مباراة اليوم اشتركوا في القناة ربنا يكرمنا أنا بقول لك هدفنا طبعا الفترة الأخيرة دي من الدور الأول نحن تتكسب عشان تتصدر إن شاء الله نتصدر ونكمل إن شاء الله وأنا بقول لك أكيد الجمهور نستنية المباراة وإحنا واللعيبة لأنها المباراة الناس كلها بتستنيها وإن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدمه يعني أداء كويس ونكسب نحافظ على الصدار إن شاء الله نوصل الله ونحافظ عليها إن شاء الله يتقدم جول عبد الله السعيد يهدي السعادة للنادي الأهلي المباراة المباراة بيأخذ شكل أكبر شوي لأنها المباراة كورا تطلع مباراة كورا أتمنى التوفية يكون حالفنا بإذن الله وتعامل مع النقاة بشكل إيجابي إن شاء الله أكيد في تركيز أكبر دي مباراة مهمة جدا مباراة مباراة المباراة الناس كلها بيتمع وأكيد ده إحنا عندنا حافظ إن إحنا نكسب لأن أنت برضو مباراة الدور كلها بتقربك وخاصة المباراة المباراة الكبيرة زي دي وبعدين بعدين عندك مباراة المصر فهيبقى دافع المكسب هيبقى دافع كبير جدا للفترة الجاية فلا في تركيز إن شاء الله مباراة مهمة إنما إحنا إن شاء الله زي ما قلت لك أهم نقطة نوصل اليوم المباراة بكل قوتنا لعيبتنا كلها تكون كاملة إن شاء الله ومعندنا نشي صباح جهاز الفني للنادي الأهلي عن المباراة أكيد ضم مركزين شك كبير في المباراة حتى لما بنيجي نتكلم على إن الجهاز الفني ممكن يأجل أي كلام على الانتقالات بالنسبة لللعبين أو لتصدام لعبين نتكلم على مع بعض مباراة السوبر لأننا خلاص بعدها باربع خمس تيام إحنا عندنا مباراة مهمة أيضا أمام نادي المصر في بطولة السوبر لكن الكلام كله والتركيز كله على مباراة الخمس النهاردة بالتالي كل التوفيق ليهم إن شاء الله كابتر ربيع وإحنا بنتكلم على كابتر نهاب جلال والنهاردة اول يعني اختبار لي مع نادي الزمالك في مباراة قوية أمام النادي الأهلي الأكثر استقرار الأكثر هدوءا في الفترات السابقة بالتالي النهاردة تشكيله اللي حطه النهاردة كابتر ربيع اللي احنا قلناه ونقوله مرة تانية يمكن حد ما سمعوش من جمهورنا طبعا في حراسة المرمى أحمد شناو من يميني الشمال حازم إمام علي جبر محمود الوينش مؤيد العجان وخط الوسط طارق حامد ودونجا ومحمد الشامي وأيمن حفني ومدبولي وقفل أمام كرأسة حربة باسم موسف ده تشكيله كابتر من وجهة نظرك هجومي ولا فيه حضار بشكل كبير بص هو إيهاب جلال دايما في طريقة لعبه بيلعب أربعة اتنين اتنين ارتكاز ومش شرط يكونوا مدفعين هو يميل الاتنين الاتكاز يهاجموا بالوقت على الأقل واحد منهم وعنده جناحين أربعة اتنين واثنين في اليمين وفي الشمال برضه عشان بيعتمد على أن يفتح كتير عشان يتشغل بشاره وبيدي راس حربة صريح وتحته واحد بخليه حر هو الآية مع أيمان حفلي وأنا توقعت أن يبتدي بأيمان حفلي نهار ولو طرح الآية مع أيمان حفلي تحت بس المرسي ده طريقته أو ثلاثة أربعة واخد بالك اتنين واحد فهو بطريقته اللي بدور في دماغه احنا الورق اللي شايفينه أربعة اتنين ثلاثة واحد اللي شايفينه على الورق يعني كان ينتلك الطرق بتاعت إيهاب إيهاب يعتمد على السيطرة في استمارة كويس قوي أكيد كل تنبياته النهاردة وكل المحضراته في نقاط معينة محمد ومهمة جدا للعيبة اتنين عشان يبني هجمات يبنيه عن طريق البكير عن الجناحين عشان يقدر يشتغل كويس قوي هو أكيد فكره وسخلينوا واقعين هال النهاردة هيغامر ويطلح مع النادي الأهلي وهيفتح جيمه وهيبتدي يروح عشان يسجل النادي الأهلي مش النادي السهل أحسن نادي وأجهز نادي هو لعيب النادي الأهلي بجهازه من فني وخبراته كبيرة جدا فأنا قلت لك الطرق اللي عنده دي هنشوفها مع بداية المبراء إذا كان يفتح أنا من وجهة نظري ما يقدرش يفتح الجيم من أوله لأن بصحام انت عندك مشكلة كبيرة جدا في تيم نادي الزمالي انت أكثر من 50% قوام جديد 15 لعيب محتاجين انسجام محتاجين تفاوم انت نادي الأهلي عندك 9 من 11 قوام أساسي ورئيسي وعندهم خبرات غير عادية ده برضو خلي بالك هيخلق نوع من الزلزلة الخلخلة الفنية للتيم هيهز التيم يا محمد عندك ناس النهاردة أول مرة بتلعبوا أدام من نادي الأهلي ده كله في خبرات موجودة في لعيبة في انسجام في تفاوم في تنفيذ واجبات فأنا أعتقد أن من كل الحاجات دي أتبقى في الحسابات الفنية الطبيعي أن أنا أبتدي واحدة واحدة وننظم أموري وأتحاول من دفاع الهجوم دي بقى الشغل الشغل بتاع إهاب جلال أعتقد أننا سأعتمد عن مرتدات أنه هدافع أنه هيدغط أنك تقفل كل ده فكر النهاردة إهاب جلال الحذر يا كابتن بالنسبة لنادي الأهلي بقى كابتن واقل هلا هيكون في حذر ولا هيكون ضغط بشكل كبير واستغلال هذه الجزء اللي بتتكلم فيها كابتن ربيع وكابتن شريف من منذ البداية أنت عندك فريق إلى حد ما خارج من خسارة أخيرة أمام طلع الجيش تغير مدرب أنت كسبان بالنتيجة كبيرة أمام الناصر في المباراة اللي كانت مؤجلة يتري عندك الدوافع والطموح أكبر من فريق نادي الزمالك كمانا عندك دوافع وعندك طموح ده حاجة صح جدا ولكن نادل قال النهاردة لازم ينزل يضغط لازم لازم ينزل يحاول يخلص الجيم في أول 15 دقيقة لأن كل ما النتيجة تبقى صفر صفر هو في صالح نادي الزمالك مش في صالح نادي الآلي ولعيبة نادي الزمالك وجهازهم الفني بيكتسبوا ثقة وبيكتسبوا طموحينة وبيكتسبوا مع الثقة يكتسبوا أكتر فنيات طول ما الوقت بيعدي والنادي الآلي لم يحرز فيهم أي هدف فأنا شايف من وجهة نظر النادي الآلي ينزل ضاغط بشكل كبير عشان أول 15-20 دقيقة يحرز هدف وأعتقد أن لو حصل ده هيقدر يركب المباراة بلغة الكورة ويقدر أنه يكون ليدنج على نادي الزمالك ولكن في المقابل إهاب جلال من نوعية المدربين اللي عندهم سبات وفعال بشكل كبير جدا ما بيهتزش لما بيدخل فيه أهداف بيقدر أنه يرجع فرقيته بشكل كويس بيعمل زي ما بيقوله بلغة الكورة بشكل كويس فالنادي الآلي لازم يضغط بشكل كبير جدا من أول المباراة عكس نادي الزمالك اللي من أول لحظة في المباراة هتلاقيه مأمن بشكل كبير جدا أيمن حفن يعتبر من المفاجآت النهاردة في تشكيل نادي الزمالك وجوده باسم يعتبر من المفاجآت النهاردة في وجوده ولكن دايما ومعايا كبات انكبار يعرفوا الكلام ده كويس قوي ان انت لو عايز تعمل مفاجآ يعمل مفاجآ في الخط الهجومي ما يبقاش عندك مشاكل نما الخط الدفاعي لازم تتحافز بشكل كبير جدا على الناس اللي بتلعب بقالها فترة لأن الانسجام في الخط الدفاعي أهم بكتير من الانسجام في الخط الهجومي لأن دايما الناس ببقى بعض الأخطاء كابتن واقل يعني وحنا شفنا المباراة أخيرة كان فيه أخطاء يعني قوي جدا في خط فعناد الزمالك لأ موناد الزمالك بقاله فترة عنده أخطاء ويمكن ده اللي خلانا يقولك من أول لحظة أن انت لو أو الميزة في مدربين مدرب ناد الزمالك النهاردة إيهاب جلال أو اللي يقدر يعمله بشكل كويس أنه يقفل بشكل قوي جدا ويطلع وكلما النتيجة بتعدل صفر صفر هو في صالح إيهاب جلال وفرقته أكيد أو كابتن إيهاب جلال طبعا مع حفظ الألقاب في صالح ناد الزمالك وبيديهم ثقة أكتر بشكل كبير غير لما يحرص فيهم هدف من أول المباراة أعتقد ده هيعمل لهم خلخلة بشكل كبير جدا في ثقاتهم في نفسهم كابتن شريف وانا بنبص دائما أداء ناد الأهلي التنوع الهجومي بالنسبة لهم كتير سواء بعمل على أطراف أو من وسط أو قلب الدفاع الفرق النهاردة منشوف مباراة الزمالك وأكيد كابتن حسين بدأت فرج على المباراة الأخيرة بالنسبة لنات الزمالك عشان يبتدي يضع الخطة المناسبة في هذه المباراة ناد زمالك عنده قلبا الدفاع عندهم مشاكل كثيرة النهاردة هل ممكن كابتن حسين يدوس جزئية قلب الدفاع ولجوم من هذه جزئية كتير نعم أنا قال لي جابرت دانا مسأل كبير عدم تمرجز جيد عدم اللعيبة كلها خط الضهر بيعتمدوا على أن الاسم بس اسم إنها ناس زمالك ما لعب الطلايع أو لعب أي فرقة إنها يكون لقى الهجوم من الجارف يكون لقى السطوة يكون لقى الاستحواز كل دا ما بيجيش إلا لما توب أنت عندك الشخصية اللي موجودة وعندك السيستم أعتقد ميبوشة كان حطرتهم في حجرة ضلمة يعني ما فيش أي شكل من أشكال الكرة الحديثة إحنا شفناها في وجود نيبوشة اللي هو المدرب اللي جابوه ده ما فيش أي تطور حصل على فريق ناس الزمالك بالعكس كان بيحصل تقهكر حتى لو كان بيوصل أي العيو في ناس الزمالك لبعض السمات أو بعض الشكليات وبعض الفرديات اللي هو بيقدر يمشي من ناحية المين أو بيهما دام بيعتمدوا على ناحية الشمال أنه عندهم لعيبة كتير أو بتيجي طلع من ناحية الشمال ويعملوا عرضيات وبيروحوا وعندهم سكة أنهم يسهوبوا ونداخل وخارج منطقة الجزاء أنه بوش عدم الحكاية دي كلها سابق اللعيبة تلعب زي ما عايزة قدام حرية فيه التزام دفاعي ولا ما فيش فيه التزام في نص الملعب وتغطية وتقارب الخطوط ولا ما فيش فالنهاردة نادي الزمالك عنده سربيات كتير أو أنه بيعيد المنظومة كلها بيعيد الكيان كله العصر السحرية اللي احنا بنكلم عنها ياهاب جلال دي صعبة جدا في الكورة إنما النادي الأهلي هو وثيرة واحدة نظام واحد استقرار واحد لعيبة حتى احنا بنقول الشكل المثالي اللي احنا موجودين فيه النهاردة عودة التشكيلة الأساسية تشكيلة صاحبة المباراة اللي هي داخل نادي زمالك حتى زمالك جاب هدف يدر الأهلي عوض إنما انتم بتقوليش إن الأهلي لو جاب هدف أعتقد إن زمالك حاب صعب عليه أو إنه يرجع تاني لأنه هيفتح خطوط يا كابتن فاروق فتح خطوط مع النادي الأهلي أخطر شيء في الدنيا اللي بكونت رأتاك حتى البودلاء اللي عاديين بره عاديين جعانين عاديين لعبه لو أي خلل حصل أو أي حاجة حصل في الإصابات لعيب حتى زي عبدالله أو حسام عشور ما كانش لسه حصلوا الاستشفى كامل ففيه مواتير قعدة بره عندك إسلام محارب ده ماتور وعندك حمد حمد ده بيخش عندك أجاييل اللي هو بقاله فترة إحنا ما شوفناه فعندك البدائل عريس عريس بقى فممكن يتوج النهار ده كمان بقى ده فين أو لعاجة فكل الناس دي موجودة بره في صالح النادي الأهلي الحكاية دي الصعوبة كلها على خطة فاع نادي الزمالك هالخطة فاع نادي الزمالك أقنعنا المباراة اللي فاتت إنه هو يقدر يستطيع إنه هو يتحمل هجوم النادي الأهلي الكاسح اللي انت بتتكلم عنه وفتحي ومعلول وتحركات وعشور المتنوع اللي هو دايما بيلعب لقدام دلوقتي وسوليه اللي هو ساعد بيفجأة كوروح على خطة 11 ويبعت وسوابت إنه لأهلي ووي 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 فحاجات صعبة جدا على نادي الزمالك النهار ده إن كان وقدر يطلع بنتيجة يعني تعادل مثلا أو حاجة ده يبقى أكبر شكل لإهاب جلال نهار ده إنه فعلا أعادل ثقة في لعيب نادي الزمالك بس مرضو ما نقدرش ننكر كابترابيع نادي الزمالك عنده قوة هجومية قوية يعني باسم من اللعيبة المميزة ما تبولي مع نادي الزمالك سنادي هايل يعني فعلا من اللعيبة المميزة اللي تم استخداره من نادي الزمالك أيمن حفني لو تعامل بالشكل اللي احنا كلنا بنشوفه قبل كده أعتقد يسبب مشاكل كتير لإدفاع نادي الأهل محمد شامي برضو من اللعيبة المميزة نهار ده برضو إحنا فيه تشابه إلى حد ما وليس بنفس قوة المشاكل اللي عندنا الزمالك في الدفاع كان عندنا مشاكل لبعض الوقت عدو ترامي ربيع حلت إلى حد ما كابتر لكن ما زال برضو في عندنا جزئية لازم نهار ده ناخد بالنا منها في ظل وجود الرباع ده كابتر تهدو أتعرض أن تكلم على على لا كيف تتواجه برضو خطة هجوم الزمالك إن النهار ده عند طموح برضو وكيف مشاكل الزمالك مشاكل الزمالك كتير على المستوى الفني على المستوى الفني على المستوى الدفاعي ومستوى الوجوه مش تقول نادي الزمالك بيشدول اللعيبة اللي بالملايين وده القوة الفنية في الأهلي هي الأحسن وها الأفضل والأقدر مشاكل نادي الأهلي في أخطاء موجودة وده طبيعي جداً مش هيفضل لعيب ما احتفظ لك بستين مباراة ما عندوش مشاكل فنية ما عندوش سلبيات ما عندوش ما عندوش أنت بتلعب على أرقام أهلي بيلعب على أرقام مثلاً من 2007 على حد دلوقتي زمالك مكسبكش من 2007 أشوف كم سنة وأخذ بالك اللي أصده أن أنت مشاكلنا الحمد لله حاجات بسيطة جداً وبتقدر تعوض أن عندك قوة هجومية وعندك تعيبة في ملعب وعندك أفراد وعندك وزائف وعندك فرقة تيم كلمه متكمل بيلعب كرة حديثة كرة يعني لمسة لمسة ولاعبة تحارب تمرين أخذ بالك إنها هجمة حاجات كتيرة جندة في تيم النادي الأهلي لأن الأهلي عندو فنيات وعندو إيجابيات أكتر من سربيات نادي الزمالك النهاردة بتلعب على الباية باسم من كم لو موسيقنا باية أه باسم لعيب كويس وأخذ بالك وعي منحف لعيب كويس دول أكتر اتنين أخذ بالك محور مهم جدا فيه هجوم نادي الزمالك بس فين أي منحف لديهم فترة بالعبشة فين باسم بعيد ما كانش بيلعب أخذ بالك أنا كنت متوقع ناردة يدفع بكاسونجو والغراس حربة لأنه سريع وبيحاول وبيجل وبيسجل هدف وله هدول كبير جدا إيجابي فالشامي ومدبولي أول مرة خبرات ولا إيجابي قتل ما يفعش برضه يعني كوجة نظر يعني كمدرم يعني لازم يبع عنده أوراق موجودة عنده على دكت بس أنا أضمن والكلام ده لو أنا أحوالي فنية وبكسب وماشي في القلم ده هي أوجات نظر بتختلف المدرم ومدرم وأخذ بالك كل واحده فلسفته في التامين والشغل وبداية التشكيل وأخذ بالك لأصوده إن الفترة الأخيرة أنت كسونجو هو اللي بسجلك بس انبعيد جدا هي النهاردة هيقدر إزاي حاجات كتيرة فنية السلبيات الدفعات النهاردة تنعيد الزمالك أفرحام أحمد بتكلم عن الفورمال فلسفة مفيش بواد جدا أما تبوري النهاردة أول مرة والشامي إلعبوا لما يقابل النهاردة ده معلول باكليفت منتخب تونس وأحمد فتح باكريت منتخب مصر أفراك يا أخذ بالك لأنا أصوده لأنا أصوده لأنا أخذ بالك لما تلاع عندك بحجم عشور وصولية اثنين ما دلهم فترة جبيرة ماشاء الله فين سجاء ومتفاهم ومعارفين أدوارهم اللي أصوده إن العوامل السلبيها في نادي الزمالك لكن نهاردة أنت مش هتلاقي الأمر سهل هتلاقي فيه صعوبات هتلاقي فيه مدافعة هتلاقي فرديات هتلاقي فيه محاولات بص أنا من وجهة نظري العوب الأكبر النهاردة في نادي الزمالك على لعيبة اللعيبة هي اللعيبة اللعيبة النتيجة بسوى بتعادل أو فوز أو حالة فنيية كويسة من وجهة نظري أنا لا إدارة ولا مدرب ولا جمهور لعيبة نادي الزمالك هو النهاردة اللي هو اللي بيتحمل كل الفنيات متاع التسعين دي من وجهة نظري أنا كابتن وايل يهمنا كلمك على أكثر الأجزاء أو الخطوط عندنا للأهلي اللي بتتميز دائما أنها بتحل مشاكل كتير خط الوسط حسام عشور وعوديته كابتن ناويل أيضا بجانب عمر السلية أعطاه النهاردة أنهم في ظل وجودهم الشكل الدفاعي بيبقى قوي الشكل الهجومي كمان بيدي أريحية كبيرة جدا للتحرك اللعبين الإمامهم مهم أول أن يبقى عندك اتنين في نص الملعب في المكان بتاع الارتكاز اتنين مختلفين في أداءهم وفي سيستم لعبهم عندك حسام عشور ده لعيب ارتكاز بمعنى كلمة لعيب ارتكاز ما بيطلعش كتير قليلا قليلا لما بتلاقيه بيسيب المنطقة ويطلع عشان يصوب ويرجع مرة أخرى ده يعني الواجب الهجومي اللي بيقدر يعمله ولكن ما أمن بشكل كبير علي معلول لما بيطلع من ناحة الشمال هو بيأمن المركز بتاعه لما أحمد فتحي بيطلع بيأمن بشكل كبير أحمد فتحي إذن حسان عشور طبيعة أداءه مختلفة عن عمر السلية وده مهم جدا أنه يبقى موجود ويمكن أنا قلت في الفترة اللي فاتت في العشر خمساشر سنة اللي فاته أهم لعب خط ارتكاز جاي في تاريخ مصر متهيقلي أو في تاريخ الناد لقلي ممكن يكون حسان عشور في الفترة أو العشر سنين اللي فاته عمر السلية لعيب مختلف لعيب نص ملعب من بوكس تبوكس الراجل بيطلع من الـ 18 بتاعت فرقتك للـ 18 بتاعت الفرقة الأخرى بيكمل عن طريق التصويبات بيكمل عن طريق ممكن يخش يشترك في قرى عرضية بتتلعب إذن طبيعة أداءه مختلفة عن حسان عشور فإذن الاتنين مكملين بشكل كبير جدا ومهمين دورهم في النادل آل في مصر الملعب نجي للرباع الهجومي اللي دايما بيكون بيدي الفرص أو الأضمانش بشكل كبير هو الأقوى للنادل آل ولما بيبقوا فيقين أعتقد ما فيش فرقة في الدور المصري بل ما فيش فرقة في إفريقيا ممكن هي تقف قدام النادل آل مع مكان خط دفاعها قوي عبدالله السعيد وجوده مهم جدا ولعب من اللعيبة اللي عندها رؤية كويسة قوي ممكن عبدالله ما يكونش اللعيب السريع لكن عبدالله السعيد عنده سرعة في اتخاذ القرار عنده سرعة في الباس بتاعه لما بيبقى تمريراته مزبوطة أعتقد بتفرق بشكل كبير جدا مع النادي الأهلي وهو في حالة ممكن يكون حالة بدنية دلوقتي جيدة ريح بشكل كويس استفاد من الروتيشن اللي عامل كابتن حسام الفترات اللي فاتت فأعتقد ان وجوده هيكون ليه عامل كبير النهاردة ولو مزاجه راي هيقدر يفرق مع النادي الأهلي بشكل كبير جدا ولف سلمان من اللعيبة اللي لما بتعتمد عليها بشكل أساسي بيقدي لما بتعتمد عليها بشكل احتياطي أو في بعض توقيتات المباراة بيقدي بشكل كويس وبيبقى دايما ليه بصماته مؤمن زكريا بيلعب مباراة الوداع مع النادي الأهلي الفترة دي فأعتقد ان المباراة بتاعت النهاردة مباراة المصري خير وداع وبيتقالك دائما في مباراة الأهلي الزماني وعايز أقولك ان هو كعب وعالي على الشناوي تحديدا كعب وعالي على الشناوي فإن شاء الله ربنا يكمل هاله النهاردة على خير وليد أظهره من اللعبة المهمة جدا للمدربين ممكن يكون في شوية فقدان ثقة عند الجماهير في التطش الأخراني بالنسبة له أو اللمسة الأخيرة ولكن إن شاء الله بإذن الله النهاردة يكون موفق وإن هو يصالح جماهير النادي الأهلي بأهداف في مباراة كبيرة زي المباراة بتاعت النهاردة عايز بأس أستكمل كلامي عن تاريخ الفرقتين في الفترة الأخيرة نازة مالك بقاله 3885 يوم لم يحرز هدف لم يفوز على النادي الأهلي يعني عشر سنين ونص بالزبط عشر سنين ونص بالزبط مفسع لنالله لتعايز تكمل أرقام دا لا أكمل أنت عايز تكمل التزاو الأرقام القياسية من إذن يعني دي أرقام قياسية ولكن عايز أقول لك أن يعني حاجة أنا بفكر بفكر زمالكوية بفكر ناد زمالك حاجة صعبة أول حاجة صعبة أول لما فرقتك ما تكسافش المنافس التقليدي والمنافس الأول لك عشر سنين ونص ما تفوز شعليهم في الدور العام يعني رقم كبير رقم كبير نتمنى نتمنى الناد الأهلي أنه يستمر في الأرقام القياسية هو من أجيدي هل نهاردة في مباراة كبيرة زي الأهلي وزمالك بيبقى فيه تعليمات بتبقى مختلفة عن أي مباراة تانية بيديها المدرب للعيبة يعني نهاردة هل كبت حسين بدري بيدي تعليمات مختلفة وعامل آخر بالنسبة حتى لو نتكلم على وليد أزار أو نتكلم على اللعبة الأخرى اللي موجودة داخل ملعب بيعمل واجبات تانية مختلفة عن اللي بيعملوها في المباراة الأخرى والله دايما إحنا كنا بنشوف الإيجابيات اللي موجودة في أي فريحنا باللعب وبنركز عليها يعني هي دي تعليمات اللي بتبقى موجودة من كل واحد مفروض يعمل إيه مع أي منحفني حسين طبعا عنده هسس من الرجل اسمه باسم مرسي ده من يوم خبط لنا لعيب بكوع وفوشه وعارف ان هو بيساعد وعارف انه بيلعب بخشونة كاملة في كل مباراة خصوصا ان الرجل ده راجع انه ده كمان عايز يثبت انه انه صاحب المكان ده انه هو يقدر يستطيع انه يعود تاني انه كان مصلوم اه ولا في حاجة تاني اه وقت ان فيه لعيب اه ما بيلعبش أصل وفيه مدارب جديد بالضبط فعايز اثبت للمدارب جديد ان انت أدام اخترتيني وعينها تجابتني والذي ما ديك السكة الكاملة كمان في ادائي وانه انا اقدر حقق على حس النادي الاهلي والمباراة دي كلها شوهات ومشاير انه يرجع كمان منتخب كمان لو بيبص لكده بس لو بيبص هاخدها واحدة واحدة دي المباراة اللي بتودي صحيح اه دي اللي بتودي في كل حطه انما مش هلح ساب النادي الاهلي ان شو الله ان شو الله انما الحكاية السويتشات اللي بتحصل قدام بشكل وليد ومهمن بيعمله فتح المكمل ومعلوم المكمل بشكل وليد دي ما كما تفضلوا وقالوا كل العيب شرحوا هو بيبقى عنده مهام شكلها ايه في المروح هم جي والتغطيات والحاجات دي فاليجابيات اللي موجودة في النادي الاهلي انهم يهتموا بالامتيازات اللي هم فيها يعني دوم بيت السوابت من احد الحاجات اللي هي بتكسبنا كل المورات الحية عندنا من العرضيات اللي بتصنع لنا حاجات كتيرة او زي ضربات الجزاء بتبقى عرضية بقال ما بيستريم وبيعدي بيحصل اي احتكاك او اي حاجة في المنطقة الجزاء بيتحقل لنا دايما ضربات الجزاء هل بتتحسي ولا بتحسي لما عندنا شغب دايما عندنا زيادة عددية بنخش فيها في المنطقة الجزاء فاليجابيات اللي موجودة ان في لعيبة برضه عند النادي اللي قالي قعدة بره خرج ولا ما يعود لأ انا عايز يرجع عايز يكمل فيه صقة من اجهزة الفنية في اللعيبة اللي قعدة بره اللعبة اللي قعدة بره دي على مستوى عالي جدا في المنطقة اللي فاتر بتحاول تثبت دايما اللي منهم جاب درب الجزاء واللي منهم جاب جول في وقت انت كنت محتاج والحقيقة فيه عندك انت بيهبط منك الشكل شوية بعد ما بتجيب جونة واثنين بتحسي ان انت لازم تعمل ولازم تغير بدري ولازم بقلك انت السطرة تانية ولازم بقلك انت الامتلاك الامور والزمام في كل الاوقات عندك نوعية من اللعيبة انها تعمل كل ده انما هل لقاتل من البدانية تسمح لكم في فريق منهار عايز يسقر منك على العشر سنين اللي قال عليهم وقل وعايز يكون ليه وجود وعايز يدافع عن نفسه اللعيبة بتاعتنات زمالك حقاشر عن ان يابقى بجد حتى لو بلعبوش كورة هيبقى فيه جاري كتير قوي فيه حماس جامس في المعب حيزهقوك حيخلوك يخرج عن تركيزك بأي شكل ده اللي المفروض هو ده اللي حيحصل النهاردة اللي عدة النادي اللي عندها تنبو يقع يقدروا يخلوا المباراة من وجهة نظرهم بتيسير للثلاث نقاط اللي هما جايين يبحثوا عنها عشان يعتلى الدور فيه هدف النهاردة النادي الزمالك عايز يطلع من الغفوة اللي هو فيها والنادي الآله عايز يعتلي في القمة الاثنين عندهم نفس المبدأ مين اللي حيجر أكتر في الملعب ومين اللي حيستخدم والتوفيق من عند ربنا للفرص اللي جاتله هو ده اللي حيبقى صاحب الحظ دايما المباراة لأهل الزمالك بيبقى فيها منافسة ما بين اثنين لعيبة داخل الملعب وداخل المدمار الملعب فبالتالي بنلاقي منافسات قوية ما بين مثلا طارق حامد وعبدالله سعيد كل واحد من المدنين الفنين بيبقى مدي تعليمات بالنسبة للعب فبالتالي النهاردة هتغل طارق حامد بشكل كبير هيكون ليه دور كبير في النهو يوقف عبدالله سعيد ده من وجهة نظر مثلا كابتن هاب جلال عشان كده دايما بنشوف سنائيات كابتن شريف كابتن ربيع كابتن وايل في هزيج جزيخ نروح لنشوف لتقرير عن هذا الموضوع ونرجع عن كامي كلمة عن المباراة تشهد الكمة مئة وخمسة عشر بين الاهل والزمالك صراعا عنيفا في وسط الملعب بين السنائي عبدالله السعيد العقل المفكر للنادي الاهلي وطارق حامد المقاتل في وسط الزمالك الجهاز الفني للأهلي وجماهيره يعولون الكثير على عبدالله السعيد لإحراز وصناعة الأهداف في لقاء القمة لأنه العقل المفكر للفريق في الفترة الأخيرة ويمثل العنصر الأكثر خطورة فهو دينامو الفريق وحلال العقد كما تطلق عليه جماهير الأهلي لأنه يظهر بخطورته في الوقت المناسب سواء بتسجيل الأهداف أو صناعتها وأصبح حامل أختام السعادة للجماهير ودائما ما يؤثر غيابه سواء في الأهلي أو منتخب مصر ولكن سيجد السعيدة منافسة قوية لإفساد هجمات فريقه من طارق حامد الذي تصفه جماهير الزمالك بالمقاتل لأنه يتمتع بالجدية والقوة في أدائه بوسط الملعب لإفساد هجمات الفرق المنافسة والمساعدة في تشكيل الخطورة على مرمى المنافسين ولكن الأمر في القمة 115 سيكون مختلفا وصعبا للغاية لأنه سيكون هنا وجه لوجه مع عبدالله سعيد فمن ينتصر في صراع الوسط بينهما خاصة أن الجهازين الفنيين يضعان آمانا كبيرة على أي من السعيد وحامد لتنفيذ خططهما وتحقيق الفوز في القمة 115 فحسام البدري المدير الفني للأهلي يعتمد على عبدالله سعيد في تشكيل الخطورة على مرمى المنافسين ودفع به في 12 لقاء وغيابه عن ثلاث مباريات بسبب الإصابة والإجهاد وهو من هداف الفريق برصيد سبعة أهداف وصنع لزملائه الكثير وفي المقابل يتصدر طارق حامد أكثر لاعب فريقه مشاركة في المباريات حيث دفع به الجهاز الفني في 15 لقاء وغيابه عن مباراة واحدة كان بسبب الإيقاف بالمنافسين اشتركوا في القناة 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 بعد ما اشتغلت في التدريب ان المدير الفني بيبقى وثق قوي في التغييرة اللي عنده بيبقى وثق جدا في دكة البودلاء بيعتمد بشكل كبير جدا على انه هو اللعب اللي هيشركه انه يغيرله من اللعب بتاعه او بيعتمد عليه بشكل قوي جدا فلو اللعيب البديل حط في دماغه وتيقن جوه نفسه ان المدير الفني بيثق فيه بشكل كبير جدا مش معنى انه مقعده احتياطي او انه مخليه على دكة البودلاء ان هو بعيد لو فكر في كده ووصق في كده اعتقد هينزل هيباليه شكل كبير جدا طبعا كابتن واحد يمكن كتب توقعاتك للمباراة بقبل من رؤى للمباراة وان شاء الله يبقى كده ينخي بعمر فهد لكابتن ربيعه قدامك لا انا انت الاول انت كبير كابتن انت كبير انا ما تغيرش ثلاثة واحد بسهيل ده اي نتيجة احنا بلو استوديو طيب ثلاثة واحد كتب توقعاتك لا ان شاء الله مراك بيسا او ان شاء الله نتيجة لايبية تكون في صليح الان Wersell way we are نعم في جامع انا اتوقع بإذن الله من واحد لالنادى اليمن يلا eh ربيع ان شاء الله ان شاء الله هنكون متأكدين يا كابتون هنشوف اتوقعاتي يا كابتر ربيعك لا اتوقعاتك بتكون ماشية زال ان شاء الله ون شاء الله يكون خير للنادي الألي هنكون موجودين معاكم نخرى لالنادي الآن بعد المباراة بتحرير asl رأي طبعا من نجوم مصر فلسطور اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الهدف الثاني ثم وليد أزارو في الدي اربعة وخمسين بيوحز هدف جميل في الدي اربعة وخمسين بهدف الثالث وسلاسية قوية لكل الأهلوية النهاردة سعاداء جدا بهذه النتيجة بيرتفع رصيد النادي الأهلي للنقطة تسعة وثلاثين وتصدر لأول مرة هذا الموسم بطولة الدوري في جدول الترتيب إن شاء الله كل التوفيق اللي فرينا إن شاء الله النهاردة ونهاردة إحنا هنتمسك بهذا المكان المركز الأول اللي إحنا دائما ما بنستغناش عنه ودائما إحنا بنتمسك به ولكن فوز مهم جدا نهاردة لغريمك التقليدي نادي الزمالك مبروك لكل الأهلوية سعاداء جدا بالأداء والنتيجة مبروك طبعا للجهاز الفني ومجلس الإدارة التحمد الخطيب وجهاء ومجلس إدارة بالكامل مجهود طبعا يشكر عليه النهاردة باين كل شيء النهاردة إن إحنا مرتبين منظمين كل حاجة عندنا ماشاء الله ماشي في شكل جيد جدا 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 خلينا طبعا كابتن حسامة بدري أمامنا بعد اللقاء أكيد سعيد سعادة كبيرة كابتن حسامة بدري بهذه النتيجة طبعا أما بتلاقي فريق كبير زي نادي الزمالك في حسابات كتير أو الجهاز الفني والمدرب بيبقى في دماغه كتير إن أنت بتضرب زي ما بقولوا عصفرين بحجر إن أنت أولا بتعمل تاريخ لنفسك بتعمل شكل لنفسك كمدرب وفي نفس الوقت إن أنت بترفع اسم فريقك وبتكسب الغريم التقليدي ليك دائما فبالتالي أطارت كابتن حسامة بدري النهاردة والفريق حقا مكاسد كتيرة جدا لنهاردة خلينا نروح بقى استقبل ديوفي ونتكلم النهاردة عن فرحة الأهلوية وفرحتنا كلنا النهاردة من خلال طبعا الشكل الفني وأيضا من خلال مباركته إن شاء الله لليوم النهاردة كابتن شريف عبد المنعم وكابتن ربيع يسين طبعا كابتن واق الرياض النهاردة كلهم مفسوطين نهاردة كلنا سعاداء جدا كأهلوية بهذه النتيجة كابتن شريف براحب بك مرة تالي كابتن شريف مبروك الأهلوية كابتن مبروك مبروك كابتن ربيع مبروك كابتن واقل مبروك كابتن فاروق الحقيقة كل ما تخيلناه وكل ما حبينا نحن نقوله قبل المباراة تحقق في المتسعين دي نادي الأهل يونس زمالك قدموا عرض بصراحة كله قصارة وكله متعة وكل منها حاول فيهم ولكن إمكانيات وفارق الفرديات جواه ووضح أن النادي الأهل هو المستقر النادي الأهل هو صاحب الكلمة العليا هذا الموسم والموسم اللي فات كمان فهي مش حاضر أقول أكتر من هي زروب بيمر بيها نادي زمالك فكان عليه أن نفس الكلام اللي قلناه أنا وإنت عبدالي أن كان إيهاب جلال لازم يعمل شعار انتصاص قوة النادي الأهلي في هذه المباراة ولكن برضو على غرار مباراة إنبي اللي لعبها معنا 3-4-3 فتح الملعب وطلب من لعبته أن هم يحريزوا المعجزة مواجزة بالعصى السحرية مع النادي الأهلي في تغيير السرعات صعب جدا نادي الأهلي أسرع فريق في مصر بيعمل الكونتر أتاك وبيروح على الجول وعنده هدفين كتير قوي لذلك إحنا ما بنعرفش السبع الأدامين مين فيهم الأقوى عبدالله ولا مؤمن ولا وليد ولا أزار الحقيقة يملكون خط وسط وخط فرود وتبادلية في كل التحركات من نص ملعب لقدام ومن وراء وكل حاجة وفيه التزام وفيه انضباط موجود من الأجهزة الفنية اللي اللاعبين اللاعبين بتنفس كل اللي بيطلب منهم الحقيقة على أقل 70-80% من التعليمات فضم الطبيعي أن تنهارد تشوف أن المباراة كلنا قولنا قبل الماشر 2-3 ممكن للفوارئ أنا كنت منتظر الصراعة كابتن شريف بعد الهدف الأول اللي كان في الدقائق الأولى والهدف الثاني في الشوت الأول أن الأمور تفتح عن كده وتبقى مباراة تاريخية من عدد الأهداف أمور فتحت أمور فتحت المالك لو تسفر جنتا كده بيهجم بكل خطوته وردت الفعل لنادي الأهلي جاءت متأخرة شوية لغاية الدقيقة 30 أو الدقيقة 32 كان يقدر يحلس فيها ده ما هو عايز في الشوت ده ويخلص في المباراة من الشوت الأول حتى بعد ضربة الجزاء لأخفقها ناجي زمالك كان حيروح الآلي وحيعود وحيروح نحتاج كان ممكن الشوت الأولين ده يطلع تلاتة أربعة أربعة واحد تلاتة واحد على قد الفراس اللي هي جاءت إنما أنا بشكر فجتين هي على العرض المشرف ده والالتزام كانش فيه خروج حتى حتى الطرد اللي حصل في المباراة كان فيها احترام وكان فيها تقبل والحكم اعتقد حكم جيد جدا صغر سنه إنما هو موجود في كل لعبة فير ما إدى الناس كلها حقوقها إدى ضرب الجزاء صحيحة هنا وصحيحة هنا اليوم كان يوم جميل خاصة للأهلوية الحمرو الجماهيرو أتمنى إن الأهل بقى يبقى معتالي القمة وما يندلش تاني حتى لينا مبرامة نجل معوين العرب إن شاء الله دي كمان تدينا أسبقية أكتر إن إحنا نأكد البطولة بإذن الله هذا الموسم إن شاء الله وإنت زيما أنا محاطك إن المباراة تلعت بشكل لائق باسم مصر ما بين أكبر في الائتين في مصر دي حاجة حتى حالة التارج العطلة كانت صحيحة حالة متغفلة من الجهاز الفني بتاعناد الزمالي كابتال ربيع ألف مبروكة ربيع يعني نتيجة مميزة وكانت ممكن كانت تبقى أكثر من ذلك وتسعد أكتر الأهلوية بنتيجة أكبر ولكن طبعا تلات أهداف مقابل شيء نتيجة مميزة في الموسم الحالي أو أول لقاء هذا الموسم فبالتالي مبروكة ربيع لحضر سيناريو الفني هيمشي زي ما عايزين ومش بفضل الله سبحانه وتعالى إن فيه إسولح خطبالك فيه علم تدريب فيه خطبالك فيه محطايات كتيرة جدا تقدر نهاردة تشغل عليها في الملعب لان مطلوبة من الفرقين عشان أحقها عشان أوصل النهاردة عشان أمنع جول وعشان أجيب جول فيه مقدمات كبيرة جدا لازم مدير الفني يتفق معه اللعيبة عشان تشغل بيها وتقدر نهاردة موضوع مش موضوع كلام موضوع فني موضوع صير مباراة موضوع تحضير موضوع قراءة منافس موضوع أفراد وخدرات أنا أقولت لك كلمة عقلية الأجهزة الفنية كابتن في المباراة الكبيرة مهمة جدا 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 هذا دي واحد حاجة تانية إحنا لازم عشان تجيب هدف تدافع كويسا عمصال فرد ومستوى للجماعة محمد ده ما كانش مقبوط خاضر يدي الزمالك النهاردة فنية محتاج وقت بص لها دا فروم تعالى للأهلي خمسة راحين على وليد سليمان ومؤمن زكريا الواحد إيهني تمركز ده صح إيهني مدافعة دي صح إيهني وقفة إيهني نظام إيهني خدرات ترابط الخطوط بعكس الأهلي لأهلي قلنا قبل المباراة أحسن فلي مش في وصفة فرقية جاهز بدانيا ومهليا وخطير ويأمنك صفات إرادية يعرف يعني التركيز والتزام والحاجات دي كلها مهمة جدا فيه نسجابه فيه مدرب عنده خبرات كبيرة جدا مع الفرق فيه خدرات فيه خبرات تلتلك محمد كبيرة جدا موجودة في وليد سليمان شوف وليد سليمان بيصنع الهدف التالي إزاي شوف عبد الله بيصنع الهدف التالي إزاي لمين لمعلوم ومه فيه غلط كل الدنيا فنية الموضوع كبير جدا الموضوع كان فضل الله تعالى النادي الإهلا فعلا كممكن نحن أربعة وخمسة وستة دي حقيقة لكن هو التلاتة مش وحش مباراة كبيرة مباراة كويسة مباراة الحمد لله فوزنا بتلقات مهمين جدا 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 اعتقد ان المباراة سهلة فنيا النادي الأهلي وكانت من جانب واحد من جانب واحد فنيا انا باتكلم بالشكل الفني بالأصول الفنية غضلك بالتمهيل بالتحرك بالرتم بالإقاع بالسرعة بالتصرف بالتحرك حاجات كثيرة جدا على المستوى حتى الأقل نفتحش الجيم قدام من نادها وانا تفتح الجيم وتبقى التمانية بيهاجمه على حالات كثيرة جدا صحيح وانا بعيد عن الكرسي ده كابتن ممكن كان تفكيري قبل نطش لكابتن هابدليل في ظل المؤتلات اللي حاتك بتقولها وكابتن نوائل وكابتن شريف بيتكلم فيها انه هيبقى حذر جدا يعني هيلعب على هاجمة مرتدة زي ما فيه فرق قدام النادي اهي عارفة قدراته زي ما حدك بتتكلم ولكن ده كان العكس خلاص قبل نروح لكابتن وائل بس استاني بس قبل كابتن وائل يعني بص يعني بص يعني بنا سوى عرفوه بالعجل يعني اذا كنت العقلية خلي بالك انت بتلعب فريق جاهز بدني بتلعب فريق عنده حلول كتيرة بتلعب عنده فرديات بتلعب فريق وخب بالك بيستضر بطولات بعشقه في البطولات للاهلي فالطبيعي جدا انا اخرج على قل بشكلة محمد بيقف فيه هزيمة بس هزيمة مش موزلة هزيمة بخبالك لما تجيب مفتوح وبهاجم ترسي زمالك فهجامات كثيرة جدا لصالحه تمانية تمانية منه بترتد للاهلي كلها ف طبعا كابتن وائل مبروك كابتن وائل ويعني رأي حفاك في شاطين مباراول والخواب بشكل عام وخصوصا نعني النهاردة فرحة كبيرة لكل الاهلوية بتلت اهداف مبروك كابتن فروم مبروك كابتن شريف مبروك كابتن الربيع مبروك لكل الاهلوية مبروك لمجلس الادارة مبروك للجهاز الفني واللاعبين تلت نقاط مهمين جدا فيه نشوار النادي الاهلي نحو احتفاظه بلقب الدوري المنتاز من اول الموسم النادي الاهلي ما تصدرش نظرا اللي كان عنده مباريات كتير مؤجلة عشان اشتراكه في بطولة افريقيا انما النهاردة لأول مرة هذا الموسم النادي الاهلي بيتصدر المسابقة وافقد مع احترامي للجميع النادي الاهلي لما بيتصدر ما بينزلش يعني دي حاجة مهمة الناس تبقى عرفاها وحفظها كويس قوي ونتمنى النادي الاهلي يفضل فيه الصدارة بإذن الله الفترة القادمة النهاردة النادي الاهلي بأقل مجهود ده وجهة نظر الشخصية بأقل مجهود قدر ان هو يحسم او يحسم التلت نقاط بتوع المباراة وقدر ان هو يكسب بنتيجة في ظاهرها خلي بالك في ظاهرها نتيجة كبيرة 3-0 عن نجز مالك ده سكور ده سكور كويس ولكن المفاجأة او الفي او الحاجة اللي تخليك تضحك ان النادي ان الناس شايف ان الرقم قليل يعني الناس كانت منتظرة ارقام اكبر من كده وده طبعا حاجة كويسة جدا للنادي الاهلي ووحشة جدا للنادي الزمالك ان الناس تبقى منتظرة ان فرقتك بتكسب 3-0 لغريمك او منافسك التقليدي والناس تقول هلأ 3 ده مع الرقفة وفترض كان يبقى الرقم اعلى من كده انما انا شايف ان خلينا نتكلم كلام فيير برضو من وجهة نظر الشخصية الفنية ان نادي الزمالك لو لعب بالاداء ده لو لعب بالاداء ده في المباريات العادية مع كابتن ايهاب جلال ولسه هيشتغل معهم بشكل اكتر اعتقد نادي الزمالك ممكن يكون لي شأن الفترة اللي جاية افضل من الفترات اللي فاتت انه النهار ده نادي الزمالك بيمسك كورة بشكل كويس بيلقوا بعض بشكل كويس ولكن ما بتترجمش لفرص حقيقية في نفس الوقت نفس المشاكل الدفاعية اللي اتكلمت فيها قبل اللقاء انه عنده مشاكل دفاعية بشكل كبير ويمكن كنت بقايد كالهلام كابتن شريف عبد المنعم قبل المباراة اللي واحنا لو كنا موجودين مكان كابتن ايهاب جلال كنا هنقفل بشكل اقوى من كده مع الندل الزمالك صحيح كابتن ويل خيرينا نروح سريعا لكابتن احمد ايوب طبعا مع زمانة محمد سعيد طبعا واللقاء ما بعد المباراة ولازم طبعا نقول له الف الف ببروك كابتن احمد كان فاق يعني احنا بقى كان فاق يعني عندنا مباراة كتير مؤجلة ده الاخرنا شوية الاخر صدارة شوية ولكن الحمد لله تصدرنا ونحافظ عليها ان شاء الله النهاردة فوز كبير على فرقة كبيرة هو دربي خاص وبطولة خاصة بين الناديين زي ما انت عارف والجمهير بتحب المباراة دي وتستناها واللعيبة والأجهزة الفنية لان حاجات بتكتب في التاريخ دايما مباراة لأهل وزمالك حاجات للتاريخ للأجهزة وللنادي وللعيبة النهاردة فوز كبير يعني 3-0 وبتضيع وبتستحوز وبتقدي أميز اعتقد مباراة يعني من المباراة اللي الناس هتتقى دايما هتفتكرها الحمد لله يعني تاخد 3 نقاط بيساعدوك وبتبعد نزمالك شوية انت بتقرب شوية هي مسابقة الدوري كده ولكن لسه عندنا محطات كتير صعبة اللهم من التصدرت وتحافز ان شاء الله الفترة الجاية خلاص برضو هنقفل الصورة لان عندنا بكرة صورة عندنا بطولة واخر ان شاء الله يعني هي مباراة بطولة فده مجرد هنحققها ونسعد جماهيرنا تم المسيسة اللي تم تسمها مراحل يعني شوفنا بداية المباراة شت اول غير نص شت التانية غير انه فكرة في المباراة زي والتغييرات هات تغييرات الترارية ولا تغييرات في الإطار الفني اللي الجهاز الفني كان شايفه في المباراة طبعا انت لما تلاعب فريق بتدريسه بشكل كويس بتشوف الفكر اللي بيلعب به كمان المدرب اللي موجود مع الفرقة ممكن يكون بيفكر ازي يمكن فريق زمالك جايب كابتن اهاب وكابتن اهاب يمكن كل الفرق اللي شغل معها عنده سيستم لعب معين بيحاول ينفزه بيحاول يطبقه الحمد لله كل حاجات دي كانت في المغناء ودرسينا بشكل كويس بتتعامل معها بتقسم من وراه توفير ربنا بيكون معاك مهم جدا طبعا انك بتشتغل وعشان كده الحمد لله ربنا بيوفقنا يمكن اه كان فيت علمات اللعيبة وقت معاين للضغط وقت معاين للتراجع وقت معاين للسحواز بتعمله الحمد لله اللعيبة نفزت اللعيبة كانت مسؤولة النهاردة بشكرهم وبقول لهم مبروك وعبال بقى الجاي ان شاء الله بس واضح انك عملته ميكس ما بين تفكير اهاب جلال كمدرب الفرقة اللي ضربة الفترة الأخيرة وما بين اداء لعبة الزمالك كمان في الفترة الأخيرة غير لو كان الزمالك بيجهازه الفني مستمر خلال الفترة الأخيرة لكنك انت لما بتحضر لأي فرقة والمغاوة انت بتابع الفرقة الفترة الأخيرة بتابع العادتها اللعيبة القدرة اللعيبة القدرة القدرة الفردية القدرة اللاعب وكمان لما تتجرب انت عرفها القدرة بشكل معاين اني دي كمان تبط يعني وتغلق جهة في القدرة وتحضر مور طيب السعيد الإجهات شوائية ففضقت بشتاني إصحاء أكبر يعني طب كان زمالك عنده استحواز في الفترة ما يطلع عبد الله يلعب فوس ملعب نزيل إسلام يلعب ثلاثة فوس ملعب وتحافظ برضه على حتة التوازن فوس الملعب وكمان إسلام عنده النزعة الهجومية وده كان فكر كنت حسين يعطو أنا شايف بعد نهاية المبراس وكمان أحد اللاعبين اللي طبعا المسافة بعيدة في الساد القاهرة بس أنا شايف كذا العيب يعني بيؤدي عملية الإحماية كابتن عيوب سعد هو يعني طبعا بكرا مسافرين لعيبة ما تمرونيتش النهاردة اللي كانت في المبراة فمهم جدا ياخدوا جرعة تدريبية عشان سافر بكرا وما فيش تمرين نتمرن بعد بكرا إن شاء الله في الإمارات فمهم الجاهزية اللعيبة يعني تعرف الفترة الأخيرة احنا عندنا يعني كل ثلاثة أربعة أيام مبراة تدخل مع أسكر بتريح يعني بتريح في لعيبة يعني عدم المشاركة مهم يعني ممكن يأثر على شوية فدايما في دابريمي مستمر اللعيبة اللي بابتلعبش المباراة يعني ممكن نلاقي ساعد في السوبر ولا لسه قدام وقتها كابتان يبني النهاردة كاملا في التغيير للإصابة رامي ربيعة يعني نتمنى له السلامة بإذن الله نزل محمد هاني يعني طبعا كابتان حسام يعني فطل هاني الموجود فترة تغيرة ولعب وعضو هزيته تغير في هاني في الحتة ساعدة لا طبعا مشكلة دفع معنوية وانت رايح كمال إمارات وجمهورك مستنيك أكيد دفع معنوية ولكن لازم ننسى ولازم تقفل بسرعة لأن ما ينفعش تعيش الموراة هي موراة وانتهت وخلصت ما ينفعش يعيش على فوز الحمد لله المهم الجمهير تفرح وجمهير تنبسط وإحنا مش مشكلة يعني فرحتنا لازم تكون محدودة وفترة وليلا هو ده ضريبة العمل في النادي الأهلي أهم حاجة الناس يفرح وتمبسط وتفرح 3-4 أيام إحنا نفرح خمس دقيق ساعة ونقفل عشان عندنا شغل إن شاء الله بركة العيوب تستهله كل خير وبالتوفيه ربا في السوبر شكرا شكرا هذا كان لقنا مع كابتن أحمد أحيوب المدراب العام لفريق النادي الأهلي وكما قال بالفعل فرحة الجهاز الفني واللعبين لكن فرحة الجماهير من هنا لغاية إن شاء الله مباراة يوم الجمعة مباراة السوبر المصري نتمنى التوفيه إن شاء الله لفريق النادي الأهلي للأطول بتواصل استعداداته خلال الساعات القادمة للسفر الإمارات والاستعداد لهذه المباراة ويا بطولة سوبر بإذن الله لكون الجهاز الفني قدير واللعبين بإذن الله قادرون على تحقيق هذا الفوز وتحقيق البطولة العشرة بإذن الله بالنسبة للمباراة السوبر بعد الفوز اليوم في الدربي دربي مباراة القمة على الزمالك في القمة 115 إليك الكلمة كابتن محمد دفرو ديوفاك الكرام شكراك محمد ومبروك طبعا لكابتن أحمد أيوب ومجهاز الفني قمة 115 كانت من نصيب النادي الأهلي زي ما أقول لكم الأهلي بيمارس هويته في عدد مرات الفوز على الغريم التقليدي نادي الزمالك وحنا بنتكلم على اليوم النهاردة كنا بنتكلم في البداية أن قدرات اللعيب النادي الأهلي هي الأكثر تحضيرا بالنسبة للمباراة لهدوء الاستقرار الفني والإداري موجود الحمد لله النهاردة ترجموها في شكل كبير بالفوز بالشكل اللي احنا شفناه النهاردة كلنا سعداء يعني فعلا لسه طبعا لقاءاتنا مستمرة من خلال طبعا مرسلنا وفرحة الجماهير وفرحة الجهاز الفني لسه متواجدين معاكم لكن الهدف ده في البداية أصلا دك همل كبير جدا أنت ممكن تعمل نتيجة تاريخية مرة أخرى لكن طبعا كنا نتمنى الهدف التاني والتالي يبقى بدري شوية كانت ممكن الأمور تبقى أفضل من كده لكن طبعا مؤمن زكري زمال كابتن وائل دائما عنده حتة التفاول على فريق نادي الزمالك وعلى الشناوي بشكل كبير وبيودع بهذا الهدف يمكن جماهير النادي الأهلي طبعا وأنه يبقى مرأة لسه طبعا عنده مباراة السوبر كمان ولكن في مباراة القمة بيودع بقى جماهير نادي الأهلي في مباراة القمة هذا الموسم فنشكر طبعا مؤمن النهاردة بيحرازه الهدف الأول ويبقى شرارة الفوز النهاردة على نادي زمالك كاب شريف يمكن النهاردة الفنيات كانت موجودة كابتل حسام ويوجد نظر أنا أنه اللعب على رتم المباراة مختلف يعني الجول ده جي نتيجة الضغط في البداية وبعد كده التراجع سنة بسيطة وبعد كده بتارت الأمور في الشوت الأول في نهايته تبقى رتمها أسرع فبالتالي أعطى كابتل حسام كان عامل السيناريو وميسيبوش الناس زمالك كل اللي فاتهم يتعوض في المباراة دي وده أعزي أقولك على حق كابتلو أهل وزمالك بالنسبة للجماهير دي بطولة الوحدة صحيح فالنهاردة نجد لها لي حق اللقاء القمة الخمسطاشر البطولة الخمسطاشر بين الأهل وزمالك اللي هي الجماهيرية الحقيقة أنا بسميها بطولة جماهيرية يعني الناس ممكن تقول لها كاكسة بالزمالك والزمالك يقول لها كاكسة بالأهل ومش عايز دولة ولا عايز كاسة إنما المباراة دي أنا مخسرهات دا اللي بيعيشوا عليه طول السنة والناس بتتكلم فيها وبيقولوا في أحداثها شكلها إيه و 어쨌든 وهناعرف النهاردة برضو النهاردة مين النجوم اللي خرجت من المباراة ومين النجوم اللي أجادت في المباراة ومين الشكل اللي في الزمالك كان كويس من الشكل في الأهلي اللي كان محافظة على نفسه والإصابات اللي حتأثر على الأهلي في المباراة الجاية فطبعاً زي ما أنت أقول في إسرار من اللعيبة والأجازة الثانية النهية في تعليماتها تخلص المباراة بدر بدر وده كل ما إحنا التلاقيحنا الأربعة تكلمنا في الكلام ده أول كلمتين قلنا لهم لازم نادي الأهلي يكون دخلوا المباراة وخلص المباراة من الأول بدر بدر ده اللي حصل وكان التوفير من عند ربنا وقبل غرد على الخامة ست المشاط اللي فاته حقيقة احنا كنا نفتداره بكتير قوي من الإرهاق ومن عدم اكتمال الفريق بهذا الشكل عشان كده قلتلك التيمي اللي لعب النهاردة ده التيمي المثالي للعيب النادي الأهلي اللي حسام البدري يتمنى دايماً أن يهبق في الفتك الفتنس وعدم النصابات يكون موجود معها على طول حقيقة زي ما أنت قلت اللعيبة نفست على مراحل من الشوت الأولاني وانتصت هجوم النادي الزمالك والانتفاضة بتاعة ناس زمالك بعد الهدف الأولاني وكانت الثقة في السرعات اللي موجودة في الجهاز الفني خارج الملك في اللعيبة جوه انهم معارفين أن في أي وقت ناس زمالك حيهجن بكل خطوطه واللي احنا حذرنا منه حيكون رد الفعل قاسي جداً وكان رد الفعل قاسي جداً لأول شوت اللي كانت ممكن النتيجة تبقى أربعة واحد أو خمسة واحد ومن حظ ناس زمالك أنه ردن النتيجة خلصت على ثلاثة سفر يعني كنا نتمنى أنها تبقى تزيد بس سمع خلاص بقى كابتن يعني لو عندك أولاد يعني لو عندك أولاد كانت سهدت الكارن تالي لكن كالتربيعة خلينا نحن نتكلم على المباراة فنية من أنت شفتوا النهاردة من خلال المباراة كابتن فني خلك أنت تتفوق بالشكل ده يعني بعيد عن مستوى نادي الزمالك اللي ممكن يكون إلى حد ما بعيد عن مستوى نتيجة أنه أصلاً لسه جريح من آخر مباراة التكوين الجاز الفاني لسه موجود بشكل جديد مع الفريق يعني أمور خاصة بين فريق نادي الأهل كابتن بسرحام عمد هناك نقاط مهمة جداً عند نادي زمالك الشغل على كابتن سهلت الأمور نقاط دينا بنقول زمالك عنده مش في لاجه يقولنا نفسية لكسرة الهزائم هذه واحدة اثنين أن عندك برضو يقول لك القهار والخمسين في المية اللي موجود النهاردة أنت أقلم هيجي إزاي وأنا بغير خمس شن لعيب بعكس الخبرات اللي موجودة دي مشكلة كبيرة جداً للشغل عليها عسام ما انت لو طحز تلت أهداف جايم بالسلبيات اللي بتكلم عليها الأمور كانت سهلة جداً بعد كده الخبرات الشديدة انت الخبرات النهاردة بتحتك ما وجيتش خبرات خبرات الزمالك أقل بكتير الخبرات اللي عندك النهاردة هي اللي صنعت الفوز والتلت أهداف وصنعت الشكل الفني دي مهم جداً يا محمد في القهارات الكبيرة أربع إن عندك أول مباراة أكثر من اللعيب مش في مستوى حتى لما جي البنالتي الباسم إذا كان باسم ده بعيد فترة كبيرة جداً مش في سوى إزاي شهر البنالتي إزاي يجيبه ممكن يجيبه ولكن الفنيات بتاع باسم فين باسم يغاد فين الناس اللي موجودة فين الفنيات بتاع اللعيب المستوى الفني اللي مفهودي موجود في لان الزمالك مش موجود على مستوى الفرام الفردي وأنا على مستوى الجماعة محمد فطبيع جداً كل ده يشتغل عليه حسام البدري فقد بقى لك المباراة هتسهلة سير مباراة من نسباني أنا كوجهة نظري الفنية إن الأهلي حسمها على نسب الزمالك الفنية فيش نسب فنية خالص يا محمد فقد بقى لك وبص للاهداف وبص لسير مباراة الزمالك استحوذ طب ماشي استحوذ في ثلاثين الملعب ماشي أوكي قولي الشخصية الهجومية اللي ظهر بينا للزمالك النهار قولي لني نياب الهجومية قولي الفرص اللي ضايع بيسنال بلدة الزحلق مؤمن وكان فيه توفيه وهو وبرغم ذلك كان ممكن يسجل نادي الزمالك لكن على فترات كبيرة جدا مش ده نادي الزمالك الند مش ده نادي الزمالك اللي وقيف دفاعيا صح على مستوى الفرد والجماعة الطبيعي جدا أنا لما أكون مهلهل مفيش وعي مفيش ترابط مفيش نهاء هجمة يكون لها حاجات محمد فردية وكتهدية فردية على مستوى الفرد لما النهاردة أنا قلت الكلمة قلت لك مش ممكن قلت لك اللعيبة هي النهاردة اللي مسؤولة عن السير المباراة اللعيبة وقلت لك الكلام ده قادل قبل المتش بطبيعي جدا علميا وخبراتيا وكل حاجة يا محمد اللعيبة هي المسؤولة عن المباراة ليس هينفع فرضها وعشرين ساعة ياهو ده المؤمن ده ولا مين ولا الكابتن هل أحسن من الأهل يا كابتن لا أتكلم على الأخطاء اللي اشتغل عليها حساب البداية أنا اشتغلت على سلبيات موجودة كسبت بيها المتش وكان سير مباراة جدا يا محمد اللعي بيروح بيسجل بيروح يسجل وكما ممكن تبقى أكتر من كده ده اللي أنا أصده اللي بأشتغل على السير المباراة فالأمور واضحة من قبل المباراة إن نالي الأهلي هو الأحسن هو الأفضل هو الخبرات هو الفنيات هو الترابط هو نهاء الهجمة هو السلاسي المرعب هو التحركات هو التمرير هو كل حاجة فعشان كده تلاتة أغ نتيجة كبيرة مش نتيجة كويسة جدا وهو حاجات كثيرة جدا يعني هو ده جمهور أغلي طماعة لكن الحمد لله الأمور كانت سهلة ودهوة دهنا ده معاولنا أن يكسب وينفرد والصدار أعتقد أن إن شاء الله يتعالى كنا منتظرنا عشان تستمر اللي هات الدور وهو كنت تتكلم حدثك تتكلم طبعا بمعطيات كانت موجودة على فكرة جمهور الزمالك وهو بيتكلم قبل المباراة ما كانش بعيد عن كلام حضرتك أنا أتكلمك وأنا مدرم أتكلم بعلم تدريب أه ده غير علم تدريب أتكلم بفنياء أتكلمك وأنا لعب ومرت عليها المواقف عندك لعب وأنا مواقف ونفس مواقف ومدرب طبيعيا أنا أتكلم بعلم تدريب وحصله العملية مش عافية يعني على عكس النادي الأهلي يقول نادي زمالك اللي هو الموضوع بنزاله كان لعبين لكن النادي الأهلي كان لعبين ومدرم طبعا وردت لك خلي بالك الحالة بتاعت الكابتن حسين بقلت الكلام ده حسين بقع اللعيبة هتصنع النهاردة الشكل فني كويس إن شاء الله تكسب بي وده اللي كان موجود بأمر الله تعالي كان مزبوط كابتن نوائل ونحن بنتكلم بعض اللعبين خصوصا ما تيجي تتكلم على واحد زي علم عدول اللي أمامنا على الشاشة وكان سبب من أسباب ضربة الجزاء والهدف الثاني أيضا نحمد فتحي مع الاثنين اللي كانوا في قلب الدفاع الصراحة كابتن نوائل وحسين معشور وعمر الصلاة كانوا عمليين دور هايل جدا في الأرياحية للعبد الله ومؤمن وواليد أظهر لهم يتحركوا بشكل جيد زي ما احنا كنا بدتكلم في الشرط الأول اللي 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 النهاردة النهاردة لأن حالة النادل أهلي أفوأ حالة النادل أهلي أحسن كل الناس كانت متوقعة سكور كبير من النادل أهلي كل الناس متوقعة النادل أهلي هيكسب بفرق كويس وبفرق محترم وبأداء كويس فطبيعي جدا أننا كنت تنزل للمباراة زي ما كابتن شريف تكلم وزي ما احنا تكلمنا وقلنا أن كان لازم كابتن أب جلال يدافع بشكل قوي جدا ويقفل خطوطه بشكل قوي جدا ويلعب على الهجمات المرتدة إنما ده ما حصلش وكمان كان عنده لغبطة للأمانة في التشكيل بتاعه بنزول اتنين بقالهم فترة كبيرة غايبين عن اللقاءات زي أيمان حفني زي باس المرسي وكمان اختياره لباس المرسي إنه هو يشوت ضرب الجزاء بعد فترة من الاختفاء وبعد كمان آخر فترة ليه الرجل مضيع كذا ضرب الجزاء لعبهم أو آخر ضرب الجزاء اللعبها برضو مضيعها فإذا كان فيه كذا نقطة سلبية في نادي الزمالك النهاردة قدت أريحية للنادل آلي زي ما قلت بقى أقل مجهود نادي الزمالك على فكرة ما كانش يعني متميز جدا ما كانش متفوق جدا لأ كان بيلعب أداء بمنتقى الهدوء بالقرى اللي بتوصل للمرمى بيقدر نهو يتعامل معه في شكل جيد وفي شكل كويس وقدر أنه يكسب المباراة بأقل مجهود نادي الزمالك زي ما قلت لك ويعف بعض الأفطاء كان لازم يلعب بالطريقة اللي نادي الآلي لعب بها نادي الآلي كنا نشوف الرباع بتاع خط الدفاع بتاع نادي الآلي واقف بشكل كويس وقدامه الاتنين الديفندرز موجودين بشكل كويس كله بيرجع تحت الكرة وكان بيعلق بس قدام هو أزاره وكان النادي الآلي بيطلع بهجمة مرتبة سريعة جدا كان ممكن يستغلها في شكل أفضل من كده لو كان عايز يزود اللي سكور شيد بتاعه ولكن عشان اللي سكور من الهداف بتاعه إنما 3-0 نتيجة محترمة نتيجة كويسة زي ما قلت لك بأقل مجهود بيتصدر بهم الدوي ودائما زي ما احنا متعودين في النادي الآلي كلنا إن خلاص مباراة بنفرح في ليلة المباراة وبعد كده النادي الآلي هيبدأ يفكر فيه المباراة القادمة وإن كان عنده لقاء السوبر أمام النادي المصري نادي كبير ويعني المباراة عادة بتبقى مباراة قوية وحسام حسن أو كبتن حسام حسن بيعمل مباراة جيدة أمام النادي الأهلي دائما ويمكن نفتك المباراة الكاس الأخيرة ما بين الأهلي والمصري وتقدم النادي المصري لغاية اللحظات الأخيرة وبعد كده النادي الأهلي قدر يحسم اللقاء في الآخر فالنادي الأهلي هيبدأ يتكلم كبتن حسن حسنك بتتكلم معنا طبعا عليس اليوم طبعا كبتن حسن البدر المدير الفن النادي الأهلي معنا كريم أحمد من خلال طبعا اللقاء معنا تفضل يا كريم سبتك وبراء لأنه بيبقى دير بخاص لكن أكيد دي الأهم النهاردة نقاط وزي ما أنا بقول يمكن المباراة بالنسبة لنادي الزمال كان في أي عامل نفسية كتير كنت متأكد أنني بقى نهاردة مش إصراء لأنني بففع من الثالث نهاردة نتيجة الصيوف التي هم فيها والتغيير المدرب وأشياء كتير وفكرنا كيف نستخدم الكلام ده لصلاحنا بجانب تفكير في الوراء طبعا والحمد لله كنا موفقين الحمد لله ومشكر اللعيب على أداءها ونحن ندرنا نفوز بثلاث نقاط مهمين جدنا في مشوار نهاردة كانت ترارية إصابة اثنين لعيبة من الآخر عطلتك من فكر معين أنت عايزت نفذه وتتاني بتحديد لا هي برضو أما بتبقى فيه تغييرات الترارية لكن لابد هي تبقى برضو في سياق تستمر في المباراة يعني أكيد طبعا يمكن إصابة رامي إصابة الترارية في نفس الوقت زي ما أنا بقول إصابة وليد أزارو لأن أزارو تفكير في أجاي كان موجود هو يبقى موجود في المعنى من ممكن كان بيجعل مختلف شيء على حساب وليد أو على حساب في فترات معينة لأن إصابة أزارو طبعا خليتنا نستخدم يعني نستخدم أجاي بقول الحمد لله أدت مباراة وإذا أقول الثلاث نقاط مهمين جدا فأشكر اللعيبة لما نبقى طبعا أن الثلاث نقاط مهمين في المرحلة متباكة مباراة المعاولين لكن كانوا مهمين الحمد لله مباراة جاية مباراة أهم أمام المباراة بطولة بطولة السوبر أهم كل مباراة أهم تختار مباراة مباراة عن مباراة السوبر وإيفها إزاي خصوصا هناك قصف الإمارات وبيستعد المباراة احنا كان لدي المباراة قوية جدا أمام الزمالك هستعد المباراة دي إزاي في وقت دايق يعني إن شاء الله بإذن الله هتبقى موجودة مع جموعة اللعيبة اللي شاركة النهاردة واللي مشاركوش هيبقوا معنا هنسفر إن شاء الله ونبتدي نفكر في المباراة وإن شاء الله دي بقى موفقين في اختياراتنا إن شاء الله ويبقى في وإستعدت شفاء للناس اللي كانت موجودة يعني تدقين النهارة حتى في غرفة الملابس طبعا عن التلج وكده وإن شاء الله بإذن الله يبتدي تفكيرنا في مرات الصوبر وأتمنى أن نستطيع نكون موفقين فيها بإذن الله طفيا كابتن حسام شكرا ده طبعا كان نقاطنا مع كابتن حسام المدير الفاني لنادي الأهل بهذا الفوز الكبير والعريض على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 أكيد مبروك لكل جمهور النادي الأهلي هذا الفوز لكن الأهم مبروك قادمة النادي الأهلي خلاص فاسف وموراء لكن لسه مبروك قادمة وهي مبروك بطولة بطولة الصوبر ونتمنى أكيد كل تطبيق للنادي الأهلي ويقدر يردع مصر بهذه البطولة اللي كانت عشان يواصل بصيرته في مختلفة بطولات المحلية قبل فوض غمار طبعا بطولات الأفريقية في شهر ثلاثة إن شاء الله الأهم مبروك السوبر والعودة أستكمال مبروك الدوري عودة لك طيب شكرك أمير هشام طبعا هذا كان لقاء مع أزماننا همير هشام بنشكر طبعا كابتا حسين بدري مبروك طبعا مبروك نتحدث معنا طبعا عليس اليوم طبعا كابتا حسين البدري مدير الفن للنادي الأهلي مع أزماننا كريم أحمد من خلال طبعا دقاء معنا تفضل كريم سابتا مبروك لأنه قادر بخاص لكن أكيد الأهم من نهاردة تقلل نقاط وزي ما أنا بقول يمكن المباراة ومقابل المباراة بالنسبة لنادي الزمال كان فيها عامل نفسية كتير جدا كنت متأكد أنه نهاردة مش إصراء كنت متأكد أنه بففع من الزمال نهاردة نتيجة الصروف هما فيها والتغيير المدرب أشياء كتير وفكرنا كيف نستطيع الكلام هذا الصلاح نحن بجلب تفكير في المباراة والحمد لله كنا موفقين والحمد لله ونشكر اللعيب على أداءها ونحن ندرنا نفوز بثلاث نقاط مهمين جدا في مشوار الزمال نهاردة كانت اترارية لصابة اثنين لعيبة من الأهل عطل جرتك من فكرة معين أنت عايز تنفز تتاني بتحديد لا هي برضو ما بتبقى فيه لغيرات اترارية لكن لابد انها تبقى برضو في سياق تستمر في المباراة يعني أكيد طبعا يمكن صابة رامي صابة اترارية في نفس الوقت زي ما نبقى صابة وليد أزارو برضو لأن لازم الواد أزارو كان تفكير في أجايكا موجود هو يبقى موجود في المعنى من ممكن كان بيجيش لمختلف على حساب وليد أو على حساب في فترات معينة لأن صابة أزارو طبعا خالتنا نستخدم يعني نستخدم أضاي بقول الحمد لله أدت مباراة مهمين جدا بشكر اللعيبة تبقى نبقى طبعا أن نبقى مهمين في المرحلة متباكة مباراة المعاولين لكن كانوا مهمين الحمد لله مباراة جاية مباراة أهم أمام هم مباراة بطولة بطولة السوبر أهم كل مباراة أهم تختار مباراة 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 خصوصا نفريم هنا خصف الإمارات وبيستعد المباراة حنا كان لدينا مباراة قوي جدا أمام الزمالك هستعد المباراة دي ازاي في وقت دايئة يعني إن شاء الله بإذن الله هتبقى مبغودة مع جموعة اللعيبة لشركة النهاردة واللي مشاركوش هيبقوا معنا هنسفر بإذن الله ونبتدي نفكر في المباراة وإن شاء الله نبقى موفقين في اختياراتنا إن شاء الله ويبقى فيه وإستعدة شفا للناس اللي كانت موجودة في يعني تدقيننا النهار حتى في غرفة الملابس طبعا على التلج وكده وإن شاء الله بإذن الله يبتدي تفكيرنا في مرات السوبر واتمنى أنه سنكون موفقين فيها بإذن الله شكرا ده طبعا كان لقاءنا مع كابتن حسام المدير الفاني النادي الأهلي بهذا الفوز كبير والعريض على نادي الزمالك بنتيجة 3-0 أكيد مبروك لكل جمهور النادي الأهلي هذا الفوز لكن الأهم مبروك قادمة النادي الأهلي خلاص فاس فمورا لكن لسه مبروك قادمة وهي مبروك بطولة بطولة الكوبر ونتمنى أكيد كل تطبيق للنادي الأهلي ويقدر يردع مصر بهذه البطولة الأهلي عشان يواصل بصيرته في مختلفة بطولات المحلية قبل فوض غمار طبعا بطولات الأفريقية في شهر 3 إن شاء الله الأهم مبروكة السوبر والعودة على استكمال مبروكة الدورة عودة لك طيب شكرك أمير هشام طبعا ده كان لقاء مع زماننا أمير هشام بنشكر طبعا كابت حسين بدري مبروكة طبعا مبروكة مبروكة لبطولة السوبر إن شاء الله إن شاء الله يكون خلال أيام نتمنى أنها تكون موجودة في دولار بطولات النادي الأهلي كابت الشريف كابتن عال ممكن داني ملحوظة كده هو بيتكلم لكابت عاب جلال ممكن دي أول فرقة تكون من الفرقة الكبيرة يعني بالشكل اللي هو أهلي وزمالك بيكون هو القائد الفريق التعامل مع المباراة زي كده بتبقى محتاجة خبرات أكتر منها كابتن في مبرزة كده زي كابتن قلنا على كابتن عاب جلال إن هو دارس ولامم وبقاله فترة من الندربين الجيدين جدا داخل نظام الدولي وداخل الاندية كلها و نادي أمبي هو بس كان ليه تجربة مع نادي الأهلي قريبة جدا ولعب نفس الشكل ده اللي إحنا حذرنا منه إحنا وإحنا عادين مع بعض إنه ما يفتحش مع النادي الأهلي ربيع كان يقولك اللي حيغامر مع النادي الأهلي يا ربيع حيحصل مش هترحم الكونتر أتاج بتاع النادي الأهلي أسرع مما يكون وهو يتخذ إزاي كابتن عاب جلال أنت كنت بتلعب فرقة لسه وكسبك أربعة واحد وطمعان فيها أنت تكتبها دلوقتي هل أنت بتلعب بشكل احتراف إحنا مش عارفينه ولا إحنا مش درسينه مع فرق الإمكانيات الموجودة في تحضير الفريق والاحتياجات بتاعت كل المباراة في فكر في كيان في حاجة اسمال النادي الأهلي اللي هو دايما الأول أنت بتلعب فرقة طمعان فيها أنك أنت تكسبها بأكل إمكانيات طيب أستاذينا كابتن نهارجا نكمل كلامنا على هذه الجزية طبعا معي طبعا كابتن سيد معوض نجم النادي الأهلي الصيخ طبعا ودرب فريق النادي الأهلي طبعا كابتن سيد خير عليك كابتن شريف عبد المنعم كابتن ربي عسين كابتن ويا الرياض بيسلم عليك ويقول لك ألف ألف مبروك سيدنا ربنا أخليك طبعا بسلامي كل الكبات الموجودين الحمد لله مباراة كبيرة بنسبة لنا لأهلي مكسب كبير طبعا مباراة أهل وزمالك بكل عمرها ربيع حتى لو نفس زمالك بعيدة عن منافسها نعم ربنا عن مكسب مباراة المهمة من ناحية تانية خالص إنها رجعتك تصدرت الدوري أنت الأول مرة تتساوف على المباراة اللي لقيته مع نادل إسماعيلي إن مفارق بعد هذا النقاط فأعقد أن دي بدايت الدوري بالنسبة لنا دلوقتي الأول أنت كنت تجري ورا نادل إسماعيلي عشان تلحقه دلوقتي لا الموضوع مختلف عايزين نحافظ على المكان اللي احنا فيه يعني المباراة كانت مهمة بالنسبة لنا بس الحمد لله يعني مباراة وخلصت طبعا أكيد صرحنا بيهم نارضة وبالمكسب الكبير اللي حصل نارضة وبالتوفيق اللي جالنا وبالنجاح خالي بالك برضا وكاسم فيوح اللي حصل مهمة أما تحضر لمباراة وتغيرها بشكل كويس طبعا أنت كنت محضر لمباراة حتى قبل مكاسم إهاب بينسك نازل زمالك الكراءة أو التحضير للمباراة بشكل كويس فرق بشكل كبير جدا معنا من بداية المباراة والدليل مثلا نقطة الجل الأول الجل الأول ده نتيجة للضغط اللي حصل من بداية المباراة اللعيبة بكل أمان النهاردة كان في حفظ لنهم كل واحد اللعيبة قدت بشكل جيد جدا حتى لو الاستحواز كان عندنا قليل في بعض الفترات بس ده كان لأهداف الحمد لله تمرن عليها لدينا لعيبة عندها سرعة فالحمد لله انت بتحاول تطلع فرقة ماذي زمالك عندك المساحة للجر المعظم لعيبتنا أو خاصة مثلا وليد أزارو فالنهاردة الحمد لله نجاح كبير إنما مغبرة وعدت مكانها طبيعي هو صغارتي الدوري بدنا يركز أمورات المصري اللي هي بطولة خاصة لأن بطولة الصوفر اللي فاتت نحن مكتبناش وخصيرنوها إن شاء الله تكون أول بطولة الثانية كبتان سيد وانتو بتسعدون النهاردة بالفوز بالتلات نقاط وبتلات أهداف في نفس الوقت لكن جمهور الأهلي صراحة هذا كلامك بقى بمتنمان كان عايزكم تدوش وقتر من كده كبتان سيد وتبقى مباراة تاريخية في عدل أهداف وده كان يسمح النهاردة من خلال مستوى وده كان يسمح في عدد الفرص كمان بس طبعا زي ما في عمل التوفيق كان واحد معاك في الجل الأولاني إن انت في أول دقتين ثلاثة تقبع كرة وتجيبهم بالشكل برضه وكيد في عدم توفيق في بعض الفرص زي فرصة أذارو دي لو جات في الشيط الأولان كانت النتيجة هتبقى ثلاثة كانت الأمور هتختلف تمانا إنما في نفس الوقت برضه قد تنسل لازم ما ننساش ضربة الجزاء اللي تحسبت علينا إن الشيناوي خلى لنا الأفضلية ما تجي كانت واحد سفر كتا تبقى واحد واحد الأمور كتا ترجع زي بداية المباراة إنما معتقد دي نقطة مهمة جدا في المباراة يعني الأفضلية تفضل لك إن انت واحد سفر بعدها بوقت قليل جدا جبت الجنة الثانية والحمد لله يعني خلال المباراة الأفضلية موجودة بالنسبة لك إنه طبيعي جدا آل بمرور العالي كان حاسس إنه ممكن تبقى زيادة شوية بس هنا الحمد لله مشانوتم أكثر من كده لا طبعا حالو 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 طب كابت سيد خلينا أسألك وحياتك متواجد معنا كده وفرصة يعني التغييرات بالنسبة لفريل الأهلي ومنها تغيير عبدالله السعيد طبعا هو كان موفق كتير بشكل كبير ممكن أحرز الهدف الثالث بعد خروج عبدالله وأكيد طبعا كتير حسين بادئ وانتو تقولوا أنتو حاسبين كل حاجة قبل المباراة ولكن تغييرك عبدالله سعيد ممكن جديدة علينا كجمهور نادي الأهلي ومتابعين فريق نادي الأهلي في حاجة في عبدالله لا يعني عبدالله مفوش حاجة الحمد لله بأهم حاجة النقطة الأولى إن عبدالله من أهم اللعيبة إن ما كانش أهم اللعيب في النازل الأهلي يبقى واحد من أهم اللعيبة اللي موجودة في النازل الأهلي والفترات كتيرة جدا حتى الناس كان بيتتساءل إن عبدالله حتى ما بيبقى مبهد بيلعب لأنه عنصر مهم بالنسبة لنا جدا إنما النهار ده خلال الشيط الأول يمكن على فترات كتيرة جدا نازل زمال كان عنده استحواز كنا محتاجين نخلي حد تالت ونص الملعب يزودنا وده التغيير حصل عشان كده يمكن خروج عبدالله ونزول الإسلام كان مؤثر جدا بالنسبة لنا إسلاما ما نزل زودنا وقلل الاستحواز نازل زمال الشيط الأول وبدأنا نطلع به بشكل كويس ومساحات قلت عندنا شوية فتغييرة عادية أنا شايفها مش عايزين نكبرها أنا زي ما قلتلك عبدالله لو مش هو أهم لعيف النجل الآلف فهو من جحيين ثلاثة العائدة نحن أصلا نعتمد عليه بشكل كبير جدا كل المباريات مش مباريات ناس زمالك بس إنما النهاردة كان فيه رؤية إن انت عايز تزود نص الملعب بواحد تالف لنتيجة للإستحواز اللحظة خلال خطرات من الشيط الأولاني وأول خمس في الشيط الثاني ودوارد يا كابتن ساد وطبيعي وبيحصل ما فيش مشكلة خالص إحنا بس كنا خايفين لكون فيه أي أصابة فأنا بتطمن من خلالك بس لا 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 عبدالله الحمد لله سليمه برضو وعنشا المبرجة نحن عنده مبرجة صحيح قريبة خلاص بس أستوبر وغريبة فعبدالله من العنصر المهمة وإن شاء الله هيكون أول واحد مبوض معنا طيب طمننا على رامي ربيع كابتن وواليد أزارو برضو يعني لا وليد أزارو ده جرح بسيط ما فيش أي مشكلة خالص إنما رامي يعني تعرف العجلة الضم أو ممكن يغيب أعتقد النمو مش صعب جدا يلحق مباراة الفوزر ممكن حتى تغييد إيهاني النهاردة إن حتى كنا ممكن ننزل سعد بس سعد بقاله يومين بس بتمرم معنا إحنا ألقانين برضو إن هو ينزل ويتصاب عندنا مباراة مهمة خلال فترة جاية وهينا ما لقى بأدى بشكل كويس وهاني لقى بالفترات اللي فاتت في المكان ده ما أريد أقولك إن إحنا يعني إن هنا المباراة بس طبارين أصلا ما بيلعبوش يعني إذنين سعد باكات ما بيلعبوش أصلا واحد بيلعب نحت المين واحد بيلعب نحت الشمال هاني وأيمن أشرة فالحمد الله ونجحوا بشكل كويس جدا وهم من العناصر اللي بقى لها فترة ماشية بشكل كويس وخاصة أيمن أيمن المكان مش مكانه إنما من أفضل اللعيبة السرقات الموجودة في مصر حاليا كتسايد كترابية يعني حابب يسأل حذك سؤال تفضل كترابية كتسايد ألح وبروك ربنا خليه خط توفيق إن شاء الله بإذن الله تعالى البكرة في تمرين والسفر إنت إن شاء الله يتعالى إحنا هنتجمع في المطار إن شاء الله الساعة واحدة بكرة تمرنت الصبح كما عندنا تنديل المستبعدين الصبح فكل اللعيبة كده تمرنت إنما بكرة بس إحنا هنتجمع على المطار إحنا بقلنا فترة كبيرة حتى ما خدناش أجازة بس إحنا بنحاول بنحاول مع اللعيبة رايحهم شوية إنما مش لقيل وقت بصراحة نعلكم فعلكم صحيح توفيق إن شاء الله كتس شريف عايزي باركليك كبسايد مبروكة كبت ربنا خليك كبت ألف مبروك وأشكر لها اللعيبة كده وجهاز الفني وكل الحقيقة مجهود عظيم يعني ألف شكر وجماهي للنادي الأهلي فرحانة وكانت عندها طبعا فكر كده واضح إن النهاردة هنش هيكون مكسب كبير والحمد لله على المكسب ده الحمد لله خبتين وتوفيين عنده ربنا نحن ربنا علينا نتمنى إن شاء الله إن شاء الله كبتل سيد وترجعوننا إن شاء الله بألف سلامة بقى بطلت السوبر إن شاء الله في الضلب بطلات الأهلي إن شاء الله مبروك ألف مبروكة السيد طبعا معاود مدرب فريق نادي الأهلي ويا رب إن شاء الله تبقى في سعادة مستمرة كبتل شيفي أنا أعطعت كلامك ونحن نتكلم لا يوجد أي حي غير نادي زمالك غير حي نادي نادي مقيم بس حتة احترام فريق نادي الأهلي في الفرع اللي بتلعبه يعني أعتقد أن فرعة المقصة أو فرعة طنطة كان عندهم شكل للنادي الأهلي واحترام للسرعات اللي موجودة وكان ليهم حظ وافر إن هم يتلعب نتيجة كويسة قدام نادي الأهلي لإني كان عارفين نادي الأهلي لازم يتلعب إنك أنت تمتلك نص الملعب معه شوية وتعمل تملى الفرعات أنا أضطر أن أنا أطعك مرة تانية عايزة تطمن على رامي ربيع كابتن معانا على هوا مع أمير هشام سريعا وأرجع لكمل كلامنا عن المباراة فضل أمير مرحب بيك يا كابتن فاروق وبرحب بديوفك كل مشاهدي قناة الأهلي كل مكاننا مبروك طبعا فوز كبير لأدي الأهلي النهاردة عفريق زمجد ديجي تاتة سفر معايا كابتن رامي ربيع طبعا بعد المباراة مبروك كابتن ربيع مبروك كابتن نهاردة كبير وحاول بقى بحتي كاملة بحيث أن أنا أرجع أحسن من الأول إن شاء الله وشوف مع الدكتور إن شاء الله بإذن الله كده مبروك فوز كبير جدا للنادي الأهلي النهاردة كنت متوقع أن نتيجاتكم كبيرة كده إحنا كنا مركزين في التلاتة بونت يعني مش مركزين نتيجة تيجبك كبيرة وزغيرة بس إنت بتلعب بالموتش بموتش وعايز تكسب الدوري وهدفك التلاتة بونت وعملت الحمد لله نتيجة النهاردة بقى دائم الحمد لله مباراة مباراة المصر عرفش أنت معتقدش هتلحق المباراة صعبة 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 رامي رابيع لعبة النادي الأهلي عقب فوز النادي الأهلي النهاردة عود لك مؤقتها يا كابتن فاروق شكرا كامير يعني رامي من ركائز فريق النادي الأهلي النهاردة وعلى مدار طبعا السنة والفريق بشكل كبير هو واحد من الرجال الممازة وواحد من اللعبة المحترمة يعني فعلا بيأثروا بشكل كبير في غياباتهم لو كانوا مش موجودين داخل فريق كابتن شريف لو عايز تكمل كنا في المواحدة هو فارق إمكانيات في اللعبين وفي الأجهزة الفنية كمان دو بالنسبة للفرق البعيد عن النادي الأهلي ها؟ لا احنا بالنسبة لنحنا اللي بيلعب نحنا فارق إمكانيات كبيرة أو عليه الحمد لله وفارق برضو في الأجهزة الفنية والضبط النفس وإعداد اللعيبة وكل حاجة ففي تفوق من ناحيتين أخينا كابتن ممكن بالرغم من وجود عمل أو ده تفكير كابتن هات بل لعب نهاردة أي من حفنه مثلا باسم شانا نعتمد عليهم خبراتهم كالعابين لعب وهذه المبارات وبكده ما أفادش كتير في هذه المبارات بأنا برضو ألف أقولك أمحمد إن المشاطة الكيبية دي لها عقلية معاناة بتدير يعني ها ما تحطش ضعف ضغط الطولة خالص يعني ومر المقصة وكان يعني هو عشان أعمل حالة كويسة جدا طيب أستاذينا كنتم عليش مع عزمين عبد الرحمن نيجي ومعاك كنتم سألح حفيز مدير الكرة بالندي الأهلي طبعا ناخد منه لقاء ما بعد المباراة كده ألف ألف مبروك كنتم سألح هدف صناعة الأهلي في كل مكان بعد لقاء ممتاز للندي الأهلي تقدم فيه ثلاث أهداف مقابل شيء هكذا كنتم سألح حفيز مدير الكرة بالندي الأهلي أولا مبروك وبنرحب بيك فوز كان مهم جدا بالنسبة لنا في خطة دور الأول أو لست خطة من دور الأول ما خلاص لحد الوقت إحنا عندنا مباراة مع ما قولينه عرب مؤجلة لكن فوز مهم بالتأكيد طيب النهاردة كان فيه قبل المتش كلام كتير جدا على أداء النادي الأهلي في الكنمتش اللي فاته نورة واحدة توقف سلسلة فوز النادي لكن النهاردة الرد كان واضح جدا من الجهاز الفني ضغط من أول المباراة هدف مبكر الكلام ده كله كان يعني شعوركم كان ايه في الفترة اللي فاتت اللي كان فيها سس عليكم كبير بسبب سلسلة الفوز اللي مرة مرة توقفت لا يعني عندك مباراة النص كان فيها فوز عندها مباراة البترجيت كان فيها فوز اللي هي قبل مباراة الزمالك على طول بص انت لازم تتعامل بواقية ومتقية وعقلانية في بعض الأوقات يعني تتلعب مرة طويل فبتأكيد فيها وقت من الأوقات الآن ها يهتبع وقت من الأوقات النتاج هتزودها طبيعية لازم يبقى عندك مفهوم وهدف عايز توصله النهاردة مهمة على فرقة كبيرة وفرقة محترمة لفرقة نية زمالك بالتأكيد لكن في النهاية هي مبرى من المباراة على فرقة كبيرة وفرقة محترمة وفرقة لها تاريخ بسمها وكل حاجة بس برضو لازم تكون منطقة جدا جدا هي مبرى من ضمن المباراة اللي عرفه اللي أنا متأكد منه والواقعي دلوقتي أنت عندك مباراة بتمسل اللي هو الصوبر فدلوقتي هن مبروك لكل العيبة مبروك لكل مشاجه بحب النادي الأهل لكن من بكرة الصبح إن شاء الرحمن هنستعد بل مسافرين كمان لابوظبي على عندنا بطول هناك وعندنا فرقة مستاني هناك إن شاء الرحمن بإذن نتعامل مع الموقع نتعامل مع الموارب بشكل إيجاب ونتوفيق حلفنا ونرجع بالصوبر بإزداء طيب محطتوش في حسابك والظروف اللي كان بيمر بها نادي الزمالك الفترة اللي فاتت ولا فكرتو في الماتش بس يعني جهاز فاني بقاله 48 ساعة بس حصل تخطبطات كتير نادي الزمالك الفترة اللي فاتت الكلام تعملين حسابه ولا فكرتو في الزروف المباراة بس يعني من وجهة نظر الشخصية أو من من معتقاضيتي وقامعاتي الشخصية أن حاجة بتميز النادي الآله لتركيز على نفسه يعني إيه اللي نقصه أو إيه اللي نحتاجه أو إيه المميزات اللي عنده اللي يقدر الصغير فدايما يعني تركزني ببعا سينهم ومثلتني لو إحنا ماشيين بشكل كويس دي حاجة بتساعدنا بتتكيد وهي دي الحلف يعني في الزوري بتبص النتاج الأخرى والفرق الأخرى ده ده طبيعي لكن في النهاية أهم أن أنت تتشغل بنفسك مش بغيرك طيب مش هينفع تبقى معي ومسألكش على سلسلة في كذا العيب طلع عارة مرة واحدة بناس مثلا زي مؤمن قلنا نحن مش هنستغنع عنه وفجأة لعينا 6 شهور لفريق سعود للتفادي رد حسرتك إيه خصوصا أن كان في لك تكون رأيب كان فيك تمنع منكم وباللجنة تكون رأيب نحن برضو بمكلم بمهنية واحترفية وبنتعام مع الموقع أو الموقف بحسابات تأكيد وترتيبات وتجيزات ويالبدائل فوضع طبيعي جدا 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 هنا دائم في حسابنا بتمنع توفيق لكل الناس لكن يعني عشان تاخد قرار لازم يكون حسابات كتير بس توفيق منصر مهم الحمد لله معاك ومؤمن أو أحمد الشيخ أو عمد متاب على أعراض التوفيق لكن عند كل الغغة في كل الناس ياخد بشكل كوي بإذن إن حق هدف بتاع نبزن هنا كان خلص سمعت لست سيد عب وستر هدير ترجمة الاسلام على الاسلام في الاسلام 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 نصر 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 الاسلام موسيقى 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 لعب مهاري، خططي، لعب صفات ويملك، ولاعب عنده خبرات ممكن أبني بقلل أيضاً حاجاته وليلة جداً إنما أنا لا أقول هذا لأنك اللعب قدراته وأعتقد أنه يكفي ثقة اللعيبة في الهزائم اللي موجودة اللعيبة بعادة، أنا أتكلم بشكل فني، مع احترامي لجميع اللعيب في نادي الزمالك، وإدارة الزمالك، ومور الزمالك، وجهاز الفني للزمالك لكن في حاجات فنية، يتخلي النادي الزمالك، يتفوق بمراحل على نادي الزمالك، والكل يعلم ده هو جمالي، زمالك عالف ده، واللعيبة نفسها عرفة كده، فحاجات كثيرة جداً، وده مش عيب، لكن هو الوقت مهم جداً للمدير الفني، عشان يقدر يصنع منه أداء زياد نتائج سؤال بقى حدك فني بقى حدك تتكلم عن فرينا الزمالك، هل ممكن نرى نادي الزمالك مع الوقت في ظل وجود كابتن نهاب جلال مختلف عن ما رأينا النهاردة؟ هو طبعاً زي ما قلت لك، القدرات اللي معها ممكن يشكل بها كويس وممكن يصنع بها نتائج إحنا أنا شايف يعني نص القدرات الزمالي كامله 50% من القدرات اللي قدر الشغل بها، أنت لازم تتعلق بنسبة 100% فعندك 11 لاعب تقدر تلافذ بيهم، نادي الأهل ما تفسيكوا النهاردة، 11 مركز متفوقين، منهم 7-8 منتخب مصر فده هيعتمد على القدرات اللي عبر رقم واحد وهو شغله، أكيد هو مدارب ناجح، مدارب كويس جداً، مدارب شاطر، هيحاول بإذن الله تعالى والذي يثبت الكلام ده الوقت مع القدرات والجهاز الفاني، إن شاء الله طيب، كنتم قال قبل السوديو من ينتدي المباراة، كلمتك على محمد الشناوي، محمد الشناوي النهاردة، دربة الجزاء التي تصدى لها غيرت مجرى اللقاء تخيل لو كان تم إحراز هذه الدربة الجزاء، كان ممكن الوضع يختلف في السير المباراة نفسه بس، الشناوي بتصديه لدربة الجزاء، فقرنا بشريف إكرامي وتصديه لمباراة السوبر من كهرباء لما صد دربة الجزاء من كهرباء وقدر أنه الناد الآلي بعد كده يكسب مباراة، في بعض التوقيتات اللي في المباراة هي بتبقى النقاط تحول بشكل كبير جداً منها تصدي الشناوي النهاردة لدربة الجزاء، اختيار سيء من جهاز الفاني النادزة مالك اللي باس المرسي أنه يتصدى لدربة الجزاء وتوفيق عالي وتركيز وشطارة ومهارة من محمد الشناوي استكمالاً للكلام اللي قلناه قبل المباراة وهو أن الشناوي في لقطات كتير من ساعة ملاعب لقطات كتير كان حاضر وبيقول أنا موجود، وأفتكر مباراة الإنتاج الحد بيطلع كرة صعبة جداً أفتكر مباراة، مش بتذكر إيه المباراة اللي بعد كده، مباراة بيترو جيت قدر يتصدى برضو لحاجات مهمة فزي ما بقولك هو بيكمل أو بيستكمل مسير التقلقه مع النادل أهلي الفترة السابقة سابق جداً كمان يا كابتن وقال فيه، ده الكرات العالية كان واضح جداً النهاردة وانت عنده جزئية مهمة جداً هو بشكل عام بشكل عام عامل مباراة الكويسة والنهاردة مطمئن الناس بشكل مهم جداً ومدي أريحية ليه خط دفاع وللجة مهير خلي بالك فيه نقطة بشوفها فيه عيون الناس وآه يعني الناس مبسوطة بالشناوي لما الكرة بتبقى عالية يعني عرضية أو كورنر أو أي حاجة الناس متطمنة أن الشناوي هتطلع يمسل الكرة بشكل كويس أو هتعاملها بشكل كويس دربة الجزاء ذات نفسها وإحنا عادينا نتفرج فيه ناس كتير قالت أنه هيصدها فإذا أنه اكتسب ثقة الناس كتير من الجمهير فده بيدي له هو كمان ثقة لما بيحس بثقة الناس فيه فبينعكس على مستوى بشكل كبير الشناوي من نجوم الناد الأهلي النهاردة مفيش كلام وتصديق دربة الجزاء ووليد سليمان أنا شاف وليد سليمان هو منو في دماتش لو اتكلمنا على وليد سليمان أو من أحسن لعب في المباراة من وجهة نظري وليد سليمان ومحمد الشناوي لأن وليد سليمان قدر أنه يعمل كذا أسست ممكن أعمل الاثنين الهدفين اللي أحرزوا مهاردة هو اللي عمل وليد سليمان صراحة سليم عليه هدف هو اللي عملها بشكل مميز جدا وهدف مؤمن زكريا في الأول هو اللي عملها فإذا أنا شايف أنه من أحسن اللعيبة اللي كانت موجودة في المباراة نهاردة ويالي طبعا محمد الشناوي بعد تصديه لضربة الجزاء فإن أحسن من الكلمة أنا أتوقع إن شاء الله من خلال اللقاء ده أنا متواجد في كاس العالم لا بصوا كاس العالم بعيد يعني كاس العالم لسه كبير نقول إن هو ممكن يتواجد بشكل قوي في المعسكر القادم لمنتخب مصر أو فيه معسكر في مارس ممكن يكون موجود ولكن كرة القدم فيها متغيرات كتير وأحداث كتير متلاحقة وكاس العالم تلسه بتتكلم في شهر 8 اللي جاي أو شهر 7 اللي جاي لسه عندك 6-7 شهور مين يلعب مين يستمر مين يفضل فيه تقلقه كل الكلام ده كلام متغير ولكن هو قريب من الانضمام للمتخب قريب عواد قريب من الانضمام للمتخب قريب الشناوي قريب للاستبعاد أقولك آه ممكن يستبعد شريف إكرامي بسبب عدم المشاركة ممكن يبقى مش موجود في المعسكر القادم فإذا ممكن الخريطة بتتغير بشكل قوي وكورة متغيراتها وأحداثها سريعة جدا طيب خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا عن أفرحنا النهاردة من خلال هذا اللقاء لقاء الأهلي والزمالي كوفوز فريق الأهلي النهاردة فريقنا الكبير 3-0 على نادي الزمالي ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة 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 شكرا اشتركوا في القناة 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 أنا مبسوط جداً بأداء النادي الأهلي وبأداء اللعيبة وبأداء حسام البدري يعني وربنا إن شاء الله يجعل في زيادة كده النادي في نجاح كده وزيادة إن شاء الله ولي حابة تقولي النهاردة بعد الفوز وبعد الأداء ده وزي ما بنقول بيبقى فيه تفاقل لما منفرج هنا في النادي الأهلي في الجزيرة بنكسة بسواء منتخب سواء مباراة النادي الأهلي أو مباراة القوى طبعاً بقول ألف مبروك لجمهور الأهلي كله وبتمنى طبعاً إن إحنا نكسب السوبر عشان يضيف طبعاً لبطولاتنا أكتر من كده بس ليه عطاب بسيط على كابتن حسام البدري المفروض على كابتن حسام البدري أنت دلوقتي زي مالك كان واقع كان مفروض إن حالتك تلعب بطريقة أفضل من كده بهجوم أكتر من كده تدي فرصة لواحد زي مروان محسن يلعب كويس تدي فرصة للعيبة اللي أنت بتشركهاش لأن إحنا كنا المفروض إن إحنا النهاردة كنا نعمل سكورة عالي كده لعز مالك لأن إحنا كنا الأفضل وطبعاً إحنا النهاردة أحسن حاجة كمان كتسبناها أن إحنا كسبنا حادث عالمي ودولي الشناوي الشناوي ده ممتاز 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 وقاليد أزارو أنا ما كنتش معجبة بي أساساً بس النهاردة أدى 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 كويس والحمد لله أحسن بس برضو بعيد برضو نموة من زكريا برضو كان أناني النهاردة ومداش فرص كتير جداً للاعيبة تجيب إجواني أكيد الفوز ممكن بيمثل حاجات كبيرة جداً بالنسبة لكل الأعضاء الجنمية والجمهيري نادي الأقلي قولي حابب تقولي بعد الفوز النهار أولاً زعلان الأهلي النهاردة كان يكسب 7 ملتاح بصراحة إحنا فرطنا فوز كان تاريخي لأن عشان مش عايز أتكلم الزمانك واقع واقع بمعنى كلمة واقع وفي برضو يعني أنا مبسوط بلاعيبي النهاردة جداً أيمن أشرف بقى أستاذ في مركزه بصراحة بفكرني بأيام محمد ويسوهما كان بلعب وكده أنا الأهلي نقل الدوري مش هينجل تاني ومبروك للأهلي وكل جمهور الأهلي وأعضاء الأهلي ومجلس قدارة الأهلي بالكامل وألف شكر لكم أقول لي حابب تقول ليه النهاردة بعد الفوز المميز لنادي الأهلي ده كنت نطوح أن يبقى فيه عدد كبيرة كده من الأهداف لكن النهاردة ثلاث أهداف برضو نتيجة كبيرة عن نادي الزمالك أكيد أكيد بس احنا كنا متوقعين أكتر من كده يعني كان فيه فرصة كتير بحس ان احنا ان شاء الله مش أهل من خمسة فاحنا بنقول دلوقتي ألف مبروك للنادي الأهلي وارض لك للزمالك وان شاء الله فتقدم على طول بيزنين ده أقول لي إيه الرسالة اللي انت عايز تقول لها للعيب النهاردة بعد الفوز وبعد الأداة وكابتن حسن بدري حابب تقول له النهاردة بعد الفوز أنا سعيد جدا بصراع فوز الأهلي النهاردة عملوا ماتش حلو جدا اللعيب اكتدت عملوا ماتش عظيم وده اللي احنا بتعوذي يعني من الأهل يعني احنا ما ندرس حاجة تانية فصراحة يعني طول عمرهم مش عرفيننا يعني ما شاء الله عليهم إن شاء الله كده عمالي اللي جاي كله كده وإن شاء الله حاجة عظيمة إن شاء الله ان شاء الله طبعا وفي خير الاهلي قلي كان حابب تقولي النهاردة بعد الفوز وبعد الأداء الممازن كبير للنادي الأهلي ده مباراة مهمة ومباراة قوية وزي ما بنقول بروفة مهمة جدا للسوبر ان شاء الله اللي يكون بعد أيام الحمد لله الحمد لله الفوز النهاردة وكçi ممكن نعمل زكار أعلى من كده كتير جدا 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 سالحمد لله ربنا وفعنا وبإذن الله السوبر لنا بإخطر اللعáveis للأعجاباتك النهاردة كلها والله كلها وبس هو خرج عبدالله السعيد لإصابة مش المهمة تبديل عبدالله السعيد النهاردة لإصابة وأجايب ما فيه إزايه آمنك أجايب بجد ربنا يكرمهم يا رب ربنا يكرمهم وبإذن الله الصبر لنا والدوري لنا والكاس لنا إن شاء الله يحب تقولي النهاردة للعيبة وللكابتن حسام والجماهير والعضاء لنادي الأهلي بعد الفوز الكبير مبروك لنادي الأهلي والله أعطي للنادي الأهلي وبالجمهور والله أعطي للنازي الأهلي وبالجمهور ويعني سعيدة جدا 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 لمحمد الشنوي بعيدة بي جدا يعني احنا النهار ده يعني اهم حاجة ان احنا فعلا يعني كان عندنا جون عالمي اعتبر فاحنا ببارك اوي 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 لمحمد الشنوي وبقول له يا رب تتقالك كده في كاس السوبر ان شاء الله هقول لهم الف مبروك وانا سعيدة فيهم جدا 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 وسعيدة بتشكيل حسام البدري بصراحة وبقول له يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب كاس السوق عايزينك كاس السوبر يعني انا بشجع عشان كاس السوبر وانا متحقق لي كده والله انه خرج عبدالله السعيد عشان يحافظ عليه عشان الصبر يعني هو خرجه عشان هو عايزه عشان الصبر مش عشان خطر اي حاجة عشان الناس بقوله هو ليه خرجه فانا متحقق له وخرج عشان الصبر على ما اعتقد وعي بيبقى كبير او بالنسبة لعضاء الجماعي العومية انه هم متابعين وشايفين وعارفين ان حساب البادري بيطلع العيب عشان خطر الاجهات اشتركوا في القناة 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 والشغل اللي هو بينتهي منه النادي الاهلي اللي يبتدي الاخرون اللي هو نحنا النادي الاهلي ده مش صدفة يا جماعي ده اختيار لعيب ده ميكانيز ده لعيب لو شاز زي صالح جمعة كده مش هتلاقيه موجود احنا عندنا مبادئ وعندنا احترام وعندنا التزام عشان كده في فوز عشان كده في كرم عند ربنا انه مغير كده مفيش كرة مفيش رياضة مفيش ثقافة احترافية هتكمل لازم كل الناس يبقى من حيث انتهى النادي الاهلي ليه ده مصلحتنا كلها في مصر احنا خلاص عرفنا طريق كاس العالم والنجومية والعالمية لازم نكمل بقى لازم نشوف الدنيا كلها بتتفرق وحقيقي النادي الاهلي هو اللي اكبر الناس على كلها على احترامه اكبر الناس على انه هو يبقى عنده اكبر مخزون من خزن كقوس وبطولات ونادي كرن احنا كنا بلعب اتلتكم مدريد مين اقوى يا كابت الربيع في البطولات واكتر احنا ولا اتلتكم احنا ببعيد واحنا اللي كنا تفوقين حتى عليهم اتنين سفر لو كنا احنا ما عملناش تغيرات دي كلها عشان نشرك الناس كلهم من عشان يلعبوا وانت كنت واقف الملعب من اهر الدنيا وبتتكلم وكنا كنا نفسنا على الاعلى نتلع اتنين اتنين وكان ممكن نكسبهم زي احنا عايزين لما احنا برضو اللي عملناه زي الفرق اللي بتلعب ندلها احنا نخدناش الدرس على نفسنا بنا بنهجم وما بنعملش السوابت والتواعد اللي هي التأمين لي ان انا متعملش عليها الكونتر لما الكلام اللي انا عايز اقوله بعيدا عن قتلتكم ازيزوا الحاجات دي من الصرح العظيم دي يا جماعة احنا فخورين به ان احنا ننتمي ليه طبعا وفخورين بكل المكاسب واعتقد ان كل واحد فينا النهاردة كان عارف ان النتيجة دي من جواه بس على الاساس ان اللي هي بتنزل وتنفذ مزوط وربنا عيبت عنهم العين والفو مبروك ومبروك اكفروا وابوك كابتن ربيع ومبروك كابتن واقل وشك حلو وعامل روح جميلة جدا ربنا خليك كابتن ربيع نشكرك على خلاص بقى يعني معانا بإذن ببإذن اللي عوضول بإذن اللي هتنورنا عشان انت مدينا برضو حتة كده فيه اعتراض في حاجة ولاي عندك اعتراض على موضوع انا حسن انت محترد على موضوع وحنا في نايف بنقول كابتن واقل وشه حل خلاص هي ترسم ربيع دايما عايز ثلاثات واربعات بيستراح احنا كل كلمة كتبها يعني بس كابتن شريف طبعا كلامه يعني فوق دماغي وانا مبسوط وخلاص اعتبر الموضوع انتهنا موضوع في الاستوديو هتنطيها ليه هتنطيها ليه هتنطيها ليه ودعم الوصول لنقطة 39 وتصدر البطولة يعني دائما النادي الاهلي خلاص مجرد ان شاء الله وده كلمة كابتن احمد ايوبو بيكلم نحنا وكاد سيد معوض نحنا بنبقى خلاص متصدرين صعب ان احنا نفرض في الشهد الجزية ده هدف طبعا المركز الاول بعدين البطولة هي المفضلة دايما لما بنلعب محمد زي مردتلك بنلعب على ارقام من نادي الاهلي بفضل الله تعالى بطولة الدولة دي عادية لكن بنشغل دوقتي على الرقام كابتن حسام واللعيبة على الرقام كتيرة جداً فمعنا إن شاء الرحمن نبقى الأول أعتقد إن دي أهلاً ما بيتحتمل للصدارة ما بينزل الشابت إن أنت الحمد لله أنت كان عندك مؤجلة هي دي اللي بعدك عن الصدار عشان أفرقها وعشان إحنا عندنا الحمد لله ماتش مؤجل كمان تهيباً ما قولين العرق وهيبقى الفرق إن شاء الله أكثر من خمس نقاط بيننا وبين الإسماعيل والتاني مشاهدة الله تعالى بعد المكسب إن شاء الله لكننا بحمل إحنا عندنا حاجات فنية إحنا بنسخ في الله سبحانه سمع أنفسنا فيه في التحضير في التخطيط في التنظيم في الإداريات في الفنيات في القدرات زيما الكابتنين وكابتنين إحنا بنختار قدرات الكيان الكبير دايماً الحمد لله مرزق بفضل الله تعالى والحمد لله إن فيه منظومة كاملة متكاملة بتسعى لإسعاد الجمهور بتسعى للحفاظ على الكيان بتسعى لكل حياة كويسة فكله بيكتهد الإدارة بتكتهد وشفت الإدارة الجديدة اللي جات بقادة كابتن خطيب أول ما جاء بقدت الصقة في كابتن حسين بدري وقال لك لنهاية الموسين عشان يمنعه واخد بالك مش الأهل اللي يغير جهاز ماشي محترم جهاز حاوله بعض من الميديا اللي هي تتغلى أي مشاكل سابقة لكن كان بص بقى للشطرة وبص النبوغ هنا وبص الترابط الجميع لكن لا كابتن حسين لنهاية الموسين بيجهازه بإذن الله تعالى فسان بيشتغل العمى بتشتغل الضرب تشتغل الجهود بيشتغل كله بيشتغل عشان كده المنظومة دايما إلى الأمام وإحنا بنقابل من جميع الأهلوية كابتن سابقة رياضيين جماهير فنانين محبين للنادي الأهلي سعداء بهذا النصر وسعداء بهذا الفوز معنا الفنان طبعا الجميل أحمد فهمي مساخير على حياتك يا سود أحمد تحيات إليك وتحيات كابتن رابية وكابتن شيف عبد منع وكابتن هو يا رياض مبروك سابقة يعنيهم كلهم ووحشني جدا وحيشنا كابتن شريف حبيب يا محمد باركو ايه تمام قولي النهاردة تابعت الماتش ازاي والله صارتت مع أصحابي الأهلوية كنت رايح الماتش وبعدين قلت لها أصرق من الفيت عشان كان عندي شوف بس 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 معقول أحمد انت ما قلتش من الطامike بس بنالك الجزئي ين كان الخوف بس ند زمالك مع كابتن عاب جلال يشكله يختلف عن المباراة الصّبخة لو لا انا شاهد أصلا من الدوري بس انت بقيتش الطاقة لدي تمام تنطر ولكن أنت بالأخر أمام وليس لا كان وقت بس وقل lampe نس بس بس بشكل عام لا، بالمطفل، كانت نفت بسطور أكثر، لأن الأهلاوية تعرفنا السريين شوية، كان نفت بسطور أكثر شوية، لكن الحمد لله، أهم على الأرض أن نحصلنا للتوارج، ونحاولت بمطفل المطفل، ونحاولت بمطفل المطفل، ودفع المطفل السفر إن شاء الله. إن شاء الله، إن شاء الله، بس عارف يا أحمد، أنا عارف أنت أهلاوي زينا كلنا، في جزئية أنت عايز، كانت النتيجة تزيد أكثر، وتبقى قريبة حتى من مطش المعروف، ومطش التاريخ الستة واحد، ولكن خلي بالك نتيجة النهاردة إلى حد ما بتتزودك في حتة أنت بتقترب، طبعا أنت النهاردة بتتصدر بطولة الدولة دي حاجة رقم واحد مكسب كبير، في نفس الوقت بترجع العيبة كانت غيبة عن اللقاءات زي حسام عشور ممكن كان مصاب، والنهاردة يبقى متواجد، خسارة رمي الربيع دي هي بس أسوأ ما في المباراة الصراحة يعني. نفسي نفسي إسلام محارب ياخد أكثر من كلا كمان، أنا شايف أن إسلام خطرة جاهبة مهمة، لو بيطنطر كمان أمين أكثر مني يعني. لا طبعا إسلام اللعبة المميزة للصراحة، كله بياخد، كله بياخد، وكله بيخش جولتك، واللعبين برا زي أحسن، يعني ميش أحسن، ده يوم زي اللي بلعبوا جواه، قلنا كلنا بنقول أحمد ده بيبقى لو 40 دقيقة وده بيقى لو 60 دقيقة وده بناخد الماكس من منه، وبعدين ربنا يبعد عندنا العين للإصابة كتير قوي كمان، فكل اللعب أنت عارب بيحصل التدوير ده وروتيشن، وكله بيلعبين. أحمد، 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 أنت موجود في ماتش السوبر ولا تبقى تشوفه هنا في مصر؟ السوبر لاحبة موجودة هنا في مصر الأسف عن التصوير، فمش مقدرة تسافر يعني، بس بقى نفس المنادي يعني على وشة كابتن تسيب، بإذن الله يعني أفريقيا بقى ترجعنا، لما يعني طبعاً إحنا بتحترم أي حاج، بتحترم كابتن محمود طاغر ومجلس وكله، بس بكرة إن إحنا عملنا وإنجازات الكورة، طبيعي إننا دي الآن يأخد ثلاث دولة من أربعة، دي طبيعي يا جماعة، جداً، لكن المشطبيعي إن أنا أربعة أفريقيا وأربعة دي مجلس ومحادي، دي واثناشر كمان إحنا بناخدش حاجة أفريقيا، أنا أكثر من كده كمان، فأنا شايف إننا على مستوى الثورة، أنا آسف، أنا بيشبه بطحب، أرى حاجة ولا دي أفلاء نادي الآلي، تطموح طموح الأهلوية على مثل، نحنا 6 سنين، بناخدش أفريقيا، لا، الدوري طبيعي إننا نخد 3 دوري من أربعة، بالنسبة الطبيعية أصدر أو أقل من الطبيعي كمان، فأنا شايف إننا أفريقيا سنانتي، إذننا مكتبين فيها، إن شاء الله كانت المحبوظ القطيبي يعني الدنيا ماشي، ونحن نقللنا مكتبين للصفة، إن شاء الله بإذن الله، بإذن الله أفريقيا تابعة، هذا الأهم من الأحكار، إن شاء الله يا أحمد، نشوف الأهلي كده في أحسن حالتك، كما إحنا شايفينك كمان في أحسن حالتك، أنا حلم جداً حمامة الشألباز، مش عايز أقول لك، بس فهمي ما أقفشي لعب كورة، لا فهمي العين، ما أقفشي لعب كورة، أخم واحد تي عشرين، أهلاوي، ومضربة المدنة، فهمي ما أقفشي، وقال بيقولك بنت لا أقفشي لعب كورة، أنا ما أقرفش، قد مين ده وعي الرياض، في حاجة أو ليه؟ وعي الرياض طبعاً، أنا أقفش بدأت شفة معرض مدن، وعي الرياض على فكرة، كابتن شريب وعي الرياض كان بيحاول يمثل، واتكلم كذا مرة بسؤال الهاتف سمو كيل جدا بص لا طبعا بص خلي بالك اقول لك الحاجة يا بحميد انا لو دخلت موضوع التمثيل يعني سامحوني يو عبد سامحني خلي بالك يا عبد بقول لك يا احمد احنا عدين لبسوا الخوزة في رمضان وليدوا مصير في ايده لا بقول لك احنا مع انا كابتن شريف انا لجمي سينيائي ترابولت بتاعنا افضل انتوا عدين مع هولويت شماي انتوا عمين انتوا انا عد معلكم كده باس يومين خبتربيعون كلماتك احبوا الزايد تلتيها لي اولنا تلتيها لي اتا احمد جميل وان شاء الله موفق ان شاء الله كلنا سعادة لك ونجاحك يا رب من سينة يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا احمد يا رب مبروك علينا مبروك كل الاهلوية يا احمد حبيبي احمد ربنا خليك نورتنا ونورت خناة القالة يعني كنت عايز تمثل جدا انا مثلت انا مثلت فيلم العالمي بصفات صونت دور صونت لا 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 استنى تمثلت انا مثلت كل ما انا فاكر لا وما اتزعش انا كل حاجة بمثل فيها ما بيكتب لاش توفيق بركاته مجد عبدالغاني موطوني في الصفات اه الله ما تلو قاعد العم مع بعض بصفات انا موت في الطرق لا لا ولا 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 لا انا خلي باك ان لو مثلت والله همش فيها كويه في التمثيل كويس بس انا مش همش 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 همثل لا 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 مش في التمثيل ايه واحد خلاص والي هيركز معنا هنا بالظب هو حرام التمثيل حرام يا ربيع لا لا دا دا دباسني فينه انا وانا مين عشان افتيلك كان في التمثيل الله لا باسبه احنا بنسألك يا شيخنا يا شيخنا بنسألك عشان ما تسألك انا الشيخ اظهر ومفتو الجمهورية انا مين انا سهل ارثول فاني مطلوب انا تمثيل مطلوب تمثيل مطلوب بعد 3-0 دي يا ربيع طالما بإحسرهم يا كبتن شيف حقا أبدأ المسلمون ولكن لا أتزعى كان كلنا فيها كانت سئة كانت ذلك ومبروك لنهاردة يوم جميل وسعادة أن نتحدث ومن منفصلين كل أهلوية دائماً عايا أن تنبسط البستوشت الأهل قبل متنين كده تسحى كل يوم سعيد مفسوط لحالة بطولات دايما باستمرار كابتن شريف نورت وشرفت انا دايما بابا سعيد انا معاكم مع عكبات المصر كابتن ربيع نورت وشرفت ونوروك لينك و الحمد لله شكر الحمد لله كابتن واي نورت وشرفت ووشك حال حبيبي يا كابتن فاروق اشكرك شكر جزيل اشكر كابتن شريف وكابتن ربيع اشكر قناة الاهلي بقى لي كتير قوي ما دخلتش الستوديو انما باذن الله يعني مستمرين دايما وزا ما قولنا وزا ما بنتفق دايما انه النهاردة احنا كسبنا مباراة انما ما كسبناش بطولة الناس تفرح النهاردة بمكسبها او بالمكسب التقليدي على المنافس التقليدي لينانات زمالك ولكن عندنا لسه مباريات اخرى عشان باذن الله في الاخر هي دي الفرحة الكبيرة ان احنا ناخد البطولة باذن الله بطولة الدولة ان شاء الله وشكرك كابتن وطبع اخد سعيد معاكم هروح لتقرير من فرع النادي الاهلي مدينة نصر وفرحة الجماعية بعد لقاء القمة والفوز ترتسف وارجع بعد كده مع كابتن ناصر عباس والفقرة التحكمية ونشوف طبعا فيه بعض طبعا الامور التحكمية اللي ممكن نقدر نتكلم فيها من خلال هذه المباراة تحياتي ليك زميلي محمد فاروق من الاهلي مدينة نصر عقب لقاء القمة 115 الاهلي يقص على الزمالك بسلسية نظيفة للاشيء المباراة كانت ممتعة جدا من جانب فريق النادي الاهلي اسعد فيها وافرح فيها كل الاهلوية تعالنا ناخد قليلا من الاعضاء اللي موجدين والاستمتاع اكيد معنا بمباراة عايز اعرف رأيك النهاردة في المباراة نتيجة متوقعة طبعا جدا الاهلي النهاردة جاهز وجاهز فنيا ومستقر التشكيل المستقرة عليه من زمان طبيعا الزمالك النهاردة كان يخسر اهايب جلال طبعا ما عندوش اي مسئولية لان هو لسه جاي يعني اعتبر ما فيش اي عنش عمانش غير بس دهو المحاضرة بس مش اكتر مؤمن زكريا ختم مشواره مع الاهلي بشكل لائق يعني التغيير طبعا غريب جدا من عبدالله السعيد ان خروج عبدالله السعيد ده كان حاجة طبعا تفصيل كتير من التساؤلات برضو اصار كتير مسئولات وكان اداء واضح جدا ان بس المرسي ما كانش ليه اي دور جوه الملعب وكان غيابه عن الملعب فترات كبيرة ده اصر على وجوده كمان النهاردة انه كان من الصعب ان هو يدفع بيه ويقعد كاسونجو فده كان شيء غير متوقع منه يعني الزمالك عمل مرش حلو والاهلي طبعا كان متقلق ويمكن اضاعك كتير من الفرص يعني الاهلي مجهود حلو وازهره النهاردة كان محظوظ ان هو جاب الجون يعني الثلاثة صفر النهاردة هزيمة ايه للنادي الزمالك هل كنت متوقع ان ممكن مباراة انتهي بالهزيمة دي في الاوصال الصحفية انها صحفية فما فيش يعني ما كانش حد متوقع ان كان اقصى حاجة طموح لنا مثلا ان الاهلي هيكسة واحد صفر اثنين واحد بكتير اوي انما الثلاثة صفر دي كان صعب جدا وكانت غارج التوقعات تماما يعني ايه السبب ان الاهلي فاز بالنهاردة بسلسية انا شايف ان مفيش اولا عالم الاستقرار في الزمالك ثانيا وجود زي وجود ايمن حفني وبس مرسي في الفريق مش متفقين من اللعبة مش متفق مع بعضها مش مش شايفين بعض ما انا ادق بلغة الكورة يعني مع وجود استقرار تام في تشكيل نادي الاهلي فده بالتأكيد يعني حاجة مهمة وملفتة لنادي الاهلي ان هو يكسب المكسب دي يعني شكرا جدا ومبروك المكسب متواصلين معاكم قولي ان طبعتك النهاردة ورأيك في اداء النادي الاهلي النهاردة عاجب الفوز على زي مالك 3 صفر بسرعة الماتش كان حلو كان فيه دقة وكان فيه دعين فيز والمضارب احتراموا اللعيبة والحمد لله كسبنا 3 صفر ومن كنتش متوقع وبس اصلا كان زي مالك كنت شايفه انه كان بلاعب استيطاره كان براه منه كان مستهز على الكورات فكان بضيع الاستلامة فالحمد لله انا كسبنا 3 صفر شايف فين هو نجم الماتش من نوجة ناظرك من نوجة ناظرك من نوجة ناظرك انه شايف ان وليد اظهارو عامل عليه بالزيادة بس اصلا عشان الشناوي اداله بالبوكس عشان في الديار خلاصه سابقين عشان بس اللي بس اللي وقت كان صعب بس فانت عارف احسان عشان في الوقت زي دي حيث لازم يدي بالبوكس عشان عشان ما ييجش عشان يخش فيه شكرا جدا شكرا جدا حابب برضو اعرف تقيمك النهاردة لاداء الفريق ناد الاهلي خصوصا بعد المكسب الكبير والعريد تار صفر افرق ناد زماني والله هو المكسب كان كبير فعلا سكور عالي نتيجة كويسة بس الفكرة طبعا مستوى ناد زماني كان اقل من اللازم فبتل هو مش مقياس لماطش يوم الجمعة المهم في الامارات ماطش السوبر ما نادرش نقيم على مستوى النهاردة عشان يعني الناس زماني كان اقل من المستوى فبالتالي احنا محتاجين نشتغل شغل فني شغل بدني الكام يوم الجايين عشان ماطش الامارات اللي هو الاهم طبعا شايف نقط التحول في المباراة هي ضربة الجزاء الضعام بس المرسي 100% طبعا 100% اكيد نظرك مين هو نجم المباراة سواء كان من الاهل او من الزماني اه لا هو ما فيش حد من الزمالك طبعا جاي النهاردة اصلا هو نجم المباراة ممكن نقول وليد سليمان شكرا جدا متواصلين معاكم من هنا من اهل الجزيرة ولقاءات حصرية عقب فوز النادي الاهلي على الزمالك بسلسية نظيفة للاشيء عودة مرة اخرى لزميل والكابتن محمد فاروق اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الأهلي. ومش عارب أقول لك مبروك ولا إيه بالزلطة. لكن خلينا أقول لك مبروك لكل الأهلوية. النهاردة فوز مستحق يعني. سنحما رحين طبعا برحب بحددك طبعا ورحب بكل أستاذ المشاهدين. وبحييك على الستوديو وعلى التحليل الفني كاته الشريف وكاته ربيع. كاته نواية الحاجة جميلة جدا جدا. وحاجة فيها مصداقية وفيها حيدي. دي نمرة واحد. نمرة اتنينة كاته محمد خلينا نتكلم على تقم التحكيم قبل ما نخش في الحالات. تماما كانت تقم تحكيم بشكل عام وحكيم تقم إيطالي موجود النهاردة صراحة يعني من وجهة نظر حتى آخر لحظة في المباراة الأمور كانت ماشية في شكل هادي وطبيعي والحمد لله أن المباراة خرجت طليق باسم فلتين بزهل وزمالك باسم مصر بشكل جيد. بالضبط نتكلم نحل فنينا اللي نهاردة قدم مباراة جدا جدا. زمالك قدم مباراة في حالة طبعا أدونا كرة كويسة جدا وستمتعنا بالمباراة الحنفلية. خلي بالك من يجي نتكلم على تقم التحكيمة كانت من فاروق أنا هتكلم في الأول في تلت عناصر مهمة جدا. الكلام ده مش بس للحكم ولكن لكل حكام من الموجودين اللي اتفرجت على المباراة وشافت نقدر نستخلص لأن الرجل ده جاي بدولارات خلي بالك الرجل ده جاي دفع الفلوس فلابد نحن نستفيد منه على الأقل ونشوف حتى المدرسة اللي هو شغال فيها شغال بيشتغل ازاي أنا نمكن رصدت من خلال موجودة في المباراة من الواحد ثقة الحكم بنفسه خلي بالك النهاردة كان هو عنده الثقة في نفسه تدل حكم قرارات صحيحة في الملعب كابتن فاروق طول ما الحكم عنده ثقة ومعندوش طرطة في اتخاذ القرارة أكيد بتدله ثقة في الملعب وبتدله قناعات للعيبة. يعني فيه لعيبة تاخد قناعات من الحكم نتيجة القرارات اللي هو بيأخدها طب هو الثقة النهاردة كانت عنده ثقة فعلا اللي زودني الثقة تيكة من فاروق خلي بالك أنا بشكر لعيبة الفريين من الأهل من الزمالك ان هما ساخدوا طاقة من التحكم على ان هو يقدي بهذا الشكل في شعر القرارات في التزام من الأجهزة الفنية داخل وخارج الملعب في التزام من اللاعبين بالقرارات دي كمان بتديك ثقة فاروق لما انت بتيجي تعمل حاجة كويسة وتليع الناس بتشجعك اكيد انت بيبقى عندك الحماس نتيجة تعمل حاجة احسن هو النهاردة الثقة ديت من خلال ثقة بنفسه من خلال الأجهزة الفنية والإدارية بفيش اعتراضات عليه زودت له حيطة الثقة كمان في الملعب الحاجة الثالثة اللي أنا بكلم فيها كتب الفاروق وهي كلما لما لقى حكم عنده كراءة مستقبلية للعب يعني كراءة يعني أنا كحكم النهاردة الناس فهم الحكم بينزل لحكم وخلاص لا في بعض الحكم عندهم ميزة كويسة أول زي بي عنده كراءة لطرق لعب الفريقين زي أنك انت تعمل استراتيجية على طرق اللعب ليه بقول طرق اللعب ليه لان زي ما انت حدك بتتكلم على المهاجمين والتحركات والتمركزات والتلت الدفاع والهجوم هو زي نفسه كمان بيتكلم على طرق لعب ناد الأهلي زي نهاردة ناد الأهلي بيلعب زي نالك بيلعب نهاردة زي وبالتالي بيبتدي يعمل التحارك بتاعه والتمركز بتاعه على التحارك بتعني للأهلي ونتزمي لك هتقول لي ده هو مش عارفهم يعني فيها ستقول لك طب ده هو يعني ما تفرقش بكده عن ناد الأهلي ولكن فيه في حاجة اسمائي أنا الكلام ده في أول خمس ست دقايق أنا كحكم من خلال خبراتي بقدر أقرأ طرق اللعب بداية واعرف وخلي بالك لما تتغير بتتغير أسناء المباراة أيضا ببعاندي الفكر أنا أقدر أغير وأطور من أسلوبي سواء كان أسلوب التحارك أو أسلوب التمركز برجع تاني بقول السقعة بالنفس اتزام اللعبين حيه طبعا النهاردة هذه المباراة اتزام غير عادي احترام للقرارات سواء لند الأهلي أو نزمالك وكذلك الأجهزة الفنوية قدرية كمان عنده قراءة اللعب دي قدرت في الأخير خالص إنه قدر إنه هو نجح بشكل عام في هذه المراب قدم مرتوط كواز جدا جدا بتاني الفاروق ومن ضمن الحكام اللي هي عجبتني الحقيقة طبعا في اتخاذ القرارات بلا تردد يمكن الكلام ده هنشوفه من خلال الحالات إن شاء الله اللي هنعرف أول ملاحظة كابتن لحستاه في المباراة أول ملاحظة الحقيقة طبعا يعني مش حاولها أنا مش أنا مقلتهاش إنت اللي قلته حسن بس نكون واضح حسن بس نكون واضح وإحنا عدد مع بعض لا لا بس فاروق إنت كنت لماح جدا ومش مجاملة لك وهو إنه هو أخر بداية المباراة ودي الحقيقة طبعا مشكلة كبيرة جدا يعني نقول نهارده بنقول سبعة لابد أنك أنت تبقى أنت عامل حسابك أنت قبل المباراة بتنزل في المرسم اللي هتبقى موجودة على الأقل سبعة للعشر حسن أنك أنت سبعة يبقى في احترام لمعاد بدء المباراة ودي مشكلة كابتن مش بس في مباراة الأهل وخلال هذا البرنامج خلال اليوم دوت بنقول لكل حكامنا الله يخليك لابد أنك أنت تعمل حساب أنك أنت المباراة سبعة تبقى سبعة فقاش النهارده بنقوله تبقى سبعة وابدأ سبعة وستة كنت كنت عاد معايا والحياة طبعا وأول حاجة أنت لاحظتها المباراة بدأت سبعة وستة دقيقة وده مش مقبول في أي بطول على فكرة ومش مقبول في أي مسابقة ولكن احنا من بردك بنستفيد من خلال اللقطة أنت أحدا قلتها لجميع حكامنا اعمل حساب الخمس ستة دقيقة اللي هم المراسم أو السلام الجمهوري أو القرعة بحيث أنك أنت تبدأ سبعة دي بداية نجاح الحكم في الموراين كنت تبدأ في المعاد الحاجة التانية بين الشوتين كانت من فروق دي أحنا هي لا تزيد عن ربع ساعة تبقى من القانون الراحة بين الشوتين بالنسبة للفريقين لا تزيد عن ربع ساعة أحنا بنبص لها وصلت لعشرين دقيقة والواحدة وعشرين دقيقة وده طبعا مش مقبول أبدا في الدورة عندنا في دار مصر خلينا نروح لأخطانة ونشوف الحالات النهاردة كانت موجودة بالنسبة لمباراة اليوم واللي انتهت بفوز نادر أهلي 3-0 ووصوله للنقطة 39 أمام حضرت الكابتين أول حالة بالنسبة لهذا اليوم هنا فيه طبعا التسلل عندها مساعد رقم واحد وهنا أشار على التسلل بنشوف كانت فروق لحظة اللعب وبنربط ما بين لحظة اللعب وموقف التسلل هنا كانت فروق هنا بنشوف هنا الحكم لحظة اللعب هنا اللعب من الأهلي هنا فيه موقف تسلل وبالتالي هنا ربط كويس أو أول مساعد ما بين لحظة اللعب والموقف وبالتالي هنا قرار صحيح للحكم مساعد إن كان هناك فيه يمكن سابق سنة في التمركز المفروض هو يرجع شوية مع آخر تاني مدافع بالنسبة للأهلي لكن هو سابق سنة ولكن القرار قرار صحيح بالنسبة للحكم مساعد دي أول حالة عندنا بالنسبة للحكم مساعد رقم واحد دي الحالة التانية هنا كابتن فاروق أنا ممكن الحالة دات ممكن أساطت أن أنا جيبها إيه هي بنكلام على تحرك الحكم المفروض هو مهم جدا جدا لو رجعنا كده بيبو لو رجعنا بس التمركز الحكم هنا كابتن نوقف هنا بس نوقف هنا كابتن فاروق هنا هيدا التالت اللي هو يمكن النادزة مالكا بيهاجم فيه وبين بتعمل كونتر أتاك للناد الأهلي زي ما قلنا لما يكون الحكم عنده كراءة يعني كراءة يعني أنا متوقع الناد الأهلي النهاردة ممكن ياخد الكرة وينقل في التالت الهجومي لو أنت ما عندكش الكرة دي كابتن فاروق في التالت الدفاع دوت ونمشي شوية بيبو بقى شوية كده ونشوف هنمشي هو هنا كرة تنقلت لناد الأهلي كابتن هو هنا كان عنده التوقع ابتدى يتحرك وعشان خطر يوصل في المكان اللي هو المفروض ليحصل فيه المخالف وبالتالي أنا بحييه على كراءته زي ما قلت وإن كان هناك فيه بطء في السرعة ولكن هو وصل في المكان اللي هو كان فيه اللعك طبعاً يدل إن هو حكم فاهم وتحركاته وعية بشكل جيد بالزبط كده دي الحالة التالتة كابتن الحالة التالتة هنا طبعاً هنا هقف هنا بس كابتن فاروق هنا خلي بالك مدبول لنزمالك هنا فيه حاجة اسمها للسرزات ودي أصعب شيء إن اللعب النهاردة يخش بالسرزات في الأنكل أو في القدم بتاع اللعب ناد الأهلي هو هنا طبعاً هنا هذه اللعبة خلي بالك لو السرزات ديت عالية شوية فوق في الصاقم وفوق كانت مفروض ترتقي لبطاقة حامرة هو هنا طبعاً للأسف الشديد ولا إدى بطاقة حامرة ولا إدى بطاقة صفرة وبالتالي هنا بقول إن كان يجب على الحكم إعطاء بطاقة صفرة للعب هنا بقول لعب التهور وبقول ليه اللعب التهور إنه هو الحمد لله إن القدم ناد الأهلي ناد الأهلي كانت على الأرض ما كانتش عالية وبالتالي هنا بنقول أقصد رجالة التهور وهنا بإنذار ولكن هو يعني لم ينظر لعب نزل زمانك في اللعبة داية تماما دي حالة معنا برأة أخرى برضو ده ضربة الجزاء اللي حصب نزل طبعا هنا راكلة الجزاء طبعا هارجع بيبو هنا بس هارجع بيبو هنا بعد إذنك هارجع وقف هارجع بيبو أو من الصورة دات بيبو همش شوية وهقف بس هقف هنا بيبو أولا هنا هذا الحكم مش معه حكم إضافي خلي بالك هو حكم اللي بيقف على خط المرمى يعني هو مفروض هنا هقف بس بيبو بعد إذنك دي واحد هو هنا مفروض يتوقع أن الكرة لما راحت لعب نزل مالك مفروض يتنقل من من الناعة الدايرة ويبتدي روح أقصى اليسار هناك أو اليمين عند المشاعد رقم 2 لأنه في قرار براكة الجزاء ولكن كان المفروض هو يتحرك بعيد شوية ناحية الخط العمودي كابتل الفاروق وبالتالي هنا هنمش بقى شوية ونشوف ونشوف هنا هقف هنا خلي بالك هو كان حصي كويس أوي أوي يعني من هنا مفيش حد حاجب عليك الرؤية كبتل الفاروق مفتوحة مفتوحة يعني خلي بالك دي من حصن حظ الحاكم أحيانا مفيش حد حاجب عليك الرؤية وبالتالي هنا بيبقى القرار بنسبة لك الساحل ولكن أنا شايف النهاردة إنه هو مومن سينيمان هو نتيجة الزحلقة اللي تمت قبل ما يروح لللاعب وبعدين تمت العرقلة وفي هنا بنقول خطأ هنا خطأ بإهماله وبالتالي هنا القرار لو هنمشي تاني بيبقى كده منشوف حلق هنا القرار صحيح وحظ ورش مؤمن الصراحة على كل الجزاء يعني الحاكم ما يحطهش في الحزبان ليه كابتن لا خالص هو الحاكم هل في مخالفة ولا مفيش هو دوت الحاكم وعشان كده نخلي بالنمك تفروا بقول إيه للمتافعين بالذات خلي بالك داخل مطقة الجزاء ما تعملش رسك على نفسك يعني إيه هلش مؤمن أي مكابتن بيقوله فعلا بص هو الزحلة بس إيه نتيكت الزحلة أخ قدت لإيه قدت لنبقى فيه مخالفة وبالتالي على القرار الموجودة والقرار الصحيح بالنسبة للحاكم باحتسب ركل الجزاء هاقف هنا كده فروق بس بيقول لحيط حاجة عن التزديد وحاقف بس كده فروق إحنا قلنا هنا فيه حاجة مهمة برضا مشرحة للعيبة والمدربين والحراس المرمى هنا ممكن الحاكم كان قاعد هزيه ركلة الجزاء تمام فندم لأن احنا قلنا دخول لعب ولاعب داخل مدرب الجزاء لابد أن الحاكم يعيد ركلة الجزاء لكن أحيانا الحكام أحيانا بتحاول تاخد الكرار السهل وبالتالي هنا بالنسبة لدخول ناد الأهلي العيبة لناد الأهلي ولعيبة ناد زماني داخل مدرب الجزاء قبل التنفيذ وهنا مفروض يعاقب على الحاكم بإعادة ركلة الجزاء ولكن هو يعني ممكن ما بصش ليها وبالتالي اتصدت وكان مفروض دي تعاد يعني مفروض اللعبة دي تعاد كتن الفاروق نتيجة دخول المدافع ومهاجب من كل الفارقين تماما كبت نشوف الحالة التانية طبعا تاني بنقول الحاكم اللي بيكون محظوظ بيبقى متواجد في المكان المناسب بيبقى فيه يعني التمركز بتاعه بيبقى واضح جدا نشوف هنا هو بتحرك كتن الفاروق رايح نحية الشمال وحصلت هنا هنا مين اللعب الكرة كانت فاروق معلول معلول نجح في اللعب الكرة هنا اي لمسة من الحارس خلي بالك نديجة السرعة بتحتساب مخالفة على الحارس هنا شوف بس فيه رجل هنا الاول نقول لطشة لطشة رجل كده الاول وبعدين الايد كمان كملت وبلتالي هنا انا شايف القدم والصاك والايد كان لهم دور فيه احتساب ركلة الجزاء الكرار كان قرار صحيح للحكم تمركز اكثر من رائع وبقول ان كمان حظه حلو ان ما كانش حد حاجب هنا بنقول لرجل هنا ادي هنا كانت بس نقف هنا ادي هنا رجل كابتن فاروق وحنمشي شوية تاني كده بيبو هنمشي وحبصت لها ايه الايد الشمال كمان لطشة وبالتالي هنا ركلة جزاء صحيح الناد الاهلي خلي بالك محدش يقول لك ستيت لطشة خفيفة او تقيلة لا احنا بنقول لما يكون فاروق النهاردة رايح من ناحية الشمال وبسرعة اي لمسة ليه بتبقى في مخالفة وبالتالي هنا القرار صحيح للحكم تمامك ضرب الجزاء صحيح هنا بردك نفس الشيء هنا بنقول التنفيذة كابتن فاروق انت كمفرود تحكم في حاجة اسمها التحكم الوقائي يعني ايه يعني قبل ما اللعب ده نافذ لك لكي تجزاء انت بتروح للعيبة انت من نهاردة محمد فروق حكم النهاردة بتروح رايح للعيبة قبل ما بينفذ من فضلك ما تخشش داخل الصندوق طبعا عرف انك انت يعني مش حاب تبقى حكم ولكن في عندنا ما فيش لعيبة يمكن نجحه كتير في الجزاء دي ولكن بنقول حاجة اسمها التحكم الوقائي بدل ما خلي اللعبة تخش أنا النهاردة قبل التنفيذ ببتدي اوجه من فضلك ما تخشش ما تخش تتلعب بالشكل المناسب والمتشاط سالمة كده تبقى حاجة صعبة تبقى حاجة صعبة عارف كانت صعبة كمان زي ما قلت النهاردة المباراة مفتوحة كمان لابا مفتوح خلي بالي مش مقفول لابا مفتول ومقفول ومالعب دي بتصعب على الحكم المهم ولكن النهاردة زي ما قلت كان سبب من أسباب اللعبة الكرة النهاردة الحية طبعا تساعد الحكم بشكل جدير صحيح كابتن تنجز صحيح أو الحكم ناكل تنجز جزاء صحاح وبحي طبعا فهم الحكم على أن هو كان موجود في تمرجز الصح دي حالة كابتن أنا عاوز أرجع لحالة دي مهمة جدا هل في تسلل أو لا يعني هرجع كده بيبو لو سمحت بس هدي خاص بمحمد براهيم هو الإنزال الأول هو الإنزال الأول أنا عارف أنا عارف أنا هنا بس يعني بيبو لو أعرف بس لحظة اللعب والموقف ناخدها نقول كفاول كابتن هنمش 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 هنا الحكم الحكم المساعد ماشي ما رفعش كابتن ما رفعش هنا تسلل خلي بالك هنمش شوية كده بيبو هنمش 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 بس هسألك أنت فاروق لو أنت الحكم أنا هسيبها هكمل الادفانش مثلا هنمش هنمش هذا ما أنا بأسطته بأن الحكم يتكمل وبعد كده يدين انزار برافو هو دا القنون اللي يقول كده أيهم أف 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 لفريق أو أصلح للفريق انك انت تخلي لعب يستمر ولا توقف اللعب انت كلاعب انت محتاج إيه هذا ما نقول الحكام نفسك القرار دا هيفيد اللعب لاللعق و بالتاني أنا شايف هنا كان يجب عليه أن يدي استمرار لعب لأن هنا كان فيه هجمة رايحة راجل رايح المفراد و زي ما قلت حتى قلت أنا مش مشكلة خالصاً أن هرجع ودي البطاقة تاني وبالتاني ما فيش مشكلة خالص كحاك لعبة من الحالات المهمة جداً زي ما قلت النهاردة هنا هنا في مخالفة أنا معاك في مخالفة حتم هنا في مخالف أنا مفروض مفروض تم راجل رايح يجيب جون أنت معاك في روق ما خلي اللاعب يستمر صحيح وراجل دا يستفيد لأن هنا فيه مهاجمة وفيه فرصة هجوم وكان ممكن يجيب جون ولكن طبعاً هو استعجل فيه في الصفارة وبالتاني مش بقول كرره غلط ولا حاجة ولكن خلينا نقول إيه أنت كحكم لعب لحظة دي كابتن في نفس الوقت لابد أنك أنت كحكم تشوفي الأفضة إيه لللاعب صحيح الأفضة نخلي اللاعب هنا فيه مخالف خلاص أنا بحفظ رقم لاعب بحفظه ويخلي اللاعب يستمر وبين برجع تاني بيديه البطاقة الصفر دي دي مهمة جداً لحكمنا وبنقول دي الحاجة من الحاجات اللي أنا طبعاً بعيب على الحكم فيها أنه هو استعجل فيه أنه هو صفر على المخالف ومن هو أنزار صحيح للتهور اللي هو الأنزار الأول ليه محمد فاروق الحالة دي من حالات مهمة جداً جداً وأنا يعني أصرت أن أنا جيبها كابتن في فاروق ليه؟ لأن أحيانا الناس بتربط بشكل اللعبة لو جيبنا العادة هنشوف أن بعض الحكام من خلال الشكل شوف هنا الحارس المرمى دخل وبعد إي كان حصل إي كانت فاروق حصل السكوت أنا كحاكم نرد ما خش في الشكل ده أنا العبرة بإيه؟ هل حارس المرمى نجح في لعب الكرة أو في مسك الكرة؟ استحواز على الكرة إنما لو أنا خدت بالشكل هروح حسب راكل الجزاء هنا طبعاً أنا بحيي الحارس المرمى كان عنده تقدير عالي جداً جداً وبحيي الحكم كمان إنه مخش في شكل اللعبة وبالتالي هنا يستمر اللعب والقرار قرار صحيح بعد ما احتسب أي مخالفة ضد حدث مرمى نجح الأقل تمامك هنا الكرة الثانية للمحمد إبراهي لا هو ده نظار حزم إمام لسه نظار حزم إمام طبعاً وهنا بنقول للاعبتنا دايماً خلي بالك المهاجمة الشيء فزيع جداً جداً يعني حاول تعمل كنترول على نفسك المهاجمة دي نسبة تأديرك للاعبتك بفروق بتبقى نسبة قليلة جداً يعني هنا في مهاجمة هنا بص الدخول بالشكل دوت مش ممكن حتلعب كور وهتعرض نفسك إنه ممكن تاخد بطاقة صفرة وحامر بنقول برضك من خلال برنامج نوضح لعبتنا من فضلك ما تعملش مهاجمة أو تاكلنج إلا ما تبقى أنت متأكد حتلعب نسبة مليون في المية هنا طبعاً المخالفة في مهاجمة وهنا القرار هنا إنذار قرار صحيح للحاكم وكويس إن رجل حازم ما رحيتش فوق كابتن فاروق لو راحت الإسرزات ديت فوق في الساق أو في الرجبة كان نابد إن الحاكم كان يدي فيها بطاقة حامر إنما هو اكتفى بالبطاقة الصفرة نتيجة إن الخطأ هنا مفيش فيه استخدام قوة زايدة وبالتالي هنا قرار وكان قرار صحيح بأطاء البطاقة الصفرة دي هنا هنا في حالة تسلل ورغم وجود الكمونيكيشن سيستم محمد مع الحاكم ولكن هو اتأخر هنا في التسلل هنا بنقول راحزة اللعب والموقف وتمركز الحاكم المساعد لو قلنا تمركز الحاكم المساعد هنا مفروض كان مفروض يطلع شوية مع آخر تاني مدافع من ناد الأهلي إنه هو سرق سنة ولكن هل في تسلل؟ أنا شاف إن هنا في تسلل تسلل موجود وقرار الحاكم كان قرار صحيح ولكن تمركز الحاكم المساعد كان تمركز لحد يعني ما كان تمركز خاطئ وهنا الحاكم بقول هو ماشي 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 وبعدين ابتدى صفر 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 صفرة مدأخرة ولكن القرار صحيح بالنسبة للحاكم المساعد بالتسلل ده الإنزار التاني ده الإنزار التاني كابتن لمحمد إبراهيم ده الإنزار التاني كابتن لمحمد إبراهيم في دخول بالشكل ده لابد انك انت عندك عين على اللاعب وعين على اللعبة هو هنا طبعا الحكم انا بحييه هتطبعا جيري بسرعة على رغم من اللعبة تنقلت الملعب التاني وراح بلا تردد كتن فاروق المتأكد اوي ان هو حافظ رقم محمد ابراهيم ان هو عنده انزاره بالتاني هنا هذا السلوك يعني ده الانزار التاني للطرد طبعا الترد صحيح وما ترددش وما استناش وما خلاش اللعبة تروح بقى تقوله لا او 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 هو رايح وعارف وحافظ بس هو رايح بس كنت حطي ايده في جيب وكانت في فاروق ازاي ما استناش بقى خلاش بقى عارف لو حكم تاني راح ومتردد واستنى شوية واللي اي بقى راحت له وحجزت وبتاع ممكن يتردد ممكن ما ترعش البطاقة ولكن انا بحيي الحكم على ايه على سماع قلت السقة بالنفس بتدي كتير من الكوة في القرار وبالتالي الطرد طرد صحيح ومستحق لمحمد ابراهيم تمام كابتن يمكن حالة من حالات السلل يمكن بيبو هنشوف بس ان نرجع كده لحظة اللعبة بيبو لان هنا زي ما قلنا هنربط لو فيه اعادة هنشوف بس بس مش عضايل الكساد عنامين لابا يمش تسلل خالص ولكن هو تسلل اللعب للأهلي اللي هو ناحيتنا في حضننا كابتن في الشاشة بس هنا بقى كابتن بو بس هو خلينا في اللعب للأهلي هنا في موقف تسلل وهو دوت اللحظة اللعبة الموجودة هيت والموقف الموجود هو اللي ابتدى يروح ويلعب وبالتالي لما بيقول ان هو في موقف تسلل وتدخل في اللعب من خلال لمس او لعب الكرة بيبقى فيه تسلل هنمشي يا بيبو كده بنشوف هو راجع من تسلل نمشي يا بيبو راجع من تسلل وبتدى يعمل التكف بتاعه ويلعب وبالتالي احنا هو رفع مش على الغاي ورفع على اللعب النادي للأهلي اللي هو كان فيه في الاول في موقف تسلل قرار صحيح للحاكم المساعد اتنين نشوف الحالة ديت وحالة من حالات التميز قرار اقصر من رائع للحاكم سعد رقم واحد قد ايه رابط لحظة اللعب كتن فروق والموقف ونشوف هنا نشوف احنا قلنا اللعب لو سابق بجزء سواء كان رأس او القدم او الجسم تمام ده تسلل يعني لو انت على خط واحد وانت سابق بجزء من جسمك وهنا بيبقى فيه التسلل اللعب نزل مالك هنا سابق بجزء وبلتالي تمركز الحاكم اكثر من رائع الحاكم سعد رقم واحد حيطبا حالة من حالات التميز بحيط فيها الحاكم المساعد على التوقع والربط لحظة اللعب والموقف وبلتالي التركيز عالي جدا جدا على الرغم هو اللي حاجة مهمة جدا التعب لما بيحل التركيز بيقل هو احنا نها في ديئة 92 كابتن فروق والتركيز هنا هايل جدا جدا للحاكم مساعد وقرار قرار لا صحيح ليه الحاكم تماما كابتن دي ممكن اخر حلاتنا ابرز من انت قلت قبل ارسل حاجة كابتن ان الامور الحمد لله كانت ماشى بشكل جيد اه في بعض الامور اللي كانت منحبهاش زي عملية الطرد لمحمد ابراهيم ولكن ده وارد بيحصل والصراحة هو خرج على طول ما كانش في اي مشكلة لا طبعا بسكت فروق يعني نجاح الحاكم نسام قلت لعوامر خلي بالك اهم نجاح الحاكم التزام اللعبين داخل مداني صحيح التزام الأجهزة الفنية داخل اللعب عشان كده بيقول احيانا حكامنا بتلعب تحت ضغطها فروق انا اممكن هاخد نص دقيقة تفضل كده بتقول لي طب حكامنا احيانا المشاهد بتبقى ساعات صعبة عليهم لا بقولك ان لو هذه المباراة مع حكم مصري مع الظروف اللي هي موجودة ديت ومع التزام اللعبين وهدوءهم والتزام الأجهزة الفنية في شو اعتراض اكيد الحكم مصري كان حيقادي باردك بشكل يعني جيد ونتمنى طبعا الكرة مصرية ان شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاي نحنا نقولنا ان اتزام اللعبين طبعا وطاعتهم لقارات الحكام بتنجح المسابقة وبتدساق الحكام ان شاء الله نتمنى بإذن الله بتحكيم مصري ان شاء الله احنا عندنا مباراة مباراة صفر طبعا في الامارات نتمنى ايضا التحكيم يكون فيها جيد التحكيم الامارات يعني وحنشوف مدرسة تانية في الامارات بقى نشو نشاهد هناك عاملين ان شاء الله صحيح نورتنا شافتنا كابتن رسول الله سعيد جدا وحالت طبعا الشيقة مع حضرتك كابتن نورت وشرف يمكن الحمد لله النهاردة فوز مهم جدا للنادي الاهلي بيرتفع رصيده للنقطة 39 يتصدر قمة الدوري يعني بسلسية دي احنا النهاردة النادي الاهلي بيحرز 11 مرة في تاريخه مع نادي زمالك 11 مرة النادي الاهلي بيهزم نادي الزمالك بسلسية نظيفة فبالتالي ده للتاريخ بس احنا بنقوله فان شاء الله التاريخ يزدد ارقام وارقام مع النادي الاهلي ان شاء الله بكرة هيكون السفر للامارات تجمع على طول من غير اي تدريب ان شاء الله للامارات وان شاء الله نكون سفرية جميلة ايضا سفرية ويكون فيه مباراة جميلة نرجع ايضا بكأس السوبر يا رب كل التوفيق لفرينا عايز اقوله بس حضراتكم مباراة الفضلة من الاسبوع السبعتاشر او اخر المباراة في نهاية الدور الاول او مباراة الدور الاول بكرة ان شاء الله النصر والاسماعيلي وطلاقع الجيش والاسوتي ده مباراة الاخيرة في الدور الاول كل التوفيق ان شاء الله لفرينا اللي هيسافر بكرة ويا رب زي ما بقول لكم كل اهلاوي يبقى سعيد دايما باستمرار ان هو اهلاوي يفتخر ان هو بيبات وينام وهو سعيد ومفصوط حصولا على بطولات ومكاسب في مباراة وطبعا باستمرار خصوصا في مباراة القن كنا معاكم من خلال طبعا استاد الاهلي وسعداء جدا بهذه النتيجة النهاردة وكنا سعيداء ايضا مع ديوفنا اللي كانوا موجودين النهاردة كلهم من نجوم مصر كلهم كابتن شيف عبد المنعم كابتن ربيع سين كابتن ويا رياض طبعا كابتن ناصر عباس ومن بداية حتى التخطية لنهاردة الصبح كان كابتن فاوز سكوتي كابتن ايمان يوني طبعا نجم لازل زمالك وطبعا الاعلامين الكبار كابتن استاذ بريم منيسي مهندس عدد القياء وزميلي محمد فروق سعد صراحة كانت تخطية هاي لنهاردة ليعزين مباراة والحمد لله ربنا تنميموا على خير بهذا الفوز دائما معاكم من خلال قناة الاهلي ومن خلال استاذ الاهلي دائما يا رب دائما الاهلي فوق الجميع اشتركوا في القناة